السلام عليكم ودعوته لتناول ميجان القهوة في مارك الجبيبة وقالت له مراجأ به كأنه صديقه حميد من أحد أن يتقلم على كل أسراره ويستشغل في كل ماراته على حياته حتى لو كنا قد اتلققانا صفته وكننا قد اتلققانا صفة في أحد الشوارع حي الزمالك حيث ميقين كداما ودعوته لتناول ميجان قهوة في مارك الجبيبة بعد المنتهيم من كلام المائة الذي يبدأ به كل حديث سأتذور قال له وهو تاهم وبلا فرحة وصحت فيه كاني احكمين بالفرحة ارف مبروك ربنا يكمن بخير وقال وهو لا يزال تاهما انها مسلمة وقلت فيه لا شيء طبعا لابد ان تكون مسلم ان اعرفه عنك يجعلني ان تدر لك ان تتزوج مغير مسلم فقال في صوتي رحافة الساهمة انها امريكية اشتدت بيت بحشة حتى هذا كاد فرق في زدونه من فوق القادية وصحت هل هي امريكية اسلمة ام امريكية للعائلة المسلمة وقال متناهدا كأنه يعيش معساه فقد اسلمت وقلت انا افتعل الفرحة كم من احاول انقاذه ان انت الذي ادخلتها الاسلام لك الجنة وقال وصوته لا يزال خافتا لا فقد وجدتها مسلمة وقلت وقد بلاء صوتي يخفت مع صوته وكيف اسلمت قال في ذيق لابد انها اقتنعت بالاسلام انها متقفة اسمع اني سي اظهر زيها مساء اليوم تأكيد الخطوبة واعلانها والتأتي ماي وقلت حائرا يشرفني اي ما تقيم العروس وقال بسرعة انها تقيم مع الدكتورة فوزية البابوري في ذيكها هل تعرف الدكتورة فوزية وقلت وقد عادت الدهشة في الكب الجبي طبعا اعرف انها جارتنا ولو اني لم اراها منذ عادت هي وزوجها من امرك لكنها ستذعب بالعلان كطوبة وليس ما تأحد من العائلة قال وهو لقوم واقفا اختزك الزخم الى هناك قلت متسما وبوك ورد في حدة كما ينهرني انه موضوع لا يقص علي يكفي ان تكون انت معي وانت اعز صديق سنلتقي هنا في الساعة ما تركني دون ان يصافحني وابتعد مسرعا كأنه يجعي مني وانا اتتبعه بمظرات ملؤ ملؤها التعجب والدهشة والحياة وعبدالوهاد منذ كان معنا في المدرسة الابتدائية وهو مشهور حتى اليوم كأنه ابن الحاج عبدالغفور البرع وليم يكن عبدالوهاد سعيدا ابلا بهذه الشهرة وكان يتعمد ان لا يتحدث ابدا عن ابيه ويهرب من اي سؤال يوجه اليه عن ابيه كأنه كان يستشعر منه كأنه كان يستعر منه وذلك رغم اني اعتبر اباب الحاج عبدالغفور معجزة خارقة من معجزات الزمن انه لا احد يعلم شيئا عن فصله وفصله لم يعرف عنه انه من المعجزات المفقصة بل قيل عنه انه لم يدخل مدرسة في حياته وانه الى الان لا يجد القراءة والكتابة وهو الى الان يرتدي بين الناس يجد الباب الواسع وفوق رأسه لفدة ملفوفة داخل لفافة الملونة تفرقها عن لفافة العمة عبدالغفور بدأ كما يحكي عنه عاملا في مغنم مخازن كالت البلح ينقض على كتفاه قطع الحديد الخردة ولكنه اخذ اكتشف بسرعة اسرار وكالة البلح فهو بدأ يجاوز في عمليات ديع وشراء صغيرة ثم اخذ يكبر ويكبر الى ان اصبح من اكبر تجار الحديد الخردة في الوكالة اصبح مليونيرا بل انه وصل الى استيراض الات حديثة في صهر الحديد وقطعه لما ضر عليه عمليات ضخمة تضر عليه مزيدا من الملايين وكان يشاع عن الحاج عبدالغفور ما يشاع عن كل اصحاب الملايين انه يرشو ويهرب ويسرق حتى قيل انه لم يؤدي فريضة الحاج لكنه اغتطب لقض حاج فازدغه على نفسه ولا يستطيع احد ان يحدد كم يملك الحاج عبدالغفور كل ما يعرف من ما ينسانه انه يملك اربع مرات خليفة ضخمة اثنتان منها في الزمالك واثنتان في شارع من البرجير وكان قد انتقل منذ سنوات من الشقة التي يسكنها في بولاق هو وزوجته وولداه عبدالوهاب وعبدالسطار واربع من البنات وقام في شقة واسعة في اعلى عمارة من بكه في الزمالك ثم اشترى منذ سنوات ذلة او قصر من القصور القديمة في شارع حسن صبعي بذل مالك ايضا واعتقدنا فيما بيننا انه سينتقد هو والعائلة الى هذا القصر حتى يمثى نفسه ومثى علاده لما وهبه الله ولكننا فجئنا بان القصر قد استأجرته احدى السفرات وظلت حاج عبدالغفور كبه هو في الشقة العالية انه لا يحب المظاهر ولا يحب التباهي بفرائه فلانه ليس معروفا بشخصه في المجتمعات الراقية انه لا هو ولا اولاده اعضاء في ناج الجزيرة رغم انه ناجم اصبح يجمع كل من هب ودب انه بجدابه ولدته لا يتحرك ولا يكون السلام عليكم اللي اذا وجد كل ما تقوم عليه جميعا خدوهات ماذا تساوي الدنيا بلا خدوهات وكان للحاج عبدالغفور عدد كبير من المظفين والمعاونين بلا وتمان العمال وكان معاونه طبعا من المتعلمين ولكنه لم يكن يؤمن بمنتهى العلم لم يكن بين معاونيه مهندس معروف او مدير معروف فقد كان يعتمد كل الاعتماد على ذكائه ولا يريد من المعاونين الا خدمة هذا الذكاء ان يكونوا جنودا لذكائه وقد قيل ان انا ضمن الحكايات التي نسمع عنه انه كان جالسا لذك مرة في مقن قريب من وكالة البلح تعود ان يمر عليه ليشد تنفسين شيشة قبل ان يعود الى البيت وسمع بعض من حوله يتحدثون عن الات الصهر والقطع الحديثة التي تعمل في بلاد بره ولم يشترك لحد عبدالغفور في الحديث ولم يقول كلمة وفي صباح اليوم الكاري جمع اثنان من المتعلمين الذين يعملون معهم وروا لهم ما سمعوا ثم قال شوفونا الحكاية دي وبعد بضعة شهور كانت قد استورد اهلات الصهر والقطع منهم مؤجزة الخارقة ولم يكن ابنه عبدالوهاب ولا ابنه عبدالسطار من معاونين بل انهم لم يذهبوا يوما الى وشالة البلح ولم يرى مخاذ الملايين اليهم وكان بينهما وبينه احساس من عجفاء الصمد كان ينظران اليه كأنه انسان جاهز لن يمكن ان يرتقي بنفسه ولا به ربما لانه يحتفظ بمستوى الاتقناعي المعازل المتواضع ولا يزال مسررا على الجلباد الواسع واللبة اللي بيحطها فوق رش اما هو فكان يعملهما لان كل منهما مسؤول عن نفسه انه عاش مسؤولا عن نفسه وكل ما وصل اليه لم يكن دابينه فضل فيه هذه هي الحياة كل ابن يولد وهو مسؤول عن نفسه واللي جالك تركهما دون ان نحاول ان يسدهما الى دنياه الى العمل معه وفهم افرار وكالة البلح انه اكتشف بنفسه افرار الوكالة هل يكتشفها ولده ايضا لو ارادوا احدهما اكتشفها ولكن ما كان يقوله الناس عن الحج على اطمور انه بسير كم انتهى البخرة حتى انه يخاف على ما يملكه من وعدينه فلا يكون لهما كم يملكه ولا ماذا يملكه ولا اين يحتفظ بما يملكه حتى با يتير طمع احدهما فيه بل ربما كان يتعمد ابعادهما عنه كنوى من الحيطة واتقاءه خوفه من شرحنا وكان لجانب مصروفات العائلية العادية يخصف لكل منهما مصروفا مسبوعين وكانت الامهية الوحيدة التي يتعامل مع عمالين في البيت يعطيها مصروف البيت ويعطيها مصروف الاولاد والبناية ويتركها تنصرفها ووقفت انها لن تزعجها ابدا منها هي الاخرى لم تتغير من تتزوجها عبدالغفور كان ابوها يعمل معه عاملا شيالا في وكالة البلح وكانت تقيم في دخل بولاد ومن يومها لم تحاول ابدا ان تركفى الى مستوى اخر او تعيش في التمع الاخر حتى بعد ان انتقلت لتقيم في الزميات انها لا تهتمت بان تتعرف بسيادات الزماني ولا بشكل العمارة التي يعملتها جميلة انها تتكفي لانها زوجة طرح بالعمارة وتتباهى بالاساوئ الذهبية التي تكشب بها للقائد وعبدالغفور اذا ذهب من الاساوئ الذهبية لا لمجرد اشباع نسواتها في التباهي كعيد ضعف لكن انه يعلم ان جمع الذهب هو جمع امواله تحويش وفي اي وقت تستطيع ان لها تذهب ويفهد امواله مع ارتفاع المتحاب انه مع بخري الشديد يبقى مستغلا بكائه فكائش انه مثلا كتب الامارات التي ملك الاسماء ولديه وبناته ليس نازلا عنها ولكن فهربا من الضرائب وليس لأحرم فيهم ان يتحكر في اي المرض باسمه فالقد لا يعلم اي واحد منهم تم تدر هجير المرة مقيمة في الادارات ان الادارة والتفرس له واحدة بل انه كان زيما باعماله وتحقفة من الضرائب ايضا قسم هذه الاعمال في ثلاث الشركات جعل شركتين من الامان باسم اولاده وهو ما لا يعلمون عنها شيئا انهم موقعون على الاوراق يحمل عليهم مجدول افادي في كتير اليهم وهم صمتون لا يسألون ولا يتهمون كما ان دخل الحج عطل غفور لم يؤثر في خفه على تعليم اولاده لا شك انها يعاني عقدة النفسية الذاتية لانه لم يتعلم ولم يتعلم مدارك في الحياة وهي عقدة متغذلة على دخته كان حريصا على تعليم اولاده دون ان يسأل نفسه ماذا يريد ان تعليمه بل لم يكن يتخيل كما يتخيل الاباء لابنائه المستقتلن وتمانينا من الاهم دكتور جوهند سوحان لم تكن هذه التخيلات تغطر على الاية انما فقط يحس بالراحة من الهؤد الاسم ان اولاده وهم قطعة منه ويحملون اسم يدخلون المدارس ويجيبون القراءة والكتابة لذلك حرف على ان يدخلهم المدارس حتى بناتها الارضة وقد وصلت نظيرة وهي صغرهن الى الجامعة لانها اختارت الجامعة الامريكية ان النظيرة اقدر اولاد عبدالغفور على التحرر من العقدة التي يسببها لهذا الاباء وقد دخلت الجامعة الامريكية ربما لمجرد اثبات شخصيتها تبنت الارضة للبنات المكتب وابوها لا يحاول ان يرثم الفرق بين الجامعة الامريكية والجامعة المصريية يكسين اسمها جامعة كمع والسرعان اما البنات التغاثة فقد تزواجنا جنة ان يقتنين التعامل السنة وكان ازواجهن من شباب العائلات الارضة ولا شك ان اقوى ما دفعهم الى الزواج منهن وما يعرفونه عن طراء عبدالغفور وعبدالغفور لم يكن يهمهن من كل من يتقدم من احدى بناتك الا ان يعرف عنه ماذا يعمل وكان يكفت ومن هو ابوه وماذا يملك ولكن فقد طلقت اثنتين من البنات بعد ان فوجه زوجه وماذا بخلق عبدالغفور لماذا يعطي بناتهم بعد ان تزواجهن ان لكل منهن زوجة مسؤولا عنها يتولى امره وكان زوج البنت التغاثة هو الذي استمره بزواجه فقد كان خبيثا فابيرا يستطاع ان يقنع عبدالغفور وان يعمل معه في شركاته بصفته محاسبة من خارج التجار والاهم انه قادر على انتظار الاخر ومنذ دخل عبدالستطار وعبدالغفور مدارس روجس الاطفال وهما بعيدان عن وابدهما كل منهما يبحث عن مستقبله ان اداهما لا يفعلهما ابدا عما يجري لهما او عما يدرس انه فقط يسأل احد معاملين سؤال معادرة عن المدارسة التي يلطح فيها ادنا قد استطاع عبدالستطار المستمره في التعليم حتى دخل كلية الهندسة لكن بعد الارثمتين فقط وهو طالب كلية الهندسة ساكر فجأة ليتم تعليمه في الديك ولا ادري كيف اقنع اداه لا شك انه اثار في الزهب ان ابنه يتعلم في الخارج ليكون عالما في مستوى خوايات ومن يومها لن يعد عبدالستطار الى مصر وقد قيل انه تزوجه هناك زوجة الديكيزية وانه يعمل ويكسب الاحد يدري ماذا يعمل وكم يكسب ربما كان كل ما وصل الى عبدالستطار وسعد وسعد به انه اصبح قادرا على ان يعيش سعدا عن اديه كل هذا كلام كل هذا كلام كنا نسمعه نتداوله عن حج عبدالغفور البرع بعائلته ولكني لم اعرف حج عبدالغفور معرفش خطيره ولا ابنه عبدالستطار ولا بنت من جناته لم اعرف الا عبدالهاب ولم يفكر عبدالهاب يوما في دعواتي الى بيته ليعرفني بعائلته ولا ندخل بيت الحج عبدالغفور احد من اصدقائه او من معارف اولاده ومنذ كان عبدالغفور زميلا لي في المدرسة الاتدائية وانا اعتبره شخصية عجيبة كنت احس به احيانا كما قلت كأنه صديق حميم يلزمني ويحكي ويحكي بيه واحيانا يبتعد عن عجل ويحيي احد الاخر من بعيد كأن ما بيننا هو مجرد طار منذ كنا في المدرسة الاتدائية وانا احكم عليه انه لا يطيق العلم ولا المدرسة قد انتقلت انا الى المدرسة التانوية وبقي هو راقبا في الاتدائي الى اللحق بعد عامين وكنت دعيني اعتساءل لماذا لا يترك المدارس وتفرعوا لشرف الابي في احتجاراته ربما كانت له مواهد ابيه ابوه كان يعتمد على ذكائه ولم يكن في حاجة الى الدراسة او المدارس ولكن ربما كانت وقبت عجل الوهاد انه لا يريد ان يكون كابيه ولذلك يصمم على ان يدخل المدرسة ويحصل على الشهاد وكنا كلما كبرنا وانا ازاد حيرة في عبد الوهاد وهو فاجأ منهم بتصرفات تجعلني احيانا اعتبره مجمونا او شاذا قد التقيت به مرحيانا ونحن في عمر الصغار وهو يصير في الشارع متدين للدس الكامل لعيب اطورة القبول حذاء لعيب الكورة والزوارب والمطنون والقبول وقلت له انا اكتب بحكات السافرة على فين يا كابتن فقال في جدية عندي تمرين قلت ساخرا انت بقيت لعيب كورة طول عمر الكابتن يا كابتن لكن انت بتلعب فين فقال في صوتي الجايد وهو ينظر اليك الناس يومني يصير للقميص الذي يعتديه كان الشايف انا بلعب في الترسانة طبعا تعال معي وكان فعني أبتدي قميص فريق الترسانة وقد صرت معه حتى ناجي الترسانة كان يأسير مع مدنون مستعمل لا يمكن ان يكون لعب كورة ويسير في الشارع هكذا ومرتدي ملابس الملعب لا شك انه يعاني عقده طبعما كانت عقدته منه انه يريد ان يشتغل بشيء او يعرف بشيء واختار بخياله ان يعرف ان يشتغل بانه لاعب كورة حتى دون ان يلعب كورة لذلك فانه يتعمد ان يلبس ملابس الله ويسير بها في الشارع امام كل الناس قد دخلت معه ناجي الترسانة ولم افادع عندما لم اجد احد يعرف فدرسي بالنادي ولم اجد ما يدل على انه كان يتضرب في المرأة ولم يحاول هو ان يسسر لي اي شيء لكنه صار فيه ان جلسنا معنا على مقعد من مقعد مضارد النادي وهو يتحدث عن كورة انه يتتبع في العرب كل مباراة كورة القطر وربما كنافة ملاب ولكنه لم يلعب قبل انه انما اكتفع المثير في الشارع كنه يلعب كورة قد كنا ايامها في الخامسة عشر من العمر وبعد عام واحد وجت عطلوهاك حراف اخر وقد اصبح يتردد كل يوم عند الظهر الا بار في حال الزمر وهو بار مغلق الابواب بحيث لا يتطيع من يمر به ان يرى من بداخل وهو الذي سحب لي الى هذا البار وطلب بمجرد جروسه زجاجة من البيرة لنفسه لانا يتعني ماذا تطلب ولا كل منا نطلب من نفسه ويتفع حساج نفسه وقد شرب زجاجة البيرة بسرعة وطلب زجاجة الثانية ثم زجاجة الثالثة ثم زجاجة الثالثة ثم زجاجة الرابعة وانا انصحه ان يكفي عن شرط الثالثة فاصلت قام بعد الثالثة ولم يكن يترمح في خطوات يحترموها الفاضحة ولكنه كان يهتزك وقد علمت انه يذهب الى البار كل يوم في الظهر ولا يشرب الا الزيرة الى ان يشبع في عود الى البيت ومام الى ان تتبخر الزيرة من رأسه الى ان مر عام اخر ودخل عبد بهاد في حالة البديدة وهي الحالة التي لا يتزاين تمكن منه حالة اليوم حالة التدين لقد تدين حتى اصبح غارقا كله في الجامعة انه لقضي كل اوقاته بعد المدرسة في الجامعة فيقرأ دعينه القرآن والتشفيرات واذا اراجع مذاكر فانه يذاكر ايضا داخل الجامعة قد وصل به التذمت لحد انه اطلق لحيته ثم حلقها ثم عادوا اطلقه ويدخل فيه نقاشات طويلة هل اطلاق اللحية سنة محفوظة ام سنة اختيارية هل من حق فاجل ان يكشف انشار رأسه ام ان السنة تحرمه كان احيانا يضع رأس الطاقية اقرب الى اللد التي على رأسها به واصبح مصررا بعد انعود من المدرسة من يخرج البدلة ويرتدي جبادة ليخرج به الى الشئة انه يرتدي البدلة مرغاما في المدرسة ولكن افتدام البدلة خرام ليس من شرائع ولا مظاهر تدائن البركة كل البركة في الجباد والمظهر الذي يصنه شخصية وكرامة الجباد هو ان لا يبدو الا بداخل الجباد وكنت قد سبقت عبد الوهاد بسنوات وحصلت على سلمة العمى وانضحقت الكلية الهندسة اما هو فقد مضى علي تسع سنوات وهو لا يزال في الدراسة السنوية ثم فدأ ودون ان يحصل على السنوية سافر الى الخارج لا ادر كيف سطاع ان يقنع اباه بالانفاق علي في الخارج ربما كان الاب يداري اقتطعه بالتظاهر للتباهي بأن له اولادا في الخارج ربما اراد ان ينطي عبد الوهاد ما اعطاه لابنه عبد السطار الذي يقين في الخارج وتفظهر به وقد سافر عبد الوهاد لان يقول لي ولكني سمعت من بقية الاصدقاء الذين يعرفونه وكنت اسمع انه يقين في لندن ثم سمعت انه انتقل الى فاريس ثم الى السيسرة وعم يحدث ان ارسل اي سطاب اثناء سافري الى ان انتقلت به بعد اربع سنوات في شوارع الزمالك واحتضنني في شوق وفي لحظة عفست به يعطيني كل احاسيس الصداقة كما لم نفق واكتشفت بسرعة انه قد عاد دون ان يتغير انه لا يزال مغرقا في التدير والاحيانه والاحياته تتدلى من تحت ذقته ويردد الشعائر من الكلام ولكنه لا يرتدي التدير انه لا يرتدي بدلة لعادل ذلك من تأثير اقامتي في اوروبا وانا يقول لي خلال هذا اللقاء انه حصل على شهادة انما من اوروبا او تخصص في علمه من العلوم او منها من المهم وانا لم اسأله وخلال كل هذا العمر الطويل لم اعرف العبداليهاب اي علاقة مسائية لا علاقة عاطفية مع فتاة ولا علاقة جنسية مع امرأة بل انه لم تكن سيرة البنات تأتي ابدا في كانت لم ارحب عليه ابدا انه تطلع الى اي مرأة ونحن نسير في الشارع مهما كانت هذه المرأة مسيرة حتى عندما كنت اضعون في الاعتماعي والنبي لم تلفت نظر واي جنة لم يحاول ان يتقصى عن اي جنة بل لم يكن يتحدث عن الجنات كحديث ما تفل به ونطلق وعندما كان يجلس بيننا ونطلق مثل عزير هذا الحديث دي وجه عما يجلسك حتى بعد ان سفر الى اروبطة لقد عرفت انه سنعقيم مادة امن في سنسيونات التي تجمع طلبة نصري معارضة وكانت طلبة يفحبون النساء وكان عبداللهاب يعطور ويرفض ان يشارك اصدقائه لهوهم ونطلقه ويدخل غرفته ويرفض عن نفس الباب وابد الله يصلي والسفر الواحد ولا اكاد اكون وافقا متأكدا ان عبداللهاب رغم انه الان في ثلاثين عمره لا يزال فكره لا يزال فكره ولكن يبدو ان اوروبا تركت اثرا في عقلية عبداللهاب واحسيسة في المركة لقد بدأ في الحديث هنا ان ينتجح المرأة الاوروبية انها يقول انها انسانة اصدقائه اصدقائه التي تصوم بها نفسها وتصدق ارادتها على ضد الامتين واخده يتحدث طويلا من انجاره لشخصية المرأة الاوروبية دون ان يتحدث عن مستوى الجماليه وقلت الارباح لكنا ولي عبده بصراحة كانش لكي عراقب واحدة كده ولا كده منك وقال وهو ينظر اليه في لون لكانت علاقة بالمعنى الذي اعرف انك تقصده فلا أستغفر الله لكن طبعا عرفت الكثيرات معرفة طاهرة ونظيفة انهن لا شك بالشخصية كان كيوم كثيرا قلت في خوف انا انت برت واحدة من هم قال في العجب جدا من الله سبحانه وتعالى قدرني على مقاومة الاغراء قدرني على مقاومة نفسي والحمد الله قلت وكيبني اليح عليها وننتبرك وحدة من هم بالحلاج من زواجت وقال مبتسر نتبنى لحدث نفسه انهن نقص وصف ولا أريد ان اقول انهن نقصت عقلي ولكن مين ولكنهن قطع المقص وصف واخوات البنات الححن علي انهدعت لانا تتبهت وانا قلت لهم قلت لهم اني بتمنى اني للاقي اني لتجوي بها شخصية مرأة غرفية قوتها وعلمها احتبالها للمصرية لكن عايز فيها ست مصرية متدينة فاليمان هو اساس سلامة كل بناء الشخصية وما لم اقتنى من كلام عبدالوهاد الا لانه اواجفة في جمال وقوائم مثل اوروبا لذلك اواجفة فيها كنت نعيش كل عديد ذكرات التي استعيد بها شخصية عبدالوهاد البراي هنا في دهشة لما فجئت به من اكتبالي على الزواج من فتات الالديك لا شك انه يتزواجها لانها وردها مسلمة قد استكملت في تقدير العقد والدين عقل بني اوروبا ودين اتعمت انا اتجي البدلة الكاملة وانا اولق الكرباط اني جاهد لقاء رسمي اعلام خطوم الفضيق قد جاء في نوعين اتنا واتجاهنا مباشرة وراسبنا سيارتي ان عبدالوهاد ابن المجينير الموجود عبدالرسول البراي لا يمضيك سيارة ولا يمضيك في حياتي السيارة فلانه لا يعرف كيف عقود السيارة انه عباه مقتنى بان ابن موليد من اولاد السيارة فليشتريها من الناس بعد ان يكون الى هم فقلت وان عقود سيارتي وبجانيج عبدالوهاد صاميكا هلسمك ماك مخطيبتك وهذا الراي كانه يومني لهذا السؤال لكنه لا يسمى الحقي انها اسم خطيبتك لا يفرح لكنه عاد وقال اسمها امي اصبح اسمها امي قلت وانا لا تم بلم هل تعمل ام انها هنا لفزحة والسياحة قال باختصار وابساط برصبي انها دكتور طبيعة وثلاث واجبت نفسي اقود السيارة بسرعة تفوق ما تعواته وابدل مجهود حتى لا تبتعش هداي فوقعه على الجنة تركيا احس كاني مكتب عن عملية الخطيرة موسيئة واحس بالدفاع ثارش لروعة هذه الدكتورة الامريكية اريد ان اراها واعرفها واحس كاني في طريقي امتشفها المصدر ونقصة ضعف التي اعتردتني في كل حياتي هي اجمال الهوايات المسيطة بالاسخار رحمن الرحيم احسان عبد القدوس لن اعيش في دل باب ابي الفصل الثاني كان اول ما فوجئت به اني لم اجد في البيت اي مظهر من مظاهر الاستقبال التي لتطلبها من اسابة اعلان الخطوة كنت انا وعبد الوحيب وحدنا يرتدي كل منها بذلة ورباط عنق فبدأ هنا كان انا غرباء مستقبلتنا فوزية رحبة البيت استقبالا عاديا كان ليس هناك اي مناسبة تشيع فرحة الترحيب بل انها لم تفاجئ به رغم انها قد مضي اكثر من اربع سنوات منذ سفرتي الى امريكا وعادت دون ان ادقعه وهي جعلتي وصديقتي منذ اين الطفولة ربما غيرت حياتي في امريكا فلم تتحس بالشوق او تندفع مرحبا وكانت ترسدي قنيصا عاديا وبنطرولا كان ليس هناك ما يستحق ان تتعب وتتعب نفسها وتتزاين من اجله ثم صافحت زوجها مؤنس خرف الله الدكتور مؤنس وكان هو الاخر لا يبدو انه يحتفل بمناسبة ولا حتى باستقبل ضيف انه يرتدي بانطرول شرط كأن لا احد غريب في بيته ولكنه كان اكثر حرارة في التوحيب به وكانت العروس ترتدي لشربة من اللون الازرق ايضا تغطي كل شعرها لا شك انها متأثرة بمفايمته من تعاليم الاسلام وقالت لها فوزية بلغة انجليزية ولهجة امريكية امينا تعالي هيجب ان نعد شيئا نقدمها كأنهما لم يحسب احساس زيارتنا قبل النصر قامت امينا فورا خلف السوزية وهي صامته كأنها تلقت امرا لا تستطيع ان تجادلها وتتبعتها وهي تجرجل ثوبها الطويل بين قدميها ثم قلت العبد الوهاب هل تتكلم امينا العربية قال عبد الوهاب وفي عينها وفي عينها لمحة صريحة انها تتكلم العربي وترتى الايات القرآن بالعربي لكن طبعا لغتها الاغصية هي الانجليزية قلت وانا ابحث عن كلام قد كانت فوزية تكلمها بالانجليزية لاذا سألتك قال عبد الوهاب مبتسما نعم يتكلمان حكم التعاود فقد عاش امان في امريكا اربع سنوات وامينا لم يمضي عليها في مصر ثلاثة اشوار قلت في صوت خفيد كأني اهمس هل اعلنت اسلمها في امريكا قال عبد الوهاب ويعمس عيبا كأني علوته بالهمس لا اسلمت بعد ان جاءت الى مصر وكنا جالسين وحدنا في الغرفة في الشرفة فجاء الينا الدكتور مؤنس يدعونا الى الداخل قائلا ضحكا اعدادنا ما يقدم لنا على وشك انيتم تعالوا قبل ان يفوتنا القطار وقمنا الى الداخل وكل عقلي يمتلق بأمينة يمتلق بأمينة هذه المرأة الامريكاة المسلمة اني بعد ان رأيتها ازازت حرتي فيها واشتد احساسي بأني مقبل على عالم اسراف ولكن بمجرد ان تركت الشرفة وجدت نفسي اقد انشغلت ونظيرة اخت عبد الوهاب والابن الوحيد للحج عبد الغفور البوري التي استطاعت ان تستمر في التعليم الى ان وصلت الى الجامعة الامريكية انها شخصية غير ما يمكن اتصوره لابنة الحج عبد الغفور انها هي التي تتكلم كل الكلام ونحمد بصنعها انها تحكي عن جرافتها ونوادر الجامعة وانها ازداد اعجابا بها الى ان دخلت عينها فوزية وبتموكها امينة هي الجران مائدة صغيرة تحمل معدات الشاي وابريقا من عصيد الليون وضبقا من البشتوت وتحمل ايضا بعض الزجاجات زجاجة كمباري وزجاجة جين كان البيت اعترف بالحرية لك حق ان لا تشرب الخمس ولك حق ان تشرب فوزية شربت كمباري وشربت معها وزوجها ابن مؤنس شرب من زجاجة الجين وكل البقين اكتفوا بالشاي وامينة اكتفت بصرب الليون قد حدث عن مادة الدكتور مؤنس يده الى زجاجة الصودة نضيف منها الى كأسه فقامت امينة ساعده وما كدت تلتقت زجاجة الصودة وفهم ان تصل به الى مؤنس حتى قال عبداللهاء في صوت كأنه زئير الاسد حرام وبسرعة غلقت امينة الزجاجة من يدها بينما لوت فوزية شفتية كأنها صفتة ثم قالت سفيلة باللغة الانجليزية كأنها مختلفة ستكونين زوجة مطيعة وكلنا تبادل الاحاديث العائمة ونذيرا اشترك معنا دائما الى ان قالت ان ثوبك اطول من المعقول يا امينة نظرت امينة الى اطراف ثوبها ولم تتكلم وقال عبداللهاء الثورد هذا الثوب المرأة كما يجب ان يكون منها اكثر ايمان الملك ولم ترد اخته نظيرة ولكنها ضحكت ولكن ثوزية قالت في غل ليس احدهما اكثر ولا اقل ايمانها من الاخر ان الاسلام يعترف حرية الفرد في حد التعاليم ونظيرة حرة في تقصير ثوبها مترا وامينة حرة في اضغال ثوبها مترا هدم الثوب لا يكشف عن عوره كانت تتكلم بلهجة الاستاذة المتأكدة من ثقافتها قالت نظيرة كأنها تريد انطلق بالموقف نتكلم في الاهم والاهم ان اتفق اليوم عن الخطوبة اخي عبداللهاب وامينة قالت ثوزية في الزراء تفقوا قال مؤنس في مرح لماذا لا تتم الخطوبة اليوم الان منذ اسابيع هم هدوسون بكثتهما قالت نظيرة ضحكة لابد ان يكون لعلان الخطوبة فرخة وحفلة وقال مؤنس ان الفرحة فرحتهما من نعمالهم من يوفر التقاليد القديمة التي بلايتها نعمالهم وقالت ثوزية ثخرة ملتفتة الى عبداللهاب هل معك الدبل؟ تنحن عبداللهاب كأنه يهم ان يلقي استضم طويلا اني لا اريد الام الخطوبة لاست الخطوبة شريعة مفروضة لمعلن الزواج مباشرة لنتزوج قالت امينة ضحكة لك حق قالت نظيرة ولا تضحك لانها لا تخدق ما تسمعه وماتى يكون الزواج وقال عبداللهاب فورا الان نبعت نجيب المأزونه على بركة الله او على الاكثر غدا وصحت امينة لا مستحيل انا لفتن استعدى للزواج الان ولا غدا قالت لها نظيرة ضحكة متى غروسة قالت امينة ما يتحني غفاك ان اخذ نقول له ليس قبل اسبوعين ودارت الاحاديث والمنقشات بيننا وكلها تنظر بالسعادة والمرخ وان كانت فوزيها هي دائما اكثر من الجدية في حديثها حتى انها كان يبدو عليها انها لا ترحد بهذا الزواج ثم تم الاتفاق نهائيا على ان يتم الزواج بعد اسبوعين وفي ليلة الجمعة احترم للتقاليد وقمت من صرفا بعد ان عربت على ابنة عمي خيرية ان اوصها بسيارتي كنت اريد ان اعرف منها شيئا عن روزالي اقصد عن انينة لابد انها تعرف عنها شيئا وكنت اقدر ان عبدالوهاب يريد ان يقصي مدة اطول مع عروسه لكن استوقفني وجاء عناي بعد ان فضح الجميع مصفحة الاسمية حتى عروسه لم يقل بها كلمة اكثر مما قالها وطبعا لم يحاول ان يقبلها كمجرة العادة بين عروس وعروسه بعد ان اتفقها على العلالة في الزفاف اما اخته نظيرة فقط فضلت ان تبقى وستعود الى البيت وحدها لها تريد ان تتحدث اكثر مع العروس ونظرت اليها كاني المها وابتسمت لها مؤدان من بعيد اني احس الاحتمام كبير من حياتنا فيها قلت العبدالوهاب وهو ينزل من سيارات امان ببع مراتهم دعني عرق زدا في النادي فقال مبتسما سأمر عليك في السابعة مساء انه ليس عضوا في النادي ولا يحب التوجد عليه كانت هذه اول مرة نحاول فيها ان نتواعد على رقاء بعد ان تعودنا على لقاءات المدرسة او لقاءات الصدر ولم اكن قد قررت ان اعتمد العبدالوهاب الاصل منه الى السر انه يبدو كأنه لا يعرف شيئا الا ان امينة خطيبته مسلمة ولكني كنت اريد ان اوطل صداقتي معه اصبحت احس كاني في حاجة الي وما كنت اتعد بسيارتي حتى سألت ابنة عمي خيرية في لاسا هل تعرفين هذه الفتاة الامريكية؟ وقالت ضحك عائفة منذ جاءت الى مصر اقامة دسوزية وقلت في صوت ملحوف ولماذا جاءت الى مصر؟ قالت نسلية ابتسامة انتخفص من دحكتها لا ادري ان كل ما تقوله انها حسب انها تريد المجيء الى مصر وصممت على ان تجيء الى مصر قلت ملحا ولماذا تقيم عند دسوزية؟ قالت وهي تهزكت فيها كأنها لا تصدق ماذا ستقوله لقد كانت صديقتين جدا في امريكا كانت تقيمان في امارات الواحدة كان من المفروض ان تقيم معها عندما تأتي الى مصر هذا كل ما يقال لنا قلت وكأني انهر خيرية لانها لا تستطرت في حديثها وعرفتي عنها وقالت خيرية ولهجتها ساسرة انها طبيبة متخصصة في علاج اللفة ولكنها لا تستطيع ان تمارس طب حتى الان في نص لانها لم تحصل على الايث لذلك فقد التعقد بالعمل كاسكرتيرا في مكتب احدى الشركات البترول الامريكية حتى تحصل على العمالة يقفل لها مصرف القناة وفي الوقت نفسه تحاول ان تتغرص وتصادق طباء الاسنان لان طبيب الاسنان يستطيع ان وصل بها الى ممارسة العجل لفة وفوزية متحمسة لها جدا ولكنها انسانة عجيبة حتى اني لا اصدق انها طبيبة رغم ان حديثها يدور موظمه عن ايام دراستها وفي يوم اتصلت بفوزية وقلت لها اني اريد ان تزورني رجالين لاني اعصد اتها سلاستي كانت فوزية تقوم لها بالدعاية فعلا كطبيبة ولكني في الواقع لم اكن في حاجة الى علاج لفتي ولكني كنت اريد ان اعرف رجالين اكثر ان اتفرج عليها من شدة ما كنت اتعجب منها لان ذلك في الايام الاولى لوصولها ولم تكن قد اعلمت اسلامها بعد ولم يكن اسماعا قد اصبح رمينا بدلا من رزالين قد جايت الي في الحال ويتعمل عقيبتين عقيبة صغيرة وعقيبة كبيرة فتحت العقيبة الصغيرة وقبل ان اتمد يدها اليها طلبت مني ان افتح فني واخذ التكشف عن ليفتي وتتحسسها باصابعها ثم اخرجت من حقيبة الصغيرة ادوات تغيناها على الكشف كل من في البيت قد انتف حولانا يتفرج على هذه العجوبة الامريكية الى ان انتهت من الكشف واوسط بالدواء ثم اغلقت حقيبتها الصغيرة وجلست بيننا كصديقة وقالت متسمة اليس بينكم من هو في حاجة الى حذاء وفجئنا ودهشنا مما تقوله قبل ان نرد عليها مدت يدها وجذبت الحقيبة الكبيرة وفتحت لذابها المستحمة بعدد من الاحذاء احذاء الرجالي واحذاء النسائي واحذاء الاطفال ورفعت عينيها الينا تصالد دشتنا ثم قلت في بساطة تتسم انا رباحة وضحكت ابنات عمي خيرية وهي تهزع احذاء تتعجد لذكرة بهذا اليوم بينما انا اقود السيارة وقد فضلت شفتي من الدهشة كاني اسمع قصة الغريبة المثيرة اذا انا عادت خيرية تحت قد اخذنا من قلت في الاحذية بأيدي 13 من الدهشة بينما هي تتحدث بانطلاقها من قضاعة التي تعالضها كأنها تاجرة معترفة هذه احذية امريكا من بلد امريكي وهذا الجرد كذا وهذا النعلي كذا وقد فعلناها يومها من هذا اتيت الاحذية من امريكا التي تبعيها في مصر وسكتت برها كأنها فجأت بسؤال ثم وشدت ظهرها وقالت في بحجة انتعارية اني المعائلة تاجر في الاحذية ولن يسألها اكثر من ذلك قد اشتريت من الاحذاء والحقيقة انها لم يعجبني شيء من الاحذية ولكني اشتريت مجملة لها ولعلها مجملة تحمل احساسي بالتعجب والاشفاق قد دفعت لها الثمن الذي حددته ثمانية جنيهات الاحذاء الذي اشتريته وخمسة جنيهات اطراب الكشف على الاسد قطعت خيرية مجهوفا انا تزال تتاجر في الاحذية قالت خيرية ضحكة لا لقد بعتنا كنا معها ولم تساكل الامريكا لتعود بشوهرة المقرنة بالاحذية وكنا قد وصلنا الى بيت ابنت عمي وقلت لها مريحا ساركن السيارة وافعد معك لتحكي المزيد قالت ضحكة ليس لدي المزيد ان الرزالين شخصية لا تستطيع ان تكتشفها بسهولة وهي تصمت طويلا وقد تقتل جلسة كلها وهي صامتة وقد تتكلم فاذا تكلمت فانها لا تسكت عن الكلام وكل كلامها من صبع على اراء ودراسات لا تفهم منها شيئا اما فوزية فالت تحد ان تتكلم كثيرا عن صديقتها رزالين واذا تكلمت لا تجد في كلامها شيئا غريبا كأن رزالين برى تضيفها عادية من امرك لذلك فلم تجد عندي ما يجبال حفتك وتصبح على خير لا تعددني بالحاحة يا ابن عم فتح الباب السيارة وجلت الى البيت ضحكة كلمة طازمة كنت اعلم اني لن استطيع ان اكتشف ازرار رزالين الا اذا كشفتها لي فوزية البجوري وانا اعرف فوزية منذ كل ناصدها كانت جارتنا واهلي متعارفون باهلها وكانت لها شخصية تميزة عن كل بنات الحي كانت شخصية اقرب الى شخصية ولد لاذنت كانت تبدو دائما عنيسة والنظراتها تنتبق في جرقة وكانت اذا وجدتنا انلعب الكرة في الشارع اصغط على ان تلعب معنا واذا وجدتنا في مشاجرة مع اطفال وندرب بعضنا بعضا حشرت نفسها معنا في المشاجرة حتى بعد ان اصبحت شابة رأيتها يوما في النادي الاهلي تتدرب على رفع الافقار ثم علمت انها تلعب الشيش بالسيف هيغلب عليها دائما ومنذ صغرها طابع وضوق الاولاد انها تقص شعرها دائما بحيث يصبح قصيرا كشعر الاولاد ودائما بالبطلون والقميص ونادرا ما كنا نراه بفستاد والمهم انها كانت دائما تصر على فرض شخصياتها على البنات وعلى من تعرفها من الاولاد كأنها كانت تحاول دائما ان تكون السعيمة وتختار بنتها من البنات وتفرض شخصياتها عليها حتى تبدو هذه البنت كأنها قد استسلمت لصوذية استسلاما كاملا قد يرمر روحان او عامل وهذه البنت المستسلمة قد استسلمت لها ليس تنسيرة وان كان قوامها دائما رائعا ولكن اهم ما فيها انها جذابة وذكية وبجاذبياتها وذكائها كانت تختار دائما ومنذ صغرها ولدا ثم شابا تفرض عليه شخصياتها ويلازمها وتترك الاشعاعات ترسم قصة حب لها مع هذا الشاب رسمت الاشعاعات لها في يوم من الأيام صورة حب لها مع صدقنا المحي ثم ذهب محي وأصبحت القصة مع صدقنا عادي إنها دائما مرتبطة بالقصة قصة مع ولد وفي نفس الوث بالوقت قصة مع بنت وكان ذكاء فوزية يوصل لها نجاح لدرستها إلى أن يتعقد بكلية القصة العلمية السياسية ولكنها بعد أن تخرجت لم تعمل فلم يكن من أهدافها وما من إحكاداتها أن تعمل وهي لا تقدم على أي خطوة إلا إذا كان لها هدث تحتاج إليه وكانت حاجة إلى الزواج وكانت أصبحت في قصة حب مع مؤنس فتزوجته تفرغت للزواج محتفظة بكل شخصياتها وكل حرياتها إلى أن تقرر أن يسافر مؤنس إلى أمريكا في بعثة دراسية وسافرت معه وعادة بعد أربع سنوات وبعد أن حصلت زوجها على الدكتوراه وهي أيضا حصلت على مجستير في أدارة الأعمال وربما انتحقت بالجامعة هناك إلا لأنه كان من هدفيها أن تعمل ولكن فقط لكي تشغل وقتها كي أن الحياة في أمريكا لا تطاق إذا لم يكن لك عمل يستحن به الوقت لذلك فهي لم تحاول أن تلتحت بأي عمل بعد أن أعدت بل أنها لا تفرح ولا ترحب بأن تنادى بلقب دكتوراه فوزي قد كانوا ينادونها بهذا اللقب رغم أنها لا تحرن صور شهادة مجستير إنها كلها متفرغة لبيتها هذه هي فوزية كما أعرفها وأغلب ما أعرفه سمعت عنها إن أنا بعد أن تخطينا الصباح لم تأترجعنا صداقة مجتمرة ربما لإني كنت دائما أعتباح إنسان غريبا وإنسان فعبا ربما كانت هي لا تحاول إصطباط به بصداقة لني لم أكن حق لا هدف تحتاج إلي لكن كان لنا من أهل الحي أصدقاء كثيرون ومشتراقون وكنا ندعى إلى دعوات كثيرة تجمعنا وكنا دائما عندما نجتمع يفرح كل منا بالآخر فحب ذكريات الصباح وأنا الآن في حاجة إليها ربما كانت تبدو حاجة متافية فماذا يهم من معرفة أي شيء وكل شيء عن المسلين لكنها بالنسبة لي حاجة ملحة لا لي أطمئن على مستقبل صديقي العبدالحاد الذي ستدواجه هو زليم فحسب ولكن لإني كنت كما قلت مصاب بإدمان الكشف عن الأصراف وفي اليوم التالي كم زيارتنا لفوزية هدفتها في التليفون وتعمت أن يكون حديثا عن ذكرياتنا وعن الأحداث التي قد تعموها وعن أهلي وأهلاها ودون أن نصير موضوع روزين من قريب أبعيد كنت أحاول متعمدا عن السعيد في صدقاتنا قبل أن أستغلها في الكشف عن الأصراف قد أحسست كأنها سعيدة بأحدثنا وتضحك كلما ذكرتها بواحد من أرتقاءها أو قدعما أو كلما يرتهب إنها لم تستطيع أن تكون لعبة كرة والأحاديث التليفونية تعددت إلى أن كنت نحن ما تستطيع أن أراتي قالت في بساطة استنطيع أن تأتي لزيارتي في أي وقت قلت ضحكا سأزورك سأزورك بصفة صديقك لا صديق عبداللهير كان استقبل ثانيا عندما زرتك في المرة السابقة قالت ويتضحك وسأستقبلك لأنك ديت لي لا للفرج على روزين أمينة إني لم أتعوض بعد عام سميها أمينة قلت مضعبا إذا كان من الصعب عليك التعوض فابدلي مجهودا أكبر حتى تتعودي عليه وكنت أحس أن أقول هذا الكلام إني أناسقه أحاول أن أجذبها إلى صداقاتي حتى تطمئن إلي أكثر قد حددت موعدا لزيارتي في العشرة صباحا أريد أن أراها وهي وحدها بعيدا من زوجها حتى أستطيع أن أجذبها أكثر إلى الحديث وليس بيننا ما يمكن أن يثير الشك إذا قبلتها وحدها وقالت مرحبة فرحة لتكن الساعة الحديث عشر حتى أكون قد انتهيت من مطالب البيت منها ست بيت متخرجها كأنها لا تحمل شهاتي في الدكتوراه أو المجلس تير من أمريكا وذهبت في الموعد وما كنت أهم للدخول باج العمارة الكبيرة حتى وقفت مشتوها وعناية بعض القنف الدهشة واضطررت أن أستند على الجدار حتى لا تقدر بأستهشة من الأرض هنا جوزلين أمامي عند الرصيف وهي مرتدية ثوبها الذي يغطيها من أول عنقها حتى قدميها وشارعها مغطي بالطرحة المفوفة وهي تهم أن تركب متسك وتمسك بحفاته بين يديها ورغتني من بعيد وصحت هلوو ثم رفعت ثاقها وعلى تمسك بثوبها ركبت المتسكل وارتفع صوت المطور كأنها زغوضة صارخة وانطلقت تزلي بها في الشارع إلى أن اختفت واستطعت أن نفيت من الدهشتي وهزفت رأسي حتى أطرد بهولي وتخلص من المفاجأة لماذا أصدم أنا أراها في ركب المتسكل من بنات أمريكا أركبنا متسكلات حتى لو كنا في القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم السنة عبد القدوس لن أعيش فيه في الجاب أبي فصل الثالث كم يكن من السهل جذب فوزية للتحدث عن غزالين إنها تبدو أحيان كأنها لا تحب التحدث عنها أو كأنها تريد أن تقول لكل الناس ملك مملها ولكن في أحيان أخرى كانت تستسلم التحدث وعرف منها أصل وفصل روزالين وكانت فوزية تكرر دائما كلما جاء ذكرها مسكينة مسكينة إن روزالين من قرية مجاورة لمدينة شيكاغو والقرى في أمريكا هي مدن صديرة ليست كالقرانة في مصر والعائلة تملك محلاً متواضراً لباية الأحذية تعتمد عليه اعتمداً كاملاً وهي عائلة كاثريكية متذمتة إلى حد العزلة فلان تكون روزالين بنتاً كبقية بنات أمريكا تنطلق بكامل حجياتها في كل نواحي الحياة ولكنها كانت بنتاً مقفولة كأنها نحبوسها في سجن وأمها هي السجنة إنه ليس منحقها أن تدخل أو تخرج إلا بأوامر أمها ليس منحقها أن يكون لها صديق لبقية البنات من نوع لمس الرجل إلا في الحلال وليس منحقها أن تصادق إلا البنات وتعودت على البنات حتى لم تعد تحب أو يخطب على بلها أن يكون لها صديق شاب يكفيها البنات وكان كلها يوم من أيامها مرشوماً خطوة بخطوة إنها تذهب إلى المدرسة في الصباح وتخرج من المدرسة وتذهب إلى الوكان الأحذية لتساعد أباها وأمها ثم تعود إلى البيت في السابعة المساء وتبقى فيه حتى اليوم السابق تجعل وقتها بأعمال البيت والمذاكرة هكذا كان في حياة روزالين حياة المقفولة وفي منتهى التزمد وربما كانت دافعة إلى هذا التزمد والبحث عن الأمن عن حماية النفس إن كل أهل أمريكا يعيشون في الخوف لا أمان في أمريكا إن البنت قد تسير في الشارع فيعتد عليها صباحاً أو مساءاً بسرقتها أو لخطفها أو اختصابها والذين اعتدون ليسوا الزنود وحدهم أو المكسيكيون أو أي من من يقال عنهم أنهم معتدون إنك تسير في الشارع ولا تدري من سيعتدي عليك حتى وأنت في البيت لا تدري ما يمكن أن يحدث لك ولبيتك إنهم هناك حريصون على غلق الأبواب والنوافذ دائماً ولا يكفي غلق الأبواب والنوافذ فمن يتركون النور مضاء طول الليل حتى يقول للمعتدي قبل أن يعتدي إن البيت ليس خالياً من سكانه حتى إذا دخل عليهم المعتدي ساعدهم النور المضاء على التصدير إن الخوف في أمريكا أصبح كأنه طابر حياة البشرية وخصوص الخوف البنات الجنس الضعيف وربما كانت غريزة الخوف هي التي كانت تدفع رجالين إلى أن تتحمل تزمتهمها إلى أن حدثت لهم حادثة كانت تركب مع أمها وأخيها في سيارة عائلة وكانت أمها هي التي تقود السيارة ووقعت أصادم عنيف مع سيارة روري ووقعت ثلاثة مصابين وقد أصيبت أمها وأخوها بارتجاج في المخ أدى إلى أن اهتزت قواهما العقلية وصبحت ابنها مكنونة وأخوها مكنونة أما هي فلم تصب إلا بجدمات خفيفة عفيت منها ولكن الناس أعتقدوا أنها أيضا قد قلنت كان أي تصرف من تصرفاتها يفسره الناس عن أنها مجنونة يا ناس أنا نفسك مجنونة إنها أمي ولكن الناس كانوا ننظرون إليها كما ننظرون إلى أميها المجنونة التي دفعها الجنون إلى التطرف والتدين والتزموت ووصل بها الجنون إلى أن قامت من نونيها ذات صباحا باكر وخرجت من البيت كما هي وحتى دون أن تضاح ذائها في قدميها وصارت في الشارع إلى الكنيسة ثم دخلت وأخذت تحطن كل شيء الصلبان والشمعدانات حتى حطمت تمثال السيد المسيح ثم سقطت على الأرض تصرخ ويا تبقي وكأنها فعلت كل ذلك وهي نائمة ولم تعد رزالين تحت من هذه الحياة وكان أبوها شفوقا عليها وكان متأكدا أنها لم يصبها شيء منها الجنون الذي أصاب أمها وأخها وأخها واستجاب الإلحاحية بأن تلطعت بالجامعة وارتطى أن يدبر لها ما فقط دراستها في المدينة الكبيرة وقد أقامت هناك في حجرة من شقة من شقق أمارة ليست عليه ولكنها عمارة قديمة مريحة لها أربعة أجنحة حول حديقة صغيرة يتوسطها حمام سلحة وكانت فوزية وزوجها مؤنس يقيمان في شقة في نفس العمارة وإلطقت فوزية بروزالين وسراء وبسرعة تفضقة ربما لأن فوزية عوادت على أن يكون لها دائما صديقة من البنات وروزالين ليس لها أصدقاء إبراهم البنات وربما لأن فوزالين وجدت في فوزية طبيعة تختلف من طبيعة الصداقة في أمريكا الطبيعة السمحة الكريمة الضحكة وربما جذبهم إحداهم إلى الأخرى استلاف اللون فوزية ثمراء غامقة ليست ثوداء ولكنها شديدة السمار وروزالين بيضاء فاقعة البيض واختلاف اللون له تأثير في قوة الجزء فمؤنس زوج فوزية هو أيضا فاقعة البيض وتوتضت الصداقة بين فوزية وروزالين حتى أصبحت روزالين تقضي كل أوقات فراغها في شقة فوزية أو معها في حمام السباحة ثم أصبحت روزالين تحمي كتبها وتذاكر في شقة فوزية من الإثناثين في الجامعة وإن كان كل منهما متخصصا في دراسة ثم تركت روزالين حجرتها وانتقلت كلها إلى شقة فوزية لتعيش في غرفة خصصة لها وتدفع إجارها لم ترفض فوزية أخذ قيمة الإجار من روزالين رغم كل صداقتهما ورغم أنها ليست في حاجة إليه فعكذا في أمريكا الصراحة في التعامل وعاشت روزالين مع فوزية وزوجها عامين حتى أيام الأتذات الجامعية كانوا دائما معها لم تكن تفترق عنهما إلى أيام قليلة خلال العام لتذهب لزيارة أهلها في قرية العام وخلال العامين لم تفكر أبدا في اعتماق الإسلام وكانت تتحدث مع مؤنس أو مع فوزية عن الإسلام كان مؤنس أحيانا يترجم لها بعض آيات القرآن أحيانا وفي مناسبات متباعدة كان مؤنس يصلي ركات لله ورزالين وراءه تراقبه ثم كانت فوزية تصوم في رمضان ولأنها لم تكن تصوم الشهر كله وكانت روزالين تصوم مع حبا لها كانها لا ترضى أن تأكل بينما صديقتها محومة الملك كل ما حدث لغزالين خلال هذه الفترة أنها لم تعد تثمتها كل التزمت لم تعد تغالي في أداء شعائر تينها والتردد على التميش ولكن ما لم يتغير فيها هو غريزة الخوف أنها دائما خليصة على دائما تتصور أنه يكفر لها الأمان ودائما تعود إلى البيت في الساعة الخامسة ولا تخرج منه إلا في صباح اليوم التالي أنها تخاف الليل تخاف الظلام وكانت تبدو في علاقتها بفوزية كأنها تحتمي بها كأنها لا تهدأ ولا تضمن أمنها إلا وهي بجانبها والفوزية كانت أكبر من روزالين بعامين وكانت بحكم طبيعتها هي دائما مسيطرة قد كانت مسيطرة على روزالين كما هي دائما مسيطرة على زوجها مؤنس قد انتهت فوزية ومؤنس من دراستهما بعد كل هذه السنوات وحصل كل منهما على شهادته وكان يجب أن يعود إلى مصر ولم يبدأ على روزالين أي تظاهرة جديدة في الأيام السابقة التي سبقت يوم الودع سوى إنها كانت كأنها واجمة تائها تفكر في شيء حائرة فيه إنها لم تقل إنها تفكر في أن تحق بهما في مصر ولم تلح عليهما أن يبقى معا في أمريكا كما بقي كثير من المصريين الذين تعلموا هناك ولم يعود إلى مصر إنها فقط واجمة وفوزية تتبعها دائما بعينين في حيثهم الحب والشفقة وتحس إن روزالين مسكينة مسكينة وطلقت فوزية خطابا من روزالين بعد وصدها إلى نصر الأيام إنها خطاب طويل ثم عقبه خطابات كثيرة كل أسبوع هي صدها خطاب جوزالين وكلها خطابات طويلة لا تقل عن ثلاث أو أربع صفحات في السكان في حين إن فوزية لم تكن ترد عليها إلا بخطابات قصيرة سريعة سألت فوزية ويتحكيني ماذا كانت تكتب لك ونظرت إلي فوزية في عجاب كان ليس من حقي أن أسأل هذا السؤال كما قالت كلام ما عندما تتكلم لا تكف عن الكلام وإذا عندما تكتب لا تكف عن الكلام وكان قد مضي أقل من عاما عندما أرسلت روزالين برقية المفتصر هل أستطيع أن آتي إليكما في نصر وأقيم معكم وهدت عليها فوزية بكلمة واحدة تعالي وجاءت روزالين وهي تبدو هائمة في الفرقة مجرد أنها استطاعت أن تجيء إلى نصر هل جاءت إلى فوزية أم جاءت إلى نصر قد سألت فوزية ما الذي دفعها إلى المجيء وقد سألت فوزية ما الذي دفعها إلى المجيء إلى نصر وقرر السياحة قلت فوزية وهتتنهت مشفقة عليها لا إنها ليست غضية حتى تفكر في السياحة ولكن منها كانت قد تعودتها ما هي إحساس بالأمان وهي تقيم معنا في أملك وبعد أن تركناها هناك عاد الخوف يسيطر عليها ويعذبها إنها ثائفة بخارج البيت وداخل البيت ثائفة في كل خطوة وفي كل دقيقة إن نشأتها مع أمها فكنت فيها عقدة الخوف ودفعتها هذه العقدة تطلحق بنا في مصر لعلها تعود وتشعر براحة الأمان وقد جاءت وهي لا تدري ماذا سيكون مصيرها في مصر وأنا نفسي لم أكن أعلم ماذا تريد أن تفعل في مصر هل ستبقى معنا أم هي مجرد زيارة وتعود قد جاءت وهي تحمل حقيبة ملابسها وكلها ملابس عادية ليس فيها ما يبهر فإن كانت تحمل حقيبة أخرى كبيرة أكتشف إنها تجمع فيها عددا كبيرا من الأحذية إن أباها لم نستطيع أن نعطيها إلا عددا قليلا لتنفق منها على لحلاتها في مصر فالطرع تجمع هذا العدد من الأحذية من الدكاة التي تملك العائلة واشترت بعضها من شركات الأحذية التي يتعاملون معها بقروض بضمانها بها كانت تعتمد على بايا هذه الأحذية كلما احتاجت إلى ما تعيش به في مصر وقد بعتها كلها سعلا وقلت أنا أدعي البحشة كأني لعالم شيئا ولكنها تعمل في مصر وقالت لها تجلهت كأنها تتحصر عليها إنها طبيبة متخصصة في علاج اللذة كما لا شك أنك تعلم لكني أعتقد أنها قطعت دراساتها خصيصة متأتي إلينا هرمى من الخوف خوف الحياة في أمريكا كانت تستطيع أن تستمر في جراساتها حتى تتخصص في نجلات أوسعة ولو أن التخصصات في الطب الأمريكي أضيق منها عندنا فهناك تضيب متخصص في علاج الأذن وعدها أو الأنف وعدها أو الحنجرة وعدها وليس طبيبة متخصصا في اللذة معن والأنف والأذن والحنجرة كما هو تقسيم التخصصات عندنا قد جاءت معها بأدوات طبية حديثة على أمل أن تزور تخصصها في أثناء رحمتها لكنها لم تستطيع أن تزورها في نصف بصفة كاملة لأنها ليس لها الحق العمل كطبيبة قدمتها إلى كثير من أطباء الأسنان حتى يستعينوا بها إذا أراضوا كما أن كثيرات من صديقاتنا أو أصدقائنا عرضوا لساهم عليها كانوا يدفعون لها كطبيبة لكنها بعد أيام قلائل كانت قد تمنت الإقامة في مصر إلى الأبد حتى تضمن تكاليف الحياة استطاعت بذكائها أن تعمل سكتكيرة في بكتب من مكاتب الشركات الأمريكية وقلت وأنا أحلق في فوزية بشك كأن هناك سر لا تريد أن تكشف عنه وماذا دفعها لأن تقرر الإقامة في مصر وقالت فوزية دور أن ترحب الشبك في نظرتي نفس السبب وقد أحست بالراحة بمجرد وصولها إلى مصر أنها تستطيع أن تسير في الشارع بلا خوف وتستطيع أن تصل لله وخالج البيت بلا خوف وتستطيع أن تنام وتفتح كل النوافذ حولها وتطفي النور بلا خوف إنها تتصور أن المصريون كلهم يعيشون في أمان ولذلك فهي تريد أن تعيش معه قلت أنا أساهم كإني أحادث نفسي قد أسلمت مسامعة فوزية ترد علي القائلة لقد ترددت أنا وزوجي مؤنس كثيرا قبل أن نعاونها على إعلان إسلامية لقد كنا نظن أن كل ما تعرف عن الإسلام هو معرفته منه عندما كانت تقيم معنا في أمريكا وهذا لا يكفي حتى نطمين إلا أنها اضطمعت وآمنت سلام بالإسلام هون يدري ربما كان كل ما يدفعها للإسلام هو حبها لأنها معيشتها معنا بل أن صديقنا مصطفى عندما سمع أنها تريد إعلان إسلامها قال إنها ربما كانت من أفراد المصابرات الأمريكية الذين يدعون كل شيء حتى يصل إلى ما يحقق أهدافها ولو كانت في الهند اللي حاولت اعتناق الدين البوذي أو الهندوكي ولكن هي أفط في روزالين لا يمكن أن تكون امرأة مخابرات ثم إننا اكتشفنا أن ليس كل ما تعرفه عن الإسلام عرفته من الله قد كانت تقرأ كثيرا عن الإسلام وخصوصا بعد أن غادرنا نحن أمريكا حافظت الكثير من آيات القرآن وتستطيع أن تطلب بعض هذه العربية اقتنانا أنا وزوجي أن دوافعها إلى الإسلام هي دوافع التحرر من وقدتها وقدة الخوف إنها تؤمن بأن الإسلام هو دين الأمان وأنه يحدد للمؤمن تفاصيل الحياة بحيث يضمن نفسه الأمان ومع إلحاحها بدأ مؤمنس يجمع المعلومات عن إجراءات الإعلان الإسلامي ومهرفها بأحد المشايخ ثم اصحبناها إلى المكتب المختص في الأظهر بإشهار إسلامي وضحك الثوزية قائلا وقد ذهبت معنا إلى الأظهر وهي ترتدي ثوبا عاديا قصيرا يكشف عن ساقايا حتى ربتيها ولم أتنبه لا أنا ولا زوجي إلا أن في هذا ما ينافي التقاليد تقاليد محافظة على مظاهر التدين أنا نفسي كنت أرتدي مثل هذا الثوب العادي لكن الشيخ الذي كان يسجل إسلامها نهرها وقال لها أن الإسلام لا يبيح الكشف عما يثير وثوبها يكشف عما يثير منها أنا عمره فوعدت مستجديرا بأن تعرص على التقاليد ومن يومها ويأتربس هذه الثياب التي تراه بها وتغطيها كل عام وأصبح اسمها أمينة أنا التي اخترت له هذا الاسم إنه اسم المرحوم أمي وإن كنت لم أتعود أن أناديها به حتى اليوم وأمينة متزمتها مغالية في مظاهر إسلامية كما كانت متزمتها مغالية وهي كاثلكية مسيحية قلت ضحكا سافرا لا يمكن أن تكون متزمتها لقد رأيتها تركب متزمتها وقالت فوزية وفي حدة كانت تنهرني أنها لا تعتقد أن الركوب المتزمت يتعرض مع تعليم الإسلام مدامة حريصة أن يغطيها ثوبها ويعركبها قد كان النساء العرب مغفجر للإسلام يركبنا الخير ثم أنها متأثرة بأن الراهبات الخالصات للدين يركبنا المتزمت العيدة والبسكليت ويقضنا السيارات ولكني خفت عليها من إصارة الناس عندما يرونها في الشارع ويعركب المتزمت لم تقتنى بكلامي إنها مطمئنة طنئنانا عجيبا على أمننا في مصر وكانت تركب المتزمت في قريتها في أمريكا ولكنها لم تكن تستطيع أن تركبه في المدينة الكبيرة كانت تفايف أن تصير أحدا من الناس فابع خطة ليستولي عليها أو ليستولي على المتزمت نفسه قد يكون بالنسبة لي له أغلى من المرأة وقلت معنا أحاول مراضاتها ونساقها على كل حال فالفضل لك أنت التي نزعت عقدة روزالين وقيت الخوف منذ أن دعوتها للحياة معك في أمريكا ثم دعوتها إلى مصر وعشت معك في بيتك وكفلت لها كل ما تتطلب الحياة ولم تقل لي فوزي أن روزالين تدفع لها تكريف حياتها معها تدفع إجارا من الحجرة التي تقيم فيها تدفع نصيبها من كل ما فقد الحياة فوزي ليست في حاجة لأن تدفع لها روزالين ولكن هذه هي الحياة الصحيحة كل يتحمى النفقات نفسها هكذا الحياة في أمريكا ولكن فوزي ردت قائلة إني أحب أمينة وأفق فيها وأشتريها لها ولم أحاول أن أسألها عن مدى هذا الحب ولا عن نوعية حتى أرضي لفتي حتى لا أكشف عن شكوكي في تصور ما بينها وبين روزالين لكن بعد تبادل كالينات العائمة وتسألها هل تع تقديم أن أمينة ستكون سعيدة مع عبدالوهاب البرعي وقلت اسم أمينة كأن الذي سيتزوجها عبدالوهاب هي أمينة وليست روزالين ورأيت فوزية تلوي شفتيها في القرف ثم تتدل في الجلساتها في عصبية وتقول لا أدري على كل حال لن يكون عبدالوهاب هو أول من تقدم لها وقلت في دهشتي هل تقدم لزواجها كثيرون وقالت لها لا تزال تعبر عن قرفها البعض وكانت ترفضه وقلت لكلال دهشتي لماذا يتقدمون لها ولماذا ترفضه اسمحي لي أن أقول لك أنها ليست رعاعة الجمال وقالت ويعطفت ضحكة مرة سافرة ربما لأنها أمريكية والكنسية الأمريكية لها إضاء إن من يتزوج أمريكية يصبح من حقها أن يحضع الجنسية الأمريكية قلت ولماذا قبلت أن تتزوج عبدالوهاب قالت وشفتها مطلوبتين ربما لأنها اقتنعت بأنه هو نسل متدين من من يتوافق مع إسلامها وتدينها قلت كأني أحقق معها وأما وفقت أنت على هذا الزواج وقالت وهي تقفز وقفا من جلستها ليس من أحقق أن أوافق أو أرفض إنها حرة ثم كانت المرة الثالثة التي أزور فيها فوزية في الصباح ليختلي بها وأجرها إلى إجباع لحساتي على كشف الأسرار فلم أكن قبل التقلت في المرتين السابقتين بروزالين كانت دائما خارج البيت وفي هذه المرة وقبل أن تنتهي الزيارة فتح الباب الخارجي بمفتاح ودخلت روزالين عائدة من الخارج فابتسمت لي ابتثام ضيق من خلال شفتها على رفاعتين قائلة بالإنجليزية هلو قلت أنا أمد يدي مصافي عنك كنا نتحدث عنك وقالت وهي تشد يدها من يدي بسرعة كأنها لا تطيقني ليس فيها ما يستدعي الكلام لست أول أمريكية تقين في مصر ولست أول أمريكية تعالي الإسلامية هل إذنك وتركتني وجرت داخل البيت وفوجئت بالفحوزية تشدني إلى باب الخروج وهي تقبل إنجليزية أيضا في التسامة الفاعلة سأرأت مرة أخرى يا حسين مع السلامة وغلقت البيب ورائي دون أن توداني بنظراتها كأنها في عجلة على طلحة بلو سليم وكانت قد مدت خمسة أيام من أرى فيها يا عبداللهابي القرعي ورأيته بعد أن تعمدت البحث عنه وقلت له ونحن جالسان في محل حدواني بس مالك ما أخر أخبار أمينة قال بالاهتمام لا جديد قلت مبتسون كيف لا جديد إن كل كلمة بينكم أتقدم لك ولها جديد قال في صوت عادي إن أنا نتحدث في التليفون ولا طاقة لي على التليفون قلت في الدهشة ألم تلتقي بها؟ قال بالحماس لماذا؟ إن أنا سنلتقي يا مزراج وصحت أنا مقتاض منه لا يمكن يا رجل حجب أن تلتقي كل يوم حتى تعرفها أكثر وتعرفك أكثر وتتفق على ما تريده منها وما تريده منك وقال بالاهتمام لما يطرأ على بالي هذا الكلام إني في انتظار يوم الزواج وأحدثها في التليفون كل يوم وأطمئن عليه ربما كان عبد الوهابي يعيش أيام جده وجد جده عندما كان كل ما بين العروس والعريس لا يبدأ إلا بعد عقد القرار بعد استكمال كل الأصول الشرعية إنها لا يفع إلى دقاء خطيبته وطبعا لم يقبلها قبلة واحدة ولا حتى تحسس يدها وصرخت فيه اسمع يا عبدو يجب أن تقابلها لتذهب إليها الليلة وأنا مستددا أكون معك فإن هناك تفاصيل كثيرة لم تتفق عليه بعد وقال في هدوء لا معنا سأتصل بالتليفون وألتقي بك الساعة السريعة كما تعوادنا في النادي ونذهب مان كما سبق أن فعلنا وهدأت حداتي وقلت لعبد الوحيد بعد أن انتقبت أنفاشي إنك لم تقل لي يا عبدو كيف عرفت أمينه وقال هادئا لقد قلت لك إني كنت أقول لإخوتي البنات وأن أولي الححنة علي أن أتزواج بإني أريد الزواج من فتاة لا شخصية لا شخصية الفتاة الأوروبية القوية الكاملة على أن تكون مسلمة متدينة لأن أكون أريد زواج أوروبيا ولكن فتاة في قوة شخصية الفتاة الأوروبية إلى أن جاءت أختي نظيرة وهي طالبة في الجامعات الأمريكية كما تعرف وقالت لي أنها التقت بأمينة وأنها فتاة أمريكية مسلمة وأنها ترشح زواجت لي وفكرت وانتهت تفكيري بأنه ميدانة أمينة مسلمة فلا يهم إذا كانت أمريكية أجمعية وأكدت قدمت لقبطها وزواجها وقفز تفكيري كله من خسر في نظيرة إني مدرأيتها لانتغب عن فكري سمارها وقوانها وجرأتها ولمعت عينيها وشخصياتها الأقرب إلى شخصية بنات البلد الإنسيرة وكنت أتمنى أن أراها بل ربما لم أكن أنفح حسن عبد الوهاب إلا بألتقي بأختي وقلت له يفسي حماس يجب أن تأتي مظيرة معنا في زيارته مدامة هي السبب وقال بلا مبالاة سأقول له ومضت الساعات وأنا في انتظار دقاء نظيرة محمد الرحيم أحسن عبد القدوس لم أعيش فيه للباب أبي الفصل الرجل ذهبت إلى النادي قبل موعدي مع عبد الوهاب بمدة وجلست في انتظاره ربما لم تكن أحسيسي في انتظار عبد الوهاب ولكنها كانت في انتظار أخته نظيرة بعد ان اتفقت معه على اني مستحبها معه ان النظيرة بدأت تشغيل بالي بشكل مثير دون ان ادري سببا لذلك بل اني كنت ابتسم سافرا من نفسي كلما تذكرتها ماذا اريد منها قطعا لا اريد منها شيئا لو اني حتى هذه الايام لم اكن قد قررت ان اريد منها شيئا ان شخصيتها هي التي جذبتني وهي التي تشغل بالي شخصية بنت البلد التي استطاعت بجرأتها ان تتطور وان تلطح بالجامعة الامريكية دون ان تفرد في شخصيتها شخصية بنت البلد بكل ما في بنت البلد من اثاره وفوجئت الى حد الانبهار عندما رأيت نظيرة كدخل وحدها الى ساحة الليلو في النادي حيث كنت في انتظار اخيها عبد الوهاد انها هي الاخرى جاءت قبل موعدنا وهي تسير بصفة مرتدية ثوبا ليس فيه شيء انتظمت اخيها وتعالي مظاهر الاسلاء فهو ثوب يكشف عن ذراعها ويرتفأ لعجبتيها وان كان ثوبا يعتبر محتشم ولا يكشف عن صدرها ولا يدق اكثر من العلازم حول خسرعها وضفيراتها الطويلة الثوداء تلتف حول علقها وتنام فوق كتسها كانها خيط الليل المثير واخذت تصافح وتهيل مع كثير من البنات وشبا من النادي الذين تفداحل بهم ساحة الليلو رغم اني اعرف انها ليست عضوا في النادي ولم ارها تتردد عليه كثيرا الا ان لمحتني من بعيد فابتسمت ابتسامة واسعة وجاءت الي وقالت في مرح اهلا حسين كيف حالك صفحتني وقالت اسمي في بساطة كأننا اصدقاء مقدامة رغم اننا لم نلتقي الى مرة واحدة وفي صحبة اخيها وقلت انا اوقف مرحبا واحاول ان اضافي صورتي رمت تعبر عن اهتمامي بها كيف حالك انت او حشتني قالت من خبال ابتسامك الواسعة حالي رائع قد جئت قبل الموعد هذه فرصة لاجال صديقاتي واصدقائي اسمح لي قلت انا لا ازال نمسكك بيدها التي صفحتني بها لقد التقينا بالموعد فابتنائي الى اني حين الموعد ونظرت الي نظرة واسعة وكأنها جهشت من شيء جديد اتشافته ثم قالت لهجة مرحة كأنها قررت ان تقبل تقبل على تجربة جديدة لا مانعه اشدت نقعدا وجلست بجانبي وهذا الصفية قائلة ان كل صديقاتي واصدقائي وكل طلبة الجامعة الامريكية تقريبا يجتمون في هذا النادي ورغم ذلك فلا يخطر على ذالي ابدا ان اتي الى هنا ولا اتي الا بالصدفة وقلت انا ابتسم كأني احاول ان اغريها بابتسامتي اليوم ليس صدفة فان الذي اقنعت اخيك عبد الوهاب لنرتقي هنا قالت في بساطة صريحة لماذا كنت تريدنا ان نرتقني قلت انا احاول ان اكون مثلها بسيطا مريحا بسببين سبب اعرفه سبب لم اعرفه بعد او على الاقل استطيع حتى الان ان اعبر عنه وقالت ضحكة وهي تنظر اليك انها فهمتني ادعنا من السبب الذي لا تعرفه ويلا ان تستطيع ان تعبر عنه اني اعبرك ان الانسان في حاجة الى وقت حتى يعرف ما يريد ويكون صديقا فيما يعرفه عدتني عن السبب الاخر الذي تعرفه انها ذكي هذه الفتاة كأنها قدرتنا اعنيه او كأنها تعودت ان يبقى مع كل شاب استوانة الربر وقد تمثت بسرعة وتقمشت شخصية اكبر جدية حتى لا تعتبرني احد الشبان الذين يغازلونها وقلت في صوت جاد فقد كنت اريد ان اعرف رأيك في روزين وقالت في بساطاته الحلوى ليس لي رأي فيها وقلت في دهشة كيف لا يكون لك رأي فيها ما ستكون زوجة اخيك قالت ضحكة اكفي رأي اخي فيها انها هو الذي سيتزوجها وقلت كأني المها لك على الاقل يجب ان تطمئني على اخيك بعد زواجه منها من اخاك صديقي ولهذا فاني احاول ان اعرف روزين حتى اطمئن عليها وقالت من خلال ابتسامتها السافرة هذا الزخب في ما لا يعنيك اني انا وانت نعلم ان ليس هناك جريمة ولا خفئة ادت الى ان نتلب عبدالوهاد زواجه من غزلين اما من هي غزلين ومن هو عبدالوهاد فهذا ليس من اختصار فينا يكفي رأي كل منهما في الاخر لذلك لم احاول ان اجل اجتمادي احدد رأييي في الوزلين قلت وكأني اقاوم انادها لكنها صديقتك ولا شك انك تعرفين عنها اكثر مما يعرف اخوك عبد قالت ضحكة انها ليست صديقتي ولم تكن ابدا صديقة كل ما هنالك اني سمعت يوما من احدى زميلاتي في الجامعة ان هناك فتاة امريكية جاءت الى مصر وحيدة واعلنت اسلامها فدفعني حب الاستطلاق والفرج على الغرائب لان اطلب من زميلاتي ان تعرفني بها وصحبتني زميلاتي اليها في الشركة التي تعمل بها وقلت لها ابني اقوم بدراسة عن التأثيرات الاجتماعية اني اريد ان اجلس معها حتى تساعدني في ناحية من نواحي هذه الدراسة فحددت لي موعد لقاء في البيت الذي تقيم فيه بيت فوزي البقور وذهبت في الموعد بلا حماس فهي لم تشدني بشخصياتها فهي كما تعلم ليس الجميلة وهي تبقى مدة طويلة صومتة فاذا تكلمت فلا تكف عن الكلام وتخرج بكلامها عما يهنك ورغم ذلك فقط تمتعت عندما جلست معها تمتعت وضربت شخصياتها وقالت لي بعض الكلام الذي اثارقت لها واحتروني قالت لي مثلا ان الدين لا يورث ان الفارق لا يجب ان يعشق دينا لمجرد انه وجد نفسه فيه وجد نفسه مسلما او مسيحيا او يهوديا بل يجب ان يتحرف اولا ان يولد بلا دين ثم يبحث بنفسه ولنفسه الى ان يجد الدين الذي يملأ ايمانه ويقنع عقله ويسيطر على اعاسسه فيلدأ اليه ويعيش فيها يعيش الاسلام او المسيحية او اليهوديا وهي قد ولدت واجدت نفسها مسيحية كاثدكية ولكنها استطعت ان تتحرر وتبحث لنفسها بنفسها الى ان امنت بالاسلام فاثم قطر وهي تعيش اليوم هادئة فعيدة مطمئنة في انانها تعيش الاسلام اصبح اسلامه هو وجده قد اثر فيه هذا الكلام وقتنعت به من كنت لم استطع ان اطبقه على نفسي لم استطع ان اتحرر من الاسلام حتى ابدأ في البحث عن الدين بنفسه ولنفسه ولو عدت الى الاسلام اعيش فيه بعقلية اختارته ولو عدت الى الاسلام اعيش فيه بعقلية اختارته لا بعقلية اتوارفته ولكن يبدو ان الاسلام مخيطر علي الى حد اني لا اصطيع ان اتحرر بعيدا عنه لبدا بقالق قد كنت طوال حديثها معي تنظر وقد كانت طوال حديثها معي تنظر الى فوزية كأنها تسألها رأيها فيما تقول وفوزية تجلس بينما تسمع دون ان تنظر الي او اليها قد اثارت فيه فوزية لغزا اخر اوجو اعرف ودى الشك الاعتري ربما لم تعتلق الى الاسلام ايمانا او اقتناعا انما فقط بتأثير صديقتها فوزية لذلك طلبت ان اقابلها مرات اخرى وقابلتها وكانت نظيرة تتكلم بلهجة لا تتفق مع مظهرها مظهر انت البلد انها تتكلم بلهجة دراسية عميقة تتغلب فيها شخصية الطالبة في الجامعة متفلقة في دراساتها وقد اجبت بها فعلا اعجابا له لون جديد وقاطعتها ونزلها من خلال اعجابين المهم كيف التقى بيها اخوك عبداللهج وضعت نظيرة وقالت كانت نكتة او لعبة لعداتك ما تعودت فعبده هو اقرب اخوتي لي بل انه لا يعتبر ان له اختا او اخا الا انا انا الوحيد الذي التي اتحدث معها طويلا عن دخيئة نفسه وكانت من اهم امانيه بعد ان عاد الى اوروبا ان يتزوج فتاة نسلمة ولكنها تتميز بشخصية اوروبية فهو يؤمن بان الشخصية الاوروبية الفتاة الشخصية قوية تحمل نسلمة نفسها بعد ان عرت لزالين تساءلت الساخرة لماذا لا تكون هي الفتاة التي يريدها اخي انها شخصية اوروبية او امريكية ومسلمة انه ليريد اكثر من ذلك كنت افكر كاني افكر في نقطة اطلقها او لعبة انعبها وعطت الفكر على اخي فاذا به يقبلها فورا انه في حالة نفسية تجعله يتعلق اي حبل يمد اليه او اي قطعة فشة تنقذه من الغرق وعندما قابلت روزالين للمرة الثانية قلت لها ان اخي يتمنى ان يلقاها حدثتها عنه طويلا فقلت لها انه مؤمن دارس متفرر للدين الاسلامي كنت اكلمها جاتا كاني اتقدم لخطبتها فعلا لكن بيني وبين نفسي كنت اضحك ساشرة كنت العب ونظرت روزالين الى فوزية كأنها تسألة ثم وفقت على ان تنتظر زيارته وقد ذهبت معه في زيارة الاولى وجلس عبدالوهاب ورزالين احدهما بجانب الاخر يتكلمين حديثا جادي وكان الحديث قد شد احدهما الى الاخر خرجنا على ان يلققي غدا ولم اذهب معه بعدها بل اني كنت انفى الموضوع كله كأن المفتق الانتهى الى انفجئت بعد اسبوعين باخي يخبرني انها اتفق مع روزالين على الزواج لقد كان يقابلها ولم يكن يقود لي ولم اهتم لعل اخي يتسلى حتى لو وفرت التسليء الى حد الزواج قلت من دهشا هل احبها واحبته في اسبوعين فقط قالت ضاحكة لا ادري قلت من خلال دهشته ولكني سمعت ان الموضوعين تقدم اليها كثير من المصريين كانت طرف الزواج كل من يتقدم له فلماذا قبلت الزواج من عبدالوهاب قالت نظيرة من خلال اتسامة ساخرة هل تريد رأيه من يعتقد ان ما جمع بينهما هو النا هو انهما الاثنين من الشواف لا اقصد الشذوذ الجنسي طبعا ولكنه شذوذ في الشخصية فاخي عبدالوهاب ليس في شخصية طبيعية ولا هي في شخصية طبيعية فاتفق على ان يعيش معا كأن كل منهما قرر ان يبحث عن شخصيته في الاخر يبحث عن ربعين وحسست بالحيرة في كلام مفيرة اني اعلم ان عبدالوهاب ليس في شخصية طبيعية فالك ان حياةه كله عشاد له ورزالين ايضا لا تبدو كفتات طبيعية لكن هل يكسي هذا الشذوذ من الزواج؟ وقلت مثل الحيرتي انه على كل حال زواج كله شيف ان عبدالوهاب حتى الان لم يحدثني عن اي شيء ابتخلا واستعدادا من الزواج اينا سيقيم مع زوجتي اني اعلم انه لم يعجل شقة هل سيقيمان في فنسيون ام سيعيش مع زوجتي عندي فوزية قالت نظيرة في بساطة انه سيقيم هو وزوجته معنا وصح في نفس شقة العائلة قالت نظيرة بالاهتمام انها شقة كبيرة تشمل الدول العلوي كله من العمارة وعندنا ست غرف نوم ستخصص غروتان منهما عبدالوهاب زوجته قد وعده ابيب ان يخصص له شقة في العمارة اذا خلت الشقة وان كان بابا لا يتمنى ان تخلو شقة وقلت في العثة هل علم ابوك بهذا الزواج وما رأيه؟ قالت نظيرة في برود لا رأي له وصحتك ابني كاكادل المجند كيف لا يكون له رأيه ابنه سيتزوج فتاة املكية وسيأتي بها لا تعيش منه وقالت نظيرة من السلل التسمى طيقة ان ابي مثلي او ابني انا مثله فهو لا يجهد نفسه في تحديد رأيه اجل فيما يحتاج الرأيه وزواج عبدالوهاب لا يحتاج الرأيه ان ابنه سيتزوج امرأة اختارها لمسه وان يكدفه الزواج او الاقارنة معنى اكثر مما قبل فليترك ابنه يفعل ما يشاء ماذا ما ليس فيما يفعله اي اذاء او خسار فقلت انا اكبت حلاتي وغيبي من هذا الاب اني لا اريد ان اتحدث عن ابيتي هذا موضوع اخر قالت ضاحكة احسن لا نتحدث عنه ولا تجعل منه موضوعا فقد جاء اخي هيا بنا قامت منطورة في مرحه كأن عبدالهاب قد جاء وهو يسير بين الجالسين في حضر عكس ما جاءت هي وتنقلت معللة بين الجالسين واخذت اخاها من يديه قبل ان يقرأ السلام ويتردد هيا لنا عكبنا السيور عبدالهاب جانبي من نظيرة في المقعد الخاسي كبر تقديد عبدالهاب ونتائه حائر في كل ما سمعته من نظيرة ثم قلتك اني احاول ان اهرب من حلاتي اسمع عبدالهاب لا يمكن ان تبقى خمسة ايام دون انطلق اطباطك اجد انطلع كل يوم ان لم تكن كل ساعة وقال وهو يدخل كلها كان يوم وعيش معاها وقلت وكأني اشخط فيها وقد قلت لك انك يجب ان تعرفها كلها قبل الزواج اني متأكد انك حتى لم تتبدل مع قبلة واحدة وقال عبدالهاب متسمع في قشوع انما تصل اليه في الحرام ستصل اليه لو انتظرت في الحلال وصحت انها ختيبتك وقد اصبحت كلها حلالا لك رغم اني لا اوصيك الا بقبلة وقال في هدوء الحلال يعلنه الشرع انتظرت الى نظيرة قائلا ما رأيك في اخيك خلي اعجبك هذا الحال قالت ضحكة سب كل واحد عايش زي ما هو عايش قلت كأني اتعمد سؤالها لو كنت انت مخطوبة هل تحرمين خطيبك هل تحرمين خطيبك من مجرد قبلة بحجة الحلال والحرام ان القبلة في حالة الخطوبة تعتبر تعرفا في الحلال قالت نظيرة باحكة انتظر الى ان اخطب بعدها ساقول لك ما يحدث بيني وبين خطيب ومن يدري قلنا قد وصلنا الى بيت هزي استقبلتنا بفرحة هادئة فهزي كما هي العادة لا يبدو عليها الشرع لا هي فرحة ولا هي ليست فرحة ودار حديثا هادئ كان زوجها مؤنس جالسا بجانب عربة المشروبات التي كانت معدف وقال قبل ان يبدأ الحديث لنبدأ كأنه كان يهم ان يطفئ عطشه هو لا عطشنا والعربة كان هي العادة تحمل الحلال والحرام عصير الليمون وزجاجات الكنباري والجن والبسكي وتعملت ان اشرب شفطا من عصير الليمون ثم قمت قائلا يا سفيتي بقى نعود عندي مواد ولم يتمسك به احد ولا عبدالوهاد ولكني فجأت من وظيرة تقوم ويتقل بجانبي خذني معك يجب ان اعود الى البيت مناظر اخوها عبدالوهاد اليها في دهشة ثم مناظر دي في الان كأنه لا يوافق على ان تخرج اخته معي وحدها ولكنها لم يعلق بشيء وقلت للموظيرة وهي بجانبي في سيارتي هل يمكن ان نعود ونجلس في النادي لما تم حدثنا قالت من خلال ابتسامة تقترب الخبث كأنها تفهمني لا لا استطيع يجب ان اعود الى البيت وقلت كأني اصارحها بالرنجا هل لا استطيع ان اتصل بك الى عن طريق اخيك يا عبدالو قالت ضحفة هل انت قوي من ضعيف وقلت في دهشة ماذا تكسدين قالت من خلال ضحكتها لو كنت قويا فانتظر الى ان اتصل بك وعطينا رقم تليفونك اما اذا كنت ضعيفا فسعطيك رقم تليفون البيت وحاول ان تتصل بي وثكت وثكت وعادت تسألني لماذا ثكت وقلت وانا لا انظر اليها اني افكر في مدى قواتي وضعفي بالنسبة لك ولكن اعتقد اني ما زلت في منتع القوة ووقفت السيارة امام العمارة امرت اليها وخرجت ورقة وقلما وكتبت رقم تليفون بيتي فهذه اقيم فيه مع ابي وأوني وأخوتي ورقم تليفوني في الشركة الهندسية التي اعمل بها ورقم تليفون الشقة التي احتفظ بيها والتي اسميها مكتب خاص واتعطاها الورقة وعلى كل متعمدة ميلا مبالاة حاولي ان تبحث عني وان ابحث عنك مهما اردتك وخطفت الورقة النيادي وقفزت من السيارة دون ان ترد علي انتعب بسم الله الرحمن الرحيم اهسان عبد القدوس لان اعيش في جلباب ابي بسم الله الرحمن الرحيم كنت بيني وبين نفسي اكاد اطق من غير من نظيرة وخيل الي انها استطاعت ان تذخر مني وتخدعني نظيرة بنت الحج عطل غفور الضرعي تاجر كرت البلح خدعتني اندما قالت لي كانا فينسوفت زمنها ان الرجل القوي هو الذي يدرك البنت تجري وراه ورجل الضعيف هو الذي يجري وراه البنت ودافعتني الى ان ادعي باني رجل قوي فعطيتها رقم تليفوني لتتصل بي ولم احصل منها على وسيلة استطيع بها ان اصل اليها وقد كنت غبيا اني بذلك اصبحت مستسلما لها وعطيتها الحق في ان تتحكم فيه اما ان يوحي لها مزاجها بالاتصال بي او لا تتصل اما ان تمني اما ان تمني علي بكلمة وابتسامة واما ان لا تمني بشيء وتشغطني بعيدا عنها وليست هذه هي ميزة الرجل القوي انها صفة الرجل الضعيف المنهار قدام البنات ان الرجل القوي هو الذي يحدد ما يريد ثم يفرد ارادته الي يفرد الى ما يريد وانا اصبحت اعترف باني اريد مظيفة لم احدد بعد ما اريده منها ولكني اريدها وصحيح انها لم تكن تخطر على بالي ابدا وانا اراها منذ كانت صغيرة بين بنات الزمالك ولكن بعد ان جمعتنا مشكلة اخيها في الايام الاخيرة احسبت كأنها تتسمى الى داخل عروقي لان اصبحت تسيطر على كل بالي ربما لانها كبرت ونضبت واصبح بعمالها الذي انعكسوا عليها كانه جمال بنت بلد يسرني ويسير امنياتي ربما كان مجرد اعجاب او لعله شيء اكثر ربما كانت شخصياتها الجريئة والصريحة قبل ثم تناني صورة المرأة التي اعلمونها لا ادري الى الان ما هي وماذا اريد منها وكانت قد مرت خمسة ايام ولم تتصل بي نظيرة وكنت طوال هذه الايام في حالة انتظار كنت اذهب الى عملي في الصباح وتتعلق عناية بالتلفون القريب لعل لا تتتلق وعود الى البيت وابقى فيه على غير عادتي وعلى بجانب التلفون وقضيت اليولتين في شرقتي الخاصة التي اسميها مكتب وانا فانتظار التلفون وانا لم اتعود ان اذهب الى هذه الشقة اقصد المكتب الا وانا على موعد ولكني اصبحت اذهب وحدي فقط لانتظار التلفون لعزه يرن اني اتفائل بهذه الشقة واستبشر الخير دائما من هذا التلفون فقد تعودت ان اقضي اجمل وامتع ايام شبابي هناك لعل لا تحس بما يدفعها للتحديث لي لا تحبني وان تجد فيها ما يغريها به من الرجل القوي الذي تخيلته ليس قويا بالنسبة له ولكني يجب ان اكون قويا يجب ان اصمم على عدم السعي اليها اني استطيع ان اتصل باخيها رب الوهاد لاصب به اليها لكني لن اتصل لا اريدها في ستين دهية منها مجرد واحدة من عشوات البنات التي واجدت بهن دون ان اتقاني الاعجاب الى السعي ورأيهن ولا حتى مجرد ان اتمنى هن وكانت الساعة الرابعة بعد الظهر وكنت قد قررت ان اخرج من البيت وهدى حياتي الحرية ولكن التلفون رنت وتركت امي ترد انها نظيرة تسأل عني وكانت خريفة وامي تسألها عن من تكون وقالت كل اسمها نظير عبد الغفور وامي تقول لها زي كابنت وامي لم تكن تعرفها ولكن اتعرف اسمعت الغفور الميليونير البخير الذي تعرفه كل مصر وامي تعرف ايضا اني صديق ابنها عبد الوحيد ولا شك ان امي كانت سعيدة وهي تسمع اسمها سعيدة لان ابنها يعرف اولاد وبنات الميليونير وعطتني السماعة وما اكادت نظيرة تسمع صوتي حتى صاحب فالسمعت اخر الاخبار فتعمت ان اضغطها باعصابي واكون هادئا حتى لا اكشف عن اني كنت في انتظارها وقلت في صوت كتمته اعصابي فخرج غريضا خيرا قالت وكأنها فرحة لقد صارتنا رزالين في البيت قلت ساخرا جاءت لتطمئني للحكرات التي ستقيني فيها قررت بصوتيع المرح التي ترمي في لهجة بلدية فقد دعتنا كلنا وتحدد الزواج يوم الخميس القادم وقلت انا اتعمد ان ادجي مباليا اتعمد ان اكون واتئيل اذا انسى اراك يوم الخميس وصاحب في قصاته لا اريد ان اراك لا احكي لك ماذا استفعل الان قلت قد احسست بابتسانة الانتصار بين الشفتي لا شيء قالت بسرعة سأراك قلت مش بعن بغروري بنفسي في النادي قالت لا اني احس في النادي باني في الجماعة مر عليها في سيارتك امان بغل عمية المسار تجنمها خفيف قلت وانا اكثر سعادة متى؟ قالت كأنها تاني الحديث بعد دقيقتين سأكون في انتظارك امام البيت والقى السماعة في التليفون دون ان تنتظر ردي لعلها واثقة في نفسها الى هذا الحد او لعلها لم تتعمد ولكنها طبيعة لا تنتظر الرد الا على ما يستحق الرد ركبت سيارتي انها كان سيارة دمها خفيفة سيارة يابانية خاصة موديل 75 اشتريتها مستعملة بدلا من اشتري سيارة 128 التي لا استطيع ان ادفع اكثر من ثمنها في اي نوع من السيارات الاخرى اشتريتها لاني ايضا احب التباهي بالسيارات بدت الدم الخفيفة قبضت نظيرة الى جانبي في السيارة وهي تقول من خلال اكتسامة الشفتيها المفتنزتين اهلا وحشتني وقلت وانا احس باني استعدت كل طبيعتي وكل مواهدي انت السبب في الوحشة مضى عليك خمسة ايام ولم تتحدثي في التليفون لماذا؟ يبدو انني انني لست رجل القوي الذي كنت تتصوري له قالت من خلال اكتسامتها الحلوة كنت افكر قلت ساخرا تفكرين هل استحق او لا استحق قالت وهي تدير عينيها عني كأنها تحدث نفسها لا كنت افكر في مدى قوتك علي وانا اكثر صراحة منك فقد صرحت نفسي بان كل ما بيننا لم يعد موضوع اخي عبدالوحيب الرزالين ولكنه موضوع بيني وبينك ولذلك انتظرت حتى اقتنعت بان قوتك تفرد علي ان احدثك في التليفون ودعنا من هذا الان ليحدثك عن زيارة الرزالين واخذت نظيرا تحدث بلا توقف كأنها لا تريد ان تستسلم لي لا تحدث انا في شيء ان اتحدث عني وعنها ان الوزالين هي التي طلبت من عبدالوحيب ان يصحبها لزيارة العائلة ولم يكن عبدالوحيب يريد هذه الزيارة ان العائلة لا دخلها بزواجها فسيعيش مع زوجته داخل البيت العائلة كما يعيش في البنسيون لا هو له دخف في شؤون العائلة ولا العائلة لها دخف في شؤونه ان تكاليف الحياة العائلية معروفة ابوه يعطي الرصيد لامه وامه توزع للافراد الاتفاق مع كل منهم بجانب تكاليف اكل والشرب وادارة باقي احتياجات العائلة وهو يعلم مقدما ما سيفعله ابوه بعد ان تدخل وزلي من العائلة سيرفع عن المصروف البيت الذي يعطيه لامه وسيرفع ايضا من المصروف الخاص ان اباه يعطيه الان 100 جنيه في الشهر لعله يرفع الى 150 بعد ان يتزواج ولكن وزليم تصر على ان تدخل البيت وتتعرف بالعائلة قبل ان يتم الزواج قد فحبها عبدالوحيب دون ان يبرغ احدا بهذه الزيارة وفجئت العائلة كلها برؤية وزليم وفجئوا بوجهها الجامد ولكنها كانت لطيفة لا تسحل ابتثانات عن فوق شفتيها الرفيعتين ودخلت الغرفتين مخصصتين منها هي وزوجها بعد الزواج انها في الاصل غرفة عبدالوهاب التي يقين فيها وغرفة اخي عبدالسطار الذي يقين في الخارج منذ السنوات وعجبتها الغرفتان ولم تعلق بشيء حتى ولا برغبتها فان تبدل من الاساس وتشتري على الاقل فراشا جديدا وهو من حق كل عروس وكانت تجوب في البيت وكل افراد العائلة تحيط بها وبيعبدالوحيب امه واخته المطلقة واخته الاخرى المطلقة ايضا ونظيرا قد استطعت بذكائها ان تدفع العائلة وان تطوف بها بقية الحرشوات حتى المطلقة والحمام ان في البيت ثلاثة حمامات وقالت روزالين بالانجليزية وهي تدخل حمام القليل من ظرفتها هكذا سيكون لنا وردت نظيرة بالانجليزية ايضا هذا من حقك فان الرد احد من بقي نساء العائلة ربما لانهن لما يفهمن الانجليزية ولتفوا جميعا بعد ذلك في خلفة الاستقلال وقالت الام ضحكة قل عروستك يا ابني اننا لا نبغ طعام الامليكيان وعليها ان تدبر كمره واذا برزالين ترد عليها فورا وبلغة عربية سليمة ان لم اعد اكل الى الاكل المصر انه اطعم وان كان يزيد في الوزن وفرحت نساء العائلة بعد ان تأكدوا انها تتكلم العربية ولكن الجلسة التي كانت تجمعهن كانت فلسة باردة حتى اصبح كان افراد العائلة في انتظار ان طرح لعانهم روزالين وربما احاست روزالين بذلك فقالت في بساطة انها لا تطلب شيئا لها قطينا انه في انتظار ان يعود الحج عبدالغفو حتى اتشرف معرفته وسكت كل نساء العائلة وهن يتبادرنا النظرات كأن كل من هن تلعن روزالين وعادت روزالين تقول وهي تبتسم اتسام صفراء لا يمكن ان اتزوق قبل ان يبارك الحج عبدالغفور هذا الزواج اني اعلم انه يعود الى البيت في الساعة الثامنة هذا ما عرفته من عبده وقد جاءت الساعة الثامنة كان انساء العائلة قد انفرقنا عن غوزالين ودخلت كل من هن غرفتها مع عدم وفجر انها تجلس بجانبها كأنها تدرسها وعذي اعذان العشاء العشاء ونظرت غوزالين الى عبدالغفو صامتا فقام عبدالغفو هيقول لها تعالي وفدها الى غرفتها وقالت غوزالين نظيرة وهي تختم عرسة لا تصلينا العشاء وقالت نظيرة بحكة ان صوت العروس لا تجوز الا للعرائس وانا لست عروسا فما جرت نظيرة تنادي اخوتها وامها لا تفرجنا الامريكية المسلمة وهي تصلي وكانت تصلي خلف عبدالغفو بجانبه هكذا جرى الشرع كما حدده عبدالغفو وجاء الحق عبدالغفور وفوجئه هو الاخر عندما وجد الوزالين في البيت ولكنه كاي رجل اعمال شاطر اخفى دهشته وجلس معها وهو لا يبدي اي رأي فيها هكذا رجال الاعمال لا يبدون عجبهم والاعتراضهم الا بعد ان تنتهي العملية وصاحت نظيرة ريا تحكيه لا تتصور كيف استطاعت الوزالين ان تكير اهتمام ابي انه بعد دقائق وجد انها تحدث في صميم اعماله في تجارة الحديد والخرطة وفي صناعة واعداد وقص الحديد وهي تقول له عن اسماء الشركات الاوروبية والامريكية التي تستورد الحديد الخرطة وعن اسماء الشركات التي تضضم الى اعداد الحديد انها تبدو كأنها منذ قرارة الزواج من عبدالوهاد قد تفلغت لدراسة اسواق ونصانع الحديد حتى ان ابي قال مندهشا نكس التعظيم وتستطيعين ان تقدمي خدمات كثيرة والله شاطر يا وادي عبدالوهاد هلسك تختار ارينا كيف وماذا ستعمل كأن ابي قد قرر ان الوزالين ستدفع ادمه الى العمل معه وكانت نظيرة تتكلم وانا استنع واقود السيارة ورغم غرابة ما كنت اسماه الا اني كنت لا ازال اتمنى ان اتحدث مع نظيرة في الموضوع الاخر موضوعنا وقد قلت السيارة بدون شارع الحرم ثم دخلت بها الى شارع ترعة الماريوطي حتى ثقارة ثم عدت الى ان قلت لنظيرة فقد تعيت من السواق هل نذهب الى مطهر المحل نجلس فيه وقالت ضحكة ضحكة وفضل ان نبقى في السيارة قلت لو وقفنا بالسيارة في ساعة اسكال البوليس وندفع ثم يأتي غفير ثم يأتي كل من هب ودب وندفع وليس المهم ان ندفع ولكن انا لن نكون انا راحت اسمعي ان عندي مكتبا خاصا في وسط البلد هل نذهب الى هنات بدرا من الشحططة وقالت نظيرة من خلال ضحكتها سمع مطاق ودهشت لسرعة موافقتها انها لا شك قد فانت ان المكتب الذي اقصده هو شقة خاصة كالسنيرة انها ليست عبيضة فكيف توافق بهذه الشرولة قد احسست بموافقتها اني استكملت كل ما اريدها سنذهب الى الشقة وهناك يحدث ما هو المعثوب ان يحدث من البنت قبل ان تدخل الشقة تعرف مقدما ما سيحدث وموافقا مقدما على ما يحدث وده توقود السيارة بشراعة اكبر ولكن كان يجب ان استمر في الحديث حتى اقفت حسنينياتي كاني لا انتظر اكثر من اجتمال الحديث وقلت انما يحيرني في كل ذلك هو موقف والدك واتفدت اليى نظيرة وقالت وشفتها مضم المتان كأنها في حالة الصور ان بابا هو اعقل و اقلب وقلت ان اقوم لها باك السيارة تكاد تتغلب على لساني لا شك انه اعقل الاقلاء مدام قد نجح في عمله الى هذا الحد ولكن كيف يسمح اعقل الاقلاء بان يتزوج ابنه بهذه الطريقة وكيف يتركه دون ان يؤثث له شقة فرصة ليتزوج فيها بل كيف يترك ابنه يتزوج وهو بالعمل في حين انه يستطيع ابن اعطيه كل شيء ولا افرح به وقالت مبيره في صوت الجاد اني اعرف كل ما يقال عن ابي الناس تقول انه بخير لغم انه يولك الملايين بخير حتى على ولاده وهذا ليس صحيحا ان بابا كما حقق النجاح لنفسه يريد النجاح لأولاده قد مجح ابي وهو معتمد على نفسه انت تعلم كل الناس يعلمون انه بدأ عاملا في وكالة البلح وبدأ وهو لا يجيد القراءة والكتابة الى ان وصل الى ان اصبح انجح واغنى اغنى وكالة البلح واصبح بدراسته لعمله كأنه نال فيه ارقى شهادات العالمية لان هذا هو ابي فقد اراد ان يربينا بان اعتمد كل مننا على نفسه وعلى كفاهه وعلى كفاحه وعلى جهده كما اعتمده على نفسه في تحطيق نجاحه كان كل ما قرره هو ان يحمينا من مرحلة تصولته التي عانى فيها الفقر والجهل فوفر لنا حيانا احتك فيها الى احد ودخلنا المدارس حتى لا ينقصنا العين ثم ترك كل منا حرا حتى تكون لهذه الحرية قيمتها فلا يعطي باحد من ما يغنيه من العمل انما فقط يعطيه ما يغنيه عن الفقر وعن الشحاب اعتق ان بابا يعتبر نسلا اعلى لكل مننا اخي عبدالسلام نشأ وهو يريد ان يعتمد على نفسه كما كان بابا معتمد على نفسه واجتاز عدة محاولات فشلة فيها كلها لكنه ظل مصمم على ان يعتمد على نفسه فلم يكتب رغم فشله ان يعمل مججب ابن العز ابن صاحب العمل لكنه سافر الى اربا وعاش هناك وقيل انه نجح وربما كان كل ما يؤكد لنا نجاحه هو انه لم يعد في حاجة الى بابا ولا يرسل في طلب اي مبلغ او اي سنة وقلت في هدوء كاني اواجه بالواقع المرس ولكن اخوتي عبدالوهاب لم ينجح ولم يستطيع حتى الان ان يكون شيئا قالت ولهجة الاصرار ترين في صوتها ان عبدالوهاب يرفض ايضا ان يعمل مع ابي لانه لا يستطيع ان يتخلص من ايمانه بالاعتماد على نفسه وقد تقول ان عبدالوهاب يكره ابي لانه متباعد عنه ولا يجدله في شيء لا انه لا يكرهه انه يعاني عدم القدر على الوصول الى ما وصل اليه ابي وسيعيش هذه المعاناة الى ان يصل كلنا نعاني هذه العقدة حتى انا اني يحب بابا الى حد اني اعتبره موجز بشرية اعظم رجل في نصر لتبلغ عظمته مستوى العالم ولذلك احاول ان اكون شيئا انا الاخرى فقد دخلت الجامعة لأصل الى شيء رغم اني كنت استطيع ان اكتفي من التعليم واتزوج كما تزوجت اخوات البنات لكن اخواتي فيهن طبيعة امي طبيعة المرأة القدرية المستسلمة لقدرها ولكني انا وردت طبيعة ابي لذلك فاني احاول واصر على المحاولة الى ان اكون مثله وقلت وانا احاول ان ارطيها ان الناس لا تفهم كل ذلك وقالت بحدة لان الناس لا تفهم اصرار النجاح لا يرسمون كيف نجح ابي فلو كان ابي اجنباشا ووارث عن ابي الملايين فربما كان قد فرقنا نمرح في هذه الملايين لانه لم يتعب فيها ولا يريد اولاده ان يتعب ولكن ان الصمع هذه الملايين بنفسه فهو يريد من اولاده ان يسمع مثله وان يعمل مثله ثم لا شك ان ابي يعلم ان كل ما يملكه اليوم سنعرف عنه جدا ولكنه لا يعطينا اليوم ما سيكون لنا غدا لانه يريد ان يربينا على الكفاح والعمل واكثر من ذلك ان ابي كتب بلكية كل الامارات التي اشتراها وكل الاراضي ذراعية لاصمعها انا املك امارة باسمي واختي تملك امارة واخي امارة ووا كل شيء اشتراها باسمعنا ورغم ذلك فالناس تعلم اننا ليس لنا حق ادارة من املكه ليس لنا الحق في ملين واحد مما تدره هذه الامارات والاراضي لان ابي يتولى ادارة كل شيء وضياده على كل شيء ورع مزاوزك فقد كنا نستطيع ان نستولى على ادارة هذه الاملك ان صغرى بناته اي انا فراغس ان الرجل تستطيع ان تطالب حقه بل انا نستطيع ان نجتمع كلنا ونرفع قضية واحدة نستولى بها على كل امريك باب لكننا لا نفعل لماذا اننا في دخيلة انفسنا مقتنعون بانه على حق وبانه يدير العائلة كلها باسلوب ميثالي ولاننا رغم كل ما يقوله الناس نحبه الى حد الاستثلال له قلت وانا اوقف السيارة امام العمارة التي تدين الشقة من الشيء الوحيد الذي لا نختلف فيه هو ان بابا معجزة كمعجزة روتشيلد وفورت وروكفيلر وربما قلت هذه الكلمات لمجرد ان اردى نظيرة قبل ان تدخل الشقة وهي لم ترد عليه ولكنها بسرعة عادت الى طبيعتها الملح وراكبت مع المصعد في حالة طبيعية كانها ليست مكويل على شائع جديد المثير ودخلت الشقة ببساطة انها شقة صبيرة وغرفة نوم وغرفة مكتب وصلاة صعبة ودخلت نظيرة طوبة الحلشات لما نلقوها في مواقف التساني البحكة منذ متى؟ قلت وانا اردت ضحكتها منذ اكثر من عشر سنوات انها شقة قديمة وجرع عشرة منها فقط قالت وهي تنظر اليك انها تكتشفني انها رخيصة لعلها ساعدت اياما غالية قلت وانا اقترب منها ان كل ما فيها ذكريات واتمنى ان اعيش فيها وكان دا ينتهي ابدا قلت وهي تبتعد عني يبدو انها لا تحتمل الواقع فتحيله الى ذكريات وقلت وكأني ادري وراءها انها لم تشهد القوة التي تحيلها الى واقع واتمنى ان اكون قد عدتها في القوة ومسكت بكفيها بين يدي وقلت متسلم لم اسمع لك اسم يدللونك به وقالت وهي تشد كفيها من بين يدي اني ارفض اي اسم اخر وبعد حاول ان يسميني نيني او ريري لكني ارفض اني دائما نظيرة نظيرة عبدالغفور البرع لياك ان تطلق علي اي اسم اخر لا نيني ولا ريري انا فخور باسم نظيرة انه اسم يحفظ شخصياتي بين كل البنات ومددت براعي وامسكت بها وان اضغط عليها كأني اشعرها بقوتي وقلت عني سنت نظيرة انت عارفة قالت وهي ترخي عينيها عني عارفة قلت ان اقرب والشي من وجهها وشفتيت الطلبان على شفتيها هل استطيع قالت من خلال التسامة هادئة لا لا تستطيع قلت في رضاء لماذا يجب ان نصل قالت وهي تبتعد عني مرة اخرى ليس قبل ان اقرر ان قواتك حتى الان اقنعتني بان احدثك في التلفون ولم تقنعني باكثر من ذلك قلت وانا اصفر انفاسي يا اسم ارشى ان تمر الايام الاخرى دون ان نلتقي وقد افقد فيها كل قواتي معه قوة احساسك الذي اعبتني بك وقوة احساسك الذي اتمنى عن اصري انتحيك وقالت مضي روايها تلف على قدميها في انحاء الصالة كأنها ترقص اسمع اني ساخرج من الجماعة كل يوم واتي الهنا في وذاكر سيكون هذا مكتبي هل توفق وقلت في فرح لما اقتطع ونصيت عليها واففيها اني ساحقق بذلك شيئا واحدا قالت ضحكة ما هو قلت دون ان اتعمد الاقترب منها اني ساطمئن على اني في كل يوم ساعرض في وقتك انك لا تعلمين انها اغلى ما فيك قالت وهي ترتح الباب وتخرج سنتظر الى ان تكتشف ما هو اغلى فيها من بصرتي مهما طال انتظاري انتظارك وتعالى خذني البيت يجب ان اعود انت اسم الله الرحمن الرحيم احسان عبد القدوس هناعيش في اية الباب ابي الفصل السادس من يومها بدأت حياتي تتغير كامل اولاد من جديد بدأت مزيرة تعيش معي كل يوم مني اصغر اليوم الاول كانت قد اتفقت معي على ان نخرج من الجماعة الامريكية في الساعة الثالثة او الرابعة وتعطي الى شقاتي الخاصة مباشرة لم يكن اتفاقها ولكنها قرار اتخذته وعلنت اني به دون انتعز حاجتها الى الموافقة كانت اتفاقها من اني طبعا موافقة وانا مساعدها وانا اعيش في احساسي في انتظارها وتعمل ان اترك مكتبي في الشركة الاندسية في الساعة الوحيدة واذهب الى الشقة وابقع كل هذه المدة وحدي في انتظارها وانا احاول ان اطنع نفسي بان الشقة في حاجة الى تنظيف واعداد قبل وصولها ولكني لم انظف ولم اعود شيئا ولكني جلست ساهما مع افكاري وخيالي وتصوراتي ماذا سافعل معها وبها بعد ان تأكي لا يمكن ان تكون سفاتي لنجلس وتذاكر كما قالت لي انه جراد كلام وكل فتاة تقول اي كلام تغطي به نفسها وهي في تراكيها لا شقة شاء لا شك اني سافري اذا كل شيء سيحدث بيننا كل شيء لقد قالت لي ان احساسها بقوتي لي بقوة حاجتها الي دفعها ان حادثتني في التليفون وعد حديث التليفون الى لقاء وعد اللقاء الى ان دخلت امس الى شقة خاص ولكنها لم تغطي اكثر ان احساسها بقوة حاجتها الي لم يدفعها الى اكثر من ذلك ولكنها دفعها الى ان تقرر ان تأتي الي كل يوم لتذاكر اي ان احساسها دفعها الى ان تعطي اكثر وتأخذ اكثر وهي لم تعطي من الداخل ان قرد ان تذاكر درسها وهي بقالفة بجاني وهانا بها خيالي حتى وجدت نفسي اقوم الى غرفة النار واحاول ان اعيد اعداد كل ما فيها وجدت نفسي اقف امام الفراش طوزا كايني استعين اخر ذكراتي ثم وجدت نفسي امزع عنهم ملاءة و الغطاء واخرز من الجلاد ملاءة نظيفة و الغطاء اخر لاني عادت كساء المخداد كل شيء ياجب ان يكون نظيفا اني ابدأ كل شيء من جديد وفتحت الهرباد في الساعة السجدات والنصر استقبلت شمجتها الخفيفة وضفيرتها الرائعة المدعلافة وقفدها الذي يشبه نهدة الحيمة من تنهدات ملائك من ملائكة المعين وشفتها كالنبسة نزتان شعرتان تحملان تعوط صامتة في صمتها دقيق قوانوها الرائعة داخلت ثوبها المحتشم وان كان يكشف عن براعيها قوان بنت البلد قوان بنت البلد يختلف عن قوانو بنت المجاسم حتى لو اتفق معه في خدوده انه قوان يحمل معنى الخاص ودخلت بلا تكلف وبلا تردد وهي تقول دون ان تنهدها لتصفحني اهلا وقلت انا اغلق الباب وراءها واتبعها وهي تخطو في جرأ داخل الشقة وكأني اجر وراءهم وكأني اجر وراءهم ما السنتي الكتير وقال الضحكة فتتعاود على موعد الجامعة في كيه وتعمدت ان اجلس على مقاضي في الصورة قبل ان ادعوها من الجلوس كاني انا باخر اتعمد رفع الكيفة بيننا ولكنها صحت صورا لا لن نجب الصناع في غرفة المكتب انما اتلالا من العمل وصور اني يجب ان اعيد كتابة بحث كامل عن التسهير الاقتصادي لانتاج الزراعي كانت تتكلم ويعتد في غرفة المكتب كما اصحب البيت تتحرك فيه كما تشاهد وقمت اجري وراء وعلقت حقيبة كتبها ثم اعطلت فوق المكتب في لسة سريعة ثم بلا اي تعليق شدت فوتر صفراء كانت من قرار الارض واخدت تمسح رئيسة المكتب في حيثة سريعة ان المكتب في حاجة ساهم الى تنظيف ليس لي ذكريات قريبة في غرفة المكتب ولكنها تمسح المكتب بلا اي كلمة كأنها هي المشؤول عن عظفة هذا المكان عليك التؤمن ثم جلست عن المقعد العريق وهي لا تكف عن الكلام عن احداث الجامعة وبدأت تبقى حقيبتها وتخرج الكتب والاوراق وتعدها امامها كأنها فعلا استبدأ في المذكرة ولم اصدق واقتربت منها ومددت يدي اغلب الكتب التي امامها وقلت ان احاول ان اقترب اكثر لن تكون هناك مذاكرة للأبحاث التراسية اليوم اليوم نحن في حاجة الى ان انذاكرك وتذاكرين ان ادرسك وتدرسين ومددت يدي اكثر امسح على شارع افتعدت عني في رفق وقالت اعتصامتها الحوى التكتر من بين شفتيها المكتنزتين حسين ماذا خطري ما تبتديش حاجة قبل ما بتديها انا قلت في ذهشة ماذا تقصدينك قالت من خلال اتصامتها اني اريد ان اكون معك على رضيعاتي لا على طريقة الظروف التي تجمعنا انا معك الان وحدك ولكن ليس معنى هذا ان نبدأ تمقرد ان انا محدنا مريد ان احسر السعادة معك حتى دون ان نبدأ ولا ان تدفعني طبيعتنا الى ان نبدأ وطبيعتي الان تدفعني الى التفرج المبكرة مع سعادتي باني بي كانتك ووجدت نفسي ابتعد عنها كأني اريد ان اثبت باني من القوة بحيث لا احتاج لان ابدأ قبل ان تحت الجحيم وقلت في العيوز انت ذاكري ماذا افعل انا اني لم احسب حساب هذا اليوم فانتهيت من المذاكرة منذ عشر سنوات وضحكت ضحكة المناثمة كأنها عصف سينفونين وقالت تستطيع ان تقرق او تستطيع ان تنان اذا كنت من هوات النوم بعد الضفر فقلت وانا اروح وجيء تنانها في العصرية اني لا انام بعد الظهر الا اذا تناولت لداء الدخل وانا لم اتذب حتى الان ولا اعتقد ان في البيت شيئا يوقف الا انتي فقالت من خلال ضحكتها ساعصبت انك نسيك الغداء وعقابي هو اني لم ابعك تأكلني اني تناولت سنجدش في الجامعة قبل ان اتي اليك واني رحمة بك ساتركك تنزل الى الشارع وتشتري شيئا تأكله وابقى انا من اذاكر وحدي وان كنت لم اعد اتصور اني استطيع ان اذاكر وانا وحدي فقلت بسرعة لا ساعاقب نفسي ذكر وعن اذنك وقترت ان لما اكتبت وبدأت افتح ادراج والمطربة فقد خطر على بالي فجأة اني منذ سنوات كنت احاول ان اقوم بمشروعات ثم اعود واملها مكتفين بعملي في الشركة فقد خطر على بالي ان اراجع هذه الاوراق واخردتها من الادراج واخردت ازيل عنها الطراب ثم احملت المقالا وضعت على حرفة المكتب بجانب مزيرة وبدأة العمل ومزيرة فعيدة تذاكر ثم نتعب فترة فنتحدث عن الجامعة الامريكية او عن الشركة التي اعمل بها او عن ذكرياتي وذكرياتها واهلي واهلها او عن اخيها عبدالوهاب وزواجه من برزالين قد فلتها ضحكا عندما جاء ذكر اخيها هل دفع المهر بالدولار عن بجني المصل قال الجادة هل تعرف انها اتفق مع الروزالين على ان لا يدفع شيئا لا مهر ولا شبكة ولا شيء اذن لا قلت في دهشة وهل قبرت الروزالين وقالت نفيره في بساطة فقد قال للروزالين بسراح انه لا يستطيع ان يدفع الا اذا طلب من ابيه لان نصيبه الذي يتقضاه حتى اليوم لا يتجاوز منه عند جنيه في الشهر وهو لا يصلح ليكون مهرم ولا يكفي لشراء شكه وهو في الوقت نفسه لا يريد ان يأخذ من ابيه وقلت مقاطعا المفروض ان يدفع ابوك دون ان يطالبه عبد الروزالين وقالت ديشة وحماس لا ان بابا وضع نظام اعتبره في منه اعتبرها في منتهر القيه انه مسؤول عن ولديه يكفي لهم الحياة الى ان يدبع كل منهم الحياة ويستغني عنه مسؤول انه عندهما الى ان يتم تغنيمهم و الى ان يعمله ويكسبه لكنه ليس مسؤول عن المطالب الخاصة لكل منهما ان كل منهما عاي ان يسعر ويكافح الى ان يحقق لنفسه المطالب الخاصة فهو لم يشتري لأحد منهم السيارة لانها يعتبر السيارة مكتران خاصة ان يجب ان ينتظر كل منهما الى ان يستطيع شرائعه طبعا هناك سيارة للعائلة كلها لكن لأحد مننا يستعملها كأننا نريد ان نقول لبعضا انه لسنا في حاجة الناية كذلك اذا اراد احد الولدين ان يتزوج فعلايا ان ينتظر حتى يستطيع ان يدفع مصريف ومطالب الزواج والحياة الزوجية وهذا طبعا بخلاف ظروف البنات دعنا الان من الكلام لنعضي ام نذكر واحد اثنين ثلاثة مذكر قلت متوسلا ثاني واحد من فضلك كيف وفقت غزلينة لان تتزوج بالعمل وقالت بسرعة قلت لك انها ليست طبيعية ولكن كنت احسن بان في رأسانها مشروعات كثيرة لهذا السبب وعادت الى المذاكرة وأطل الى مراكعات مشروعاتي قد كنا نتهمت فعلا ان لا ايأخذ مني الحديث الا دقائق نعود بعدها الى معامل وكنت قد اندمت في هذا الاطار وبدأت احسفانا بالسعادة سعادة لنا بديد الى ان اصبحت الساعة السادسة ضلعت مغيرة تبنى اوراقها وكتبها قائرة في مرح مصرود اني استطيع ان ابقى حتى الساعة الثامنة ليس مسموحا ان ابقى خارج بيت العائلة الى بعد الساعة الساعة تقاليدا الى معصر ولكني احس الان بالتعب حبانا لاني اذاكر واحسيسي تلعب في مرحب كثير وسمح لي اليوم يجب ان اعفل قامت وقفتها من عقبتها ووقفت انا معا وقد تعلقت عناية ودخلاتها لا يمكن ان ينتهي اليوم بلا شيء حتى مجرد لانسة لديك سيرتها والتي يتجمع فيها كل ضعف وقالت نظيرة ضحية وكأنها اكتشفت ميادور في احساسي وقالت لا تبدأ اني لم اعدد ثم فتحت الكباب وصبقتني فارجة وانحقت بها وركبت بجانبي في السيارة واصلتها الى عباد الهمارة وانحنان الكوشة ومعدي وقالت لها تفتح باب السيارة اللي تنزل ايه وقالت لها تبتزن السيارة طبعا وفي الغد تفتح بمحال البقالة اللي اشتري بالشق خزينة من المعكولات اشتريت عدة اصناف من الجبد واشتريت اصنافها من اللحن المحفوظ وعدما من البيضات معلعة حب البيض واشتريت علبة من الفول المدمس المحفوظ اني احب الفول المدمس على استطيع الاستغناء علي واشتريت انواع من غلب التونة والسدين لم انسى ان اشتري لبن نزولها اشتريت كثيرا لم اكن انتقي ما اشتريه تحت تأثير صورة نظيرة امامي كبنت بلد واتعمد ان انتقي في المعكولات البلد لا انا نظيرة ليست بنت بلد الا عندما انظر انايا كامرأة ولكنها في تقديري احس بها كفتاة راقية طالبة في الجميع الامريكي ابنك مدنير لذلك كنت اتعمد ان اشتري ارقب المعكولات المشتورات والعلمي كنت ايضا اريد اقنعها باني رجل كريم لا يدخل عليها ولا على نفسه لست بخيرا كابيها لذلك كنت اتعمد ان اشتري اللاج وحملت كل هذه المشترات في كسين تقلين من تلخين ذهبت الى الشقة ودخلت طوى الى المطلق واخذت انظف في الارض وفي الصحون ثم اطمئننت الى الثلاجة اني بالانس كنت قد نسيت ان ادير الثلاجة فبقيت انا ونظيرة نشه بالماء العادي وعلنا للنشر ولكن الثلاجة الان جاهزة جمعت فيها مشتريته وانا ارتبها كأن من طباعاتي ان اعتبر بالتلاجة بانا ويزخر بما فيها قضيت ساعات وانا عند كل شيء لاستقبلها الى ان جاءت في الساعة الثلاثة ونصر كمواعد الانس وفوديت بها تحمل مع عقبتها بالدراسية قرطوفا كبيرا فقيرا وقلت ما هذا قالت في بساطة ست البيت وهي تخطي قالت في بساطة ست البيت وهي تخطي بسبعة نحو المطلق فشيت انت كنت قد نسيت ان تتناول غذائك اليوم عادا فاشفقت عليك وقلت ان اجري وراءها الى المطلق اني لم اتناول غذائي ولكني اعددت كل شيء ووضعت القرطوف التي تحمله ووقفت اتفرد على ناسي التلاجة التي كنت قد فتحتها كاني اقبل مع هدية وقالك انها فرحة بالهدية هذا كثير اسمع ساطه لك غذائك حتى تطنئن على مستقبلك واني الطباخة ما هي وستشهدني ماذا تريد تريد ان تأكل من كل هذا واخدنا نحن الاثنين ننظر ونقلت في مشتريته ونحن متضحب الى ان قلت لو اردت الحق فاني اشتريت كل هذا لاني لا اعلم ماذا تحبين اما انا فاحب الفيلم يدمس قالت من خلال ضحكتها ساعد لك طبق فويب البيت ساعد بيت جميجه طبقا من اللحن الانشن والسوسيس والجانبه طبق جنوريكسرد فاني احب الانشن والرقف اشد تريبة الفيلم يدمس المحصول وانا ولات هديقة انا كان ما هتأمرني افتعها دي ثم ااخدت تعد الطبق وتخرج نفافة الزد لك يشتريتها وتصل الى كل ما تحتاجه ايه دون ان تسرني شيء وتظل تبحث في رفوف المطبخ وابعاجه حتى تجد انها تهيد لعلها تتعمد دائما ان لا تبدو غريبة عن البيت انها ست في البيت وتعرف كل شيء فيه وكنت قد فتحت علبة الفول وفدتها نظيرة مني وبدأت تعد فيها ثم قطعت الزد وغضعته في الطبق وغضت الطبق على المتجاز وهمت ان تشعر من تحت الانور ان المتجاز لا يشتعر ان الانجوبة فارغة حتى نهايتها وغرقنا في الضحك وقالت بعله ليس منحق التباعد ان اطولك وفتحت القرطاف الذي جاء به انه مستحن قطع الساندويتش وزجاجة الكوكاكولا وقراطيس الشاي وفكهة طفحتين وبرتقالتين وخذنا نأكل في مرح لا نريد ان نكفهم العكل لم نجبع ابدا ثم لم نكن نستطيع ان نشرط شايا او قاهوة لفرغ البتجاز وشملني صنطن هادئ وننظر اليها بكل عيني هل نجب وهي صنط ايضا ايضا وانا شافتيها اتسامة تقول لي لا لم نجب وقلت لعك اني اتوسل قد اقلت كثيرا اصطيرا انام كنت كاني ادعوها للنوم معي لكنها قالت لسلال اتساماتي راية تتعب عني سابدع المذكرة لقد ضخينا بالعلم في سبيل الاقتر وصيرت وراءها منهارا يا ايسان وقلت كاني اسخط على الدنيا لا معنام سأذاكر انا غيرضا والتفر في نحوض المكتب وبعد دقائق كنت كاني نفيت حرماني منها وانشغلت فايلة في العمل بعينما هي تذاكر اني احس بحماس شديد لاعادة بحث مشروعاتي الخاصة التي كنت قد اعملها وكنا نتقطع عن العمل دقائق للمتحدث ومتحرهم العوض والعمل وباقيت معي ومها حتى الساعة الثمنة قبل ان تخرج دخلت المطبخ واخدت بعيد تنزيم كل شيء وتغفر الصحوم والشوك والشحكين وقالت ضحكة وانا بعيد عنها في غرفة المكتب كيف ستغير مبوبة للتجاه وقلت في بساطة انها لاستغير عني حاول البواب وانتهت من المطبخ وعادت اليها وقالت وانا اجت نفسي متسقا بها دون تعملت انك تنسيم دائما مفتاح الشق ثم عمشكت بكفها ووضعت فيه مفتاح الشق وستفت قائلا حتى لا تنتظريني ولا انتظرك ان انا في بيتنا وفتحت كفها ونظرت الى المفتاح من خلال اتسامت بفريحها كأنها تنظر الى دبلة الخطوبة ثم مالت علي وقبلتني على خدي قبلة سريعة دون ان تقول شيئا شدت حقبتها وجرت بها الى الباب انا اجل وراءها هائما في سعادتي رغم حرماني ولم يكن قد بقى قد بقى الا لا يومان على يوم كبك تبخيه عبدالرهاب ورزالين يوم الخميس وفجيت عبدالرهاب يتصل بي في التليفون في تليفون الشركة التي اعمل بها نعلم يتصل بي عبدا من قبل قد تعودنا ان نلتقي صدفة في الشارع حتى انه اذا اراد احد مننا ان يلتقي بالاخر يتصل البحث عنه في الشارع كيف اتصل بي في التليفون وكيف عارف النورة قال عبدالرهاب اقتع دهشتي بصوته لهذه الخجور ان العقد سيتم باذن الله بعد غد وقلت بحكم اعرف مبروك مقدمت وقال مترددا هل تقبل ان تكون شاهدا قلت في المرح يشرفني من لي اعز منك قالك انه فرح هلنذهب معا وامر عليك في النادي ستكون معي اختي نظيرة قلت بسرعة هيا ليس في النادي سامر عليك امام باب العمار وقال عبدالبعد ان تردد الكريان الساعة خمسة الاربع او لتكن الرابعة ونصف وقلت في الوقف اتفقنا قد احسرت ساعتها اني لم ارد ان اتقابل في النادي لاني لم اكن اريد ان تدخل نظيرة النادي لماذا؟ ربما لان حبي ذا نظيرة وصل الى حد الذي يصد الى كل حب حد حرمانها من دخول نادي الجزيرة وقالت لنظيرة عندما ارتقيناها يومها لما اخيها قال لها انه يريد ان يتصلي ويخشى ان لا يتصلي في الشارع كما تعود فقالت له ان يتصلي بالتلفون وقال لها انه لا يعرف لي رقما من ارقم التلفون فسألته بذكائها اين يعمل وقال لها اني اعمل في الشركات الهندسية فقالت انها ستبحث له عن دقم تلفوني تركته ودخلت طبعا ان تبحث في دستر التلفون والتي ما عادة قالت له عن الزقم الذي تعرفه والذي تحدث لي ليه كل ايوم وجاء يوم الفميس مررت بسيارتي على باب العمارة كيث كان ينتظرني عبدالوهاب وبالجانبه المزيد قد اخطأت نظيرة وهمت بان تركب جانبي حكما تعواده وصباك منها تنبهت بصنع وفتحت الباب الخليفي وتركت الخير عبد عبدو يركب بجانبي قد سألته فورا قد سألته فورا ان جاء المؤذنك وان يكن المؤذن يستطيع ان يعقد قرار بين مصر وسيدة اجنالية فالعقد سيبدين حالة يتم في مكتب الشهر العقاري ولكن عبدالوهاب صمم على ان يقوم معذنك بكتابة العقد حتى يحتفظ بالمظاهر الشرعي وعكس ان زوجته المسلمة حتى لو كانت اجنالية اما الشهر العقاري فسيذهبان اليه بعد ايام لعيدة تفديل ضعوبهما مراداتا من الرساليات التي تصدها الحكومة وتم مؤذن ابدعات العقد والاحساس بالشرعية اضغى على كل كل ما يقولها عبدالوهاب وتقولها روزرين ان كل ما يحسن به هو الشرعية ووقعت انا كشاهد وموقع مؤنس زوج فوزية كشاهد اخر واحسست ان كل شيء قد انتهى وقلت لعريس عبدالوهاب حوث تأتي الناي نحملكم الى البيت بيت العريس العروسة وظهرت ان روزرين مغرت الى فوزية كأنها تسألها او لعلها كأنها تستغيف بها قالت فوزية ضحك بحكة المفتعلة لا انا سوف اصلهم الى البيت لا تنسى اني ام العروسة وقلت ضحكا واختها قالت فوزية مستجاب اتسامات كأنها رفاء اني امها واختها واحيانا اكون ابنتها ايضا وقلت واقفا ان اتقدم الى العريس والعروس اذا استأذن استأذن وما لحسبكم انكم مضعونان يوم من الى العشاء فشار العسل لا بعض وسمعت النظيرة تقول كأنها تقضى علي خذني معك والنظر الى اخوه عبدالوهاب دهشن انه دائما لا يقرل ان تكون النظيرة معي وحدها ولكنه لم يتكلم وخرجت انا ونصيرها وقلت لها وبجي نجي في السيارة وقد بدأ كا اتكلم في لحجة مجدد كاني قررت ان اواجه المشكلة ان انا لم نصل بعد الى الساعة التاسعة ما استطيع ان نبقى مع القليل قالت ضحكا اني استطيع ان استراجي زواج عبدالو عبدالوها اني كنت سهرانا في الفرح وابقى معك طويما وقلت دون ان ادي فرحتي اني اريد ان اذهب الى البيت بيتنا قالت نفسي بابتسامتنا وانا ايضا وعادت ان لا اذاكر واخذت اقود السيارة وانا صمت وهي ايضا قد صمتت كنها احست باني سوفي المشكلة لكنها ببغت محتفظة بابتسامتها التي احبار ووقفني امانها بالشقة وقلت لها بلا ابتسام افتحي افتحي كنت اريد ان اشارها اكثر انها تدخل بابتها واتفعت اتسامتها وزغردت يدها بفرحة واية تمدها تمدها الى حقبتها وتخرج من افتحي وتفتح البيب وصبقتها داخلا الى ان تخرج مستحوها من قسل البيب بل اختفارا على المقعى في الصورة بلغ قدبي وجلست على المقعد المقابل وهي تمظر الي كأنها تتعجلني لأقول سري وقلت لها وانا انظر اليها بكل عيني مظيرة لقد قررت ان اتزوج وانكمشت اتسامتها وقالت لدهشة تتزوج منك قلت كاني الو معه طبعا اتزوجت وارخط عينيها وقالت كانها تتنهد في ديق انا لن اتزوج قلت في صوت عادي كاني انهرها تقصدين الى ان تنتهي منها الجامعة قالت كانها تتنهد نهدة اخرى ربما لن اتزوج ابدا قلت في صوت مرتفع اني اتكلم جدا قالت في هجوء وقد عادت ترفي عينيها وانا ايضا اتكلم جدا وارتفع صوتي كاني اصرخ ما هذا الجنون كيف ترفض بنت الزواج من حبيبها انا واثق متأكب لحبك فلماذا لا نتزوج لماذا قالت ورأسها يسقط فوق صدرها كانها تستسلم الوصيدة لاني ابنة عبدالغفور البرعي قلت في دهشة وماذا في ابنة عبدالغفور البرعي او في حج عبدالغفور نفسه وقالت وهي تبتسم اتسامة ضيقة كانها ترفي بها نسان ان بناته معقدات من الزواج وفحت انا اتعجلها حتى نصر الانتية من الذي يجعلكن معقدات انه اب تفخرن به وافخر به اولاده وسكتت برعا كأنها وسكتت برعا كأنها تعد محاضرة ستلقيها ثم رفعت الاسائلية واعتدرت في جلسة او قالت في صوت خفيد كأنها تحادث نفسها ان بابا مجنير وهو مجنير صنع نفسه اي انه لا شيء الا انه مجنير ليس واحدا من مجتمع المجنيرات وليس من عائلة كبيرة وليس له مفوذ او منصب حكومي وجاهل لا يجد القراءة والكتابة ولا يتتلم الا في عمله وكل من يتقدم اليه من الغرباء عنه يتقدم الى المجنير المشهور صاحب الفلوس وكل من يفكر في الزواج من احدى بناته يكون فكره محصورا في الزواج من ابنة الرجل الغني وعلى طمع في ان يحط له هذا الرجل الغني حيكدها فلوس ان اخت الكبيرة سنية تقدم لها شاب فريق كلية حقوق ويامل في مظيفة محتامة في الحكومة ومن عائلة كبيرة معه ابوه كان مزيرا ثم انه هو نفسه شاب رائع وسيء يفتح النفس رحبت به سنية اعجبها الى حد الاصرار عليه ووافق بابا اعتمادا على الحسابات التي اردتها اقلوا ثم كانت اول ازمة عندما فوج الشاب ان عليه ان يبحث عن شقة كيف يبحث عن شقة وحماه يملك اربع مرات في الزنالك بانها معمارة باسمخات بطه لا يمكن ولكن بابا اصح ان الشقة تدخل في مسئولية الزوت الرقل ثم انه يجب ان يثبت انه قادر على ان يكون رجلا وكثر الكلام حتى كادت الزيجة ان تفشل واختي ثانية تريد هذا الشاب وتبكي وقد استطاع ان يطيعها بنفسه الى ان احبته وتدخلت اميه وبذلت كل ما تستطيع باسلوبها الذي تربت عليه مع ابيه الى ان اقنعته بان يتولى هو تخصيص الشقة هل تدري ماذا فعل؟ انها لم يترك لهما شقة في احدى الامارات التي لم يملكها ولكن ما اشترى شقة في اماره لا يملكها ولم يكتب الشقة باسم العريس ولا باسم العوسة لكنه كتبها باسم اخي عبدالسلام الذي يقن في الميليتورا وتم الزواج رغم القرص العريس قال انه استسلم لرأي ابيه في ان لا يقيم فرحا كبيرا وان يكون جفافا عينيا في البلد واصبح ابي بعد ذلك يدفع الاختي ثانية مئة ابنائه في الشعر ولا ملدون زياده لما يكون بخيلا على عكس ما يقوله الناس لكنه كان عقليا انه يدفع لابنته مساعدة رمزية وعلى زوجها ان يثبت انه رجله استطيع ان يتحمل سيئة عائلته وعلى زوجته ان تتحمله مهن قلد فيه هذا هو الزواج وابي نفسه تزوج وهو لا يربح سوى القروش وتحملته زوجته الى ان اصبح مزينيرا لكن زوج اختي ثانية لم يستطع ان يثبت انه رجل وصدم في اطمعه التي اعتمد عليها في زواجه فطلق اختي بعد عامل معك هو الذي طلقه ورماها لتتعذب وستمرعين ابي كان ابي مطمئنا الى ان هذا الزواج لان هذا الزواج لم يخرج منه بشيء فقد طرق الشقة وصع ابي بتأجيله وهو لا يمكن ان يوافق على عودته كزوج من ابنته لانه لم يثبت انه رجل يستحق اعجاب ابي وزهوه به وتنهدت نظيرة وانا ساكت احس كاني فجئت واقعا جديد ثم عادت نظيرة تقول وبين شفتيها ابتسام مسكينة ونفس الاسباب ونفس الحكاية تكررت عندما تزوجت اختي الثانية ظهيرا رغم انها تزوجت ابن احد اصدقاء ابي انه هو الاخر ابن لأحد تجار وكيلة البلحة كان هناك تقارب كبير بين المجتمع الذي تعيش واختيه مجتمع عارفة لكنه هو الاخر تقدم اليها لانها ابنة مليونير قد اقيم حفل زفاف هائل في قاعته لكن رغم معارضة ابي الشديدة فولد العريس رغم انه صديق لبابا الا انه يختلف عنه اختلافا تاما فهو رجل الابتناني يحب المظاهر وعيش المجتمعات وتفاخر بصرائه وينفق الكثير في اشباع هذه الشعوة ولم يستطع ابي ان يستمر في معارضته لاقامة حفل زفاف الهائل فانه لم يدفع نفقات اطناعته لكن الذي دفع كل شيء هو صديقه والد العريس ان اقامة حفل زفاف تدخل في مسؤوليات العريس وكأن بابا كان يتعمد الانتقام من صديقه بني اتعال ويدفع اكثر فدعا الى الحفل كل العاملين معه وكل من لهم علاقة بعمله بانتبار المدرسين والشخصيات وطركنا نحن ايضا ندعو الى الحفل من يريد قد دعوت انا الى الحفل كل صديقاتي وكثيرا من اساتذة الجامعة الامريكية قد ذهب ابي الى الحفل وها مرتبنة لبابا وعلى رأس ردته التي حيطوها بشيئة ملون ولم يحاول ان يغير اي شيء من نظره الذي يعرف به ووقف مع صديقه يستقبل مدعوينه ووقفون من كل هذه المظاهر ثم انزعوا على ما اذا يحب به العاملون معه في مكتبه وارسأ احدهم الى الخارج وعاد اليه بششة كاملة تفرغ لتدخنها طوال الحفل اما امي فقد تعمدت ان تصنع سوق جديدا للحفل ولكن ضق امي في اختيار سيادها لم يتغير ابدا منذ كان زوجها عاملا منذ قبل ان يصل الى نجاحه والى صراعه ولا تتصور حالنا وابونا يجلس بهذا المظهر الشاذ وسط هذا المجتمع وفي الحلطن وربما احسست بابتسامات الناس وعنساتهم وهم ينظرون الى ابي ولكني كنت كأني اتحداهم فكنت اصحب كل صديقاتي وكل اساتذتي في الجامعة وقدمهم الى بابا وماما كأني اتعمد التظاهر بابي رغم انه يختلف في مظهري عن افراد هذه الطبقة وعن مظهر صديقه ابي العريس الذي كان يتعمد التظاهر بالمظهر المطري وعن كل حال فان صداقة ابي بابي العريس لم تكن صداقة شخصية خاصة لكنها صداقة عمل وصداقة الارتباط بمجال واحد هو مجال مكرة البراحة لما يكن الزواج مجرد زواج كان العريس هدفه وكان عالفه من الزواج ان يدخل مع عريس المشروع العديد كبير لصنعة البلاستيك لكن ابي رفض ان يدخل معه في اي مشروع ربما لانها اكتشف ان هذا الشاب لم يكتسب ثقة ابيه فيما اتحدث عنه من المشروعات فكيف رفضه ابيه واقبله ابيه فظل ابي كما هي عادة لا يمد اختي بعد زواجها الا بماء الجنيه في الشهر وقدم هذا الزواج اطول من معدام زواج اخت ثانية تم الطلاق بعد عامين لا بعد عام واحد اما مغتي الثالثة نفيسة فشيء اخر انها شخصية مختلفة عنها حتى انها لم تقبل منذ كانت صغيرة ان تعرف اسم نفيسة واصبحت تحرق اسم نوفا قد قدم لها مصطفى وعشاب مفريجي كلات التجارة وذكي الى حد انك تستطيع ان تحس بذكائها في كل كلمة يقولها قد استطاع بسرعة يكتشف كل عقلية وشخصية البابر كل عقلية وشخصية البابر بل استطاع ان يتسلل اليه حتى اخذوا ابي للعمل معه في حسابات رغم ان ابي يتردد طويلا قبل ان اختار من يعمل معه وخصوصا فيما يخص الحسابات واعتقد ان مصطفى ضرغ من ذكائه انه لا يعيش واقع اليوم لكنها يعيش مستقبل بعد ان يومت ابي ويزبح مسايطرا على مدره في زوجته وانا لا يعجبني مصطفى لاني لست كاختي نفيسة وقلت لها مقاطعا وقد بدأت اخمل ما تقصده لماذا تحكين لي كل هذه الحكايات قالت في اسرى حتى تعرف اني ستا معقدة قلت صرفا هل تريدين ان اؤكد لك اني لا اطمع في امار الابيكي ومن يدف حتى لو اكدت لك ربما تقولين عني ما قلت عنه زالين ما قبلك ان تتصور اخاكي برمه ودون ان يعتمد على الابيه وذكلك تؤكدين ان لابد في عقلها مشروعات ربما تتصورين ان في عقلي مشروعات عن الاخر ولا يمكن ان تكوني تحبين مثالا مدون تشكين في اني في ان لي اطمع فيكي قالت وهي تنظر الي في حب المرسل لابتسامتها الحلوى اني احبك ولست في شك فيك ولكن وحتى اكون صريحة فاني اخشان اخشاه اذا تزوجنا ان تعيرني بانك استغنائت عنك واحس كانك ممنت علي بهذا الاستغناء اني لا اقبل ان احس بانك تمن علي بشيء اخر فالحب لا يحتمل ان يكوننا واحدا منا ممنونا على الاخر قلت كاني اصفر من كلامها ان ما لا يصدقه عقل هو ان تقولي انك لم تتزوجي ابدا مهما كانت الاسباب قولي انك لن تتزوجيني انا وتركت مقعدها وجلست على الارض تحت اقدامي وزرعها المستندات مستند جاني على ركبتي وقالت وهي تبتسم اذا تزوجت فلن اتزوج الا انت ولكني اريد ان انتظر حتى اتم بناء شخصيتي انجم واعمل واكسب حتى تصبح شخصيتي منفصلة عن شخصيتي حتى لا اكون مقرد ابنة عبدالغفور البرعي واعيش في غنى عنه باكون انا وزوجي في غنى عنه وصحت وانا لا استطيع ان احبك كل هذا الحب واعيش محروما منك كل هذا الحلان اني حتى هذا اليوم لم اقبل حبيبتي الا هذه القبولات الخاطفة السريعة ليش القبولات الحب وقالت وهي تسند رأسها على ركبتي لن تعيش محروما وعدت اصيح اني لم استطيع ان انتظر حتى تبدأ انت قبل ان ابدأ لن اعيش تحت قمرك سابدأ انا حتى لو لم تبدأي ومددت يدي وقبضت على ضفراتها في قصوة وشدد رأسها اليها في غنف حتى اصبح كل وجهها ملتسقا بوجهي وشفتاها ملتسقتين بشفتا لي وصنع تلاتة همس فقد قررت ان ابدأ وكل شفتاها المتتمزتين بين شفتا لي نهاية بسم الله الرحمن الرحيم احسن عبد القدوس لن اعيش في جلباب ابي الفصل السابع كانت معظم امطة الاحاديث التي تدور بيني وبين المغيرة هو الحديث عن اخيها عبد الوحير ودوجته روزالين بعد ان اصبح هي عيشان في غرفتين داخل البيت عائلة البرعي الغرفة التي كانت دائما غرفة نون برعي قد تركاها كما هي لم يضيف اليها شيئا ولا حتى فكرت روزالين في تغيير وضع قطع الاساس فيها والغرفة المتسقة التي كانت صادقا غرفة نون فيها عبد السطر الذي هاجر الى انجلترا وقد قصصوها كغرفة جلوس وزحمها بكل ما يعبر عن كل الاسلام اصبحت حوائصها مغطاة بلوحات تحمل ايات القرآن وصورا للرجال الاسلام القدامى المعروفين كان من بينها صورة الشيخ حسن البنة مؤسس جماعة الاخوان المسلمين رغم ان عبد الوحاة لم ينضم ابدا الى هذه الجماعة ربما كان عبده مصبرك ويزداد تقربا الى ايمانه بتعليق صورة حسن البنة كما وضع في الحجرة مسندين يحفل كل منهما مصحفا كبيرا من مصاحب القرآن مصحف لكل منهما وفي جانب اخر اسند سجادتين للصلاة سجادة لكل منهما وكان من غاضبان على اداء الصلاة كاملة ربما كانت روزالين اكثر حرصا على مواعيد الصلاة من عبد الوحاة انها تصلي الفجر في موعده والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل في موعده تماما عقب الازال بل انها بعد ان عقد القرآن وجاء الى البيت ودخل غرفتيهما قام اولا بالصلاة ربعتين شكرا وابتهالا الى الله ان يوفقهما ثم اعطى كل منهما نفسه للاخر كزوج كزوج مزوجة وقلت لنظيرة وانا في حيراتي من شخصية عد الوحاة هل تعلمين ان اول امرأة ينسها اخوك يا زوجة ورزالين وقالت نظيرة من خلال اتسامتها وفي عينيها نظرك انها نظرت اعجاب باخيها اعرف لم تكن في حياته النساء قبل ان يتزوج ولكن هل تعرف ما هو اغرب وقلت في لحفة من خلال لحفتي على معرفة كل اخبار عبده ماذا؟ قالت ضحك لقد كانت الزوجة اغرب قلت كأني الامها وماذا يدهشك في ذلك؟ قالت مبتسم اتسامة سفرة انها امريكية عاشت طفولتها وشبابها في المجتمع الامريكي وهناك لا يعتبرون العذرية كشرط من شروط الزوج ان العذرية هناك لا تحمل اي معنى ومن حق الفتاة ان تبدل عذريتها في سن البلوغ كتبديل الاسنان في سن الطفولة وقلت كأني انهارها ان المجتمع الامريكي لا يده البنات الى فقدان عذريتهم ولكنها مجتمع يترك للبنت حرياتها فيما تريد اما ان تريد ان تكون بكرا او تريد ان تكون امرأة ولكن العذرية لم ترتب معناها في امريكا معنى الطهورة ومعنى المظافة هذه البنت لم يمسها العذرية وانا واثق ان الزوج الامريكي يفرح الفرحة الكبرى عندما يكتشف ان الفتاة التي تتزوجها لا تزال عذراء ان الفتاة في امريكا مثلك وخصوصا انك طالبة في الجامعة الامريكي لماذا تصرين على الاحتفاظ ببكاراتك ولا تسمحين لي الا بالقبلات رغم كل ما بيننا انك تريدين ان تبقي عذراء رغم ان بيننا فتاة كثيرة كما يتمسكنا بعذرياتهم وهنا احرار وانت حرة في الحياة بارادتك وقالت مظيرة كأنها تتحدني لا لاست الحرية اني مقيادة بايماني بان ليس من حقي ان افرد في عذرياتي الا باذني من الله الا بالزواج وايماني لا يزال اقوى من حبي وقلت سافرا وانا الضحية لا تريدين الزواج ولا تستطيعين التفريد في ايمانك وقالت محتدة وانا ايضا ضحية ايماني اما ايضا محرومة كلا انا محروم من الاخر ويتعذب لكنه عذاب نذيذ وقلت وانا احس باني اتنهت كأني ارثي نفسي عذاب الرجل اقصى واضعاف عذاب المرأة ولا اريد ان نتحدث عن الفرق السيكولوجي والفسيولوجي بين الرجل والمرأة فقول لي كيف عرفت ان رجالين عذراء وقالت ضحكة انت تعلم ان الوحيدة التي تستطيع ان تصارح اخي عبدالوهاب كل ما يخطر على بالي كما ان الوحيدة التي يصارحها قد كنت في صباح ليلة القرام وانا مصرعا اعرف هل هي عذراء واختليت باخي وسائلته واجباتني في دهشة من سؤالي طبعا ماذا تسألي وقلت لها انها امريكية وقال اخي في غضب وصخت مهما يقول عن الامريكين فامينا شيء اخر انها مسلمة وكأنها لو لم تكن عذراء لما اسلمت وبالمناسبة ان اخي عبدالوهاب يغضب كل ما سمع احد ينادي زوجته باسم روزالين ولا او حق ولماذا ننديها باسمها المسيحي وكأننا ننكر عليها اسلامها تعلم ان ننديها باسمها الذي اسلمت به امينا ولو اننا في البيت حيارة كيف ننديها امينا عن روزالين كأننا لا نستطيع المحس بها كمسلمة ولا نستطيع المجاهرها بانها امريكية غربية وغريبة عن الاسلام وانتهينا الى اننا اصبحنا لا ننديها باي اسم لا ننديها بالصفات يا حبيبتي يا اختي يا عرستي كان عبد الوهاب الرجالين اصفا اقصد امينا مختلين دائما في غرفتينهما ما داما في البيت لا يخرجان الى بقية انحاء البيت الا اذا كان في حاجة الى شيء كان يخرج لكلفة مع بقية اسراد العائلة على مائدة الغذاء كانت امينا تخرج وحدها احيانا وتدخل المطبخ لتأكل في غير مواعيد وغذاء والعشاء كانت تحمل من المطبخ ما تجده الى ظرفتينهما ولم يحدث ابدا ان اقترحت علي اي صنف من الطعام او علقت بشيء او اعترضت ان تقوم او عرضت ان تقوم بعداد لون خاص من الطعام بل انها لا تشترك في اي عمل من اعمال البيت خارج الغرفتين كأنها غريبة تعيش في بانسيون ومنذ صباحية يوم الزواج الاول خرجت امينا من البيت وركبت المتسك الذي تملكه واستفد حتى الساعة الخامسة بعد الظهور لابد انها استأذنب زوجها لقد ذهبت الى عملها كانت تحس ان الزواج يفرض عليها ان تاخذ اجازة من العمل ان الاجازة لا تكون الا للقيام بعمل اخر والزواج في رأيها ليس عملا يستحق الاجازة والغريب ان عبدالواهيب وافق وافق ايضا على ان تستمر الزركوب المتشكل بين الشوالة انها من معدات التمقل حتى لو كانت تركبه امرأة وليس في ذلك اي حرام مدامة المرأة لا تكشف المحرامات من جسدها طبما كانت هي التي اقنعت بهذا الكلام بل انه لم يعترض عندما قالت له انها مرت في طريقها لزيارة صديقتها فوزي ما هذه الصداقة التي تبغى عروسا الى زيارة صديقتها في صباحية ليلة زفافها وكانت نظيرة هي الوحيدة التي تستطيع ان تتجرأ على خلوة عبدالوهاب وامينة تستح عليهم غرفتين وكان قد مرة ثلاثت اياما على زواجهما عندما دخلت نظيرة اليهما فوجدتهم جارسين في غرفة الجلوس وكل منهما ساهم من ذالين مبتعدا من الاخر وسألتهم نظيرة بحكة عادتها ماذا بكم هل انتهى شهر العسل ام وجدتما في العسل مرارة وظل صامتين برها الى ان انطلقت روزالين اقصد امينه قائلة في الثورة اسمع يا نظيرة اني اعلم انك اقرب اخوات عبدالي فساعديني على اقناعي اني منذ اليوم الاول الذي التقين فيه وانا اله عليه ليعمل وهو لا يريد ان نعمل وقال عبدالوهاب فورا اسأليها اين تريدني ان اعمل وقالت امينة ويتوجه كلامها اليه ربا عليه اني يريدك ان تعمل مع ابيك هاي خطأ في ان تعمل مع ابيك وقال عبده كأنه تجاهل وجود نظيرة بينهما ويعيد المنقص من جديد قلت لك اني اني لا اريد ان اعمل مع ابيك كما انك انت رفضت العمل مع ابيك لغم انه يملك مجر احبية كبيرة في بلدك وضعت رزالين افا امينة اني لم اعمل مع ابي لاني اريد ان ادرس وقلت شعيدة واصبحت متخصصة في علاج اللفة اما انت فانك ترفض العمل مع ابيك تنى ان تحدد لنفسك طريقة مستقبلت انك حتى لم تتم دراساتك ولم تدخل الجامعة ولم تدخلص في شيء قال عبد السفيران ان ابي لم يدخل الجامعة ولا اي مدرسة ورحت تروضة الاطفال ان العمل مع ابي لا يحتاج للعوثة ولا للإشهادات وعادت امينة لا تصيح اني اعرف كل شيء عن ابيك انه لم يهرب من المدارس ولم يحرل نفسه من التعليم فاعتمد على نفسه وعلى ذكائه وعلى قريته حتى حقق لنفسي المعجزة ولكنك انت لست محروم من التعليم ولكنك حرمت نفسك وانا امزل لا اعتبر ان الشهادات الدراسية هي التي تحقق مستقبل انسان وكثير من العباقرة والصحاب الملايين عندنا في امريكا لم يدخل الجامعات ولم يخصلوا على شهادات وانا لا اريدك ان تتم تعليمك ولكني اريدك ان تعمل وتحاول بعلك تحقق المعجزة لا تحققها ابوك او على الاقل تستمر في احياء موجزة هل انا مخطئة هل اتجنى عليك لاني يريدك ان تلع افراظ حياتك وتعمل وقال عبده وهو ايضا مصيف قلت لك اني منذ سنوات انا مفكر وابحث حتى اتطيع ان اعمل بعيدا من ابي وقلت لك اني مستعد ان اسافر معك الى امريكا وابدأ العمل هناك حتى لو عملت مع ابيكي ذاتبارة الاحتي فاني فكرت في ان احولها مع ابيكي ذاتبارة الى صنعه واستطيع ان ادبر رأس المال الذي يكفينا لاقامة هذا المشروع هناك وقاطعت امينة وهي تلوي شكتيها الرفيعتين في قرف لو كنت استطيع ان اعود الى امريكا واطلق مصر فما تزوجت مصريا فما تزوجت وقال عبد الوهاد مواجه الكلام الى نغيرة وفنه كان قد نزع الردعا لا لا تستطيع ان تفهم وتقدر وكل ما نسيطر على مخاه استغلال ابي ثم عاد والتفت الى امينة مستطرد صراحا اسألي نظيرة هل ترضى ان تعمل مع ابي رغم انها تنتهي من درافتها وتصبح انسانك كاملة قالت لهم نظيرة وهي تضحك استمرها في المناقشة اسبوعا او شهرا او شهرين الى ان تتفقا وستتفقان انكم زوجان والمناقشة تحي وتملأ الحياة الزوبي وسأترككم خرجت نظيرة من الغرفة كأنها تهرب منها سألت نظيرة بعد ان حكت لي هذه الحكاية وسألت نظيرة بعد ان حكت لي هذه الحكاية بكل تفاصلها وماذا كان رأيك انتي وسكتت نظيرة برخم ثم قالت في سكون المسكين في صوت المسكين ان اصل عبدالوهات على حق فارزالين معظورة انها لا تستطيع ان تقدر العقد التي نعاني منها اتجاه هذه على عقد التي دفعت اخي عبد السلام للهجرة الى انجرطاء والذي تدفع عبده الى الهجرة هو الاخر لقد سبق ان حاول الهجرة ولم يصلح في الحياة بعيدا عن ابيه من حقه ان يحاول الهجرة مرة اخرى بعد ان تزوج امريكا انها عقدة عجيلة غريبة كخيوط العنكبوت ومن الصعب على من لا يعانيها ان يفهمها لكنك لا تدري ما حدث بعد ذلك وسكتت كأنها تتخصص وقدت اتعجلها في الاحثم ماذا عدد؟ وقالت مظيرا يا مطعف فقد فجينا بعبد الهجرة اخرى من حكرته ويأتي لاجلس معنا واحده على معيدة العشاء وفحنا الجميع المنتهشين اين زوجتك؟ ما عاد ابي فهو لم يردد معنا هذا السؤال انه لا يحب ان يتدخل في حياة ابنه ما دام لم يجدنا ينس وقال لنا عبد الوهاد دون ان ينظر الينا ستنام الليل عند صديقة يا حزيح ثم استطروا بضحكا ان كل منا في حاجة الى لا يطرحها ولم ينطق احد منا بكلمة اخذنا ان تبادل من المزارات في صنطن ربما الوجود ابي بيننا ولكن ابي ضحك تحكة كبيرة وقال عبد الوهاد هذا هو الفرق بيننا بينك لقد عشت مع امك عربعين سنة ولم اخذ ليلة راحة واحدة اما انت فقد احتكت ليلة راحة ولن يمد على زواجك ايام قال عبد الوهاد في وجوده ان امي نعمة لان ان الله بها يزوج على من يرد عليه من اجابه ولم يتم رد الله عني حتى ان احن مثل امك قال ابك انه لنهر اخي ان الله يرضى عن العاملين الذين يعملون ليصلوا الى ما كتبه اللهم ابلسك ولم يرد عبده على ابيه انه اتلع لقن من الطبق الذي امامه ثم قاوم من حول المائدة ضمن استئزان ودخل حجرته بسرع فقد كان غريبا ان يجلس معنا على مائدة العشاء فهو لن يتعود ان يتعش معنا حتى بعد ان تزوج كانت زوجته امينا تدخل المطبخ وتعد له ولها صمية عشاء وتعود بها الى حجرته قد دخلت الى اخي عبده في حضرتي بعد العشاء وقلت له مشفقة علي افتقني لماذا ذهبت امينا لتنامي عند صديقته وقال فاهما صدقني لقد اردنا ان ارتاح من الناقشاتنا امينا اوروبية امريكية فلا تنظر تنتظر منها التقاليد التي تحكم عادتنا وتحرم عليها النبيد بعيدا عن فاجه قد قضيت معه ساعات طويلة من العيل متعمدة ان اشعره باني يخفف عليه قلت له النظيرة وانا متعجب حائر مما اسمعه اني لا استطيع حتى اليوم ان اجد ما يقناني من اسداء الزواج عبد المرزالين قالت نظيرة وهي تهزر افاها في اسمعه عفقت انها تجربة قرر عبد المرزالين بعد يومين عدنا في دقائنا انا ونظيرة متحدث كعادتني عن اخيها وزوجتي الامريكي وقالت نظيرة وهي تبتسم وتهزر افاها كأنها متعجبة من الاحوال التي تشهدها قد عادت اني الى البيت في اليوم التالي لم تقطي مع صديقتها الا لالات واحدة قد عادت ان تغير انها تقطي كل وقتها وهي في البيت خارج غرفتها لا تقبل على الجلوس معنا ولا تكف عن الكلام وتشترك مع امي في عمال البيت الى ان عاد ابي في المساء الى البيت كعادته وكأنها تفرغت له يلفتناه في الصالة قبل تناول العشاء واخذ التحديث عن مع جمعتهم من علومات حول تجارة الحديد القردة وعلى تصمير الحديد انها تروي معلومات قيمة مثلا ربما كان بعضها جديدا بالنسبة لمعلمات ابي وفبراط كان يستمع اليها احيانا بجدية واحيانا يعلق ضحكم الى ان قالت له بعض الكلام الطويل لقد وعدتني ان اعمل معك ضحك ابي تحت كبيرة وقالك انه لا يعني ما يقول باذن الله قالت امينا وعناها تبرقون اني اريد ان اعمل معك من اليوم لقد درست كل ما يتعلق بالعمل دراسة واسعة ضعني في اي مكان من العمل وانا وافقها متأكدة اني سأحقص لك الكثير سنبني وانا معك مستقبلا باهر واسعة وسكت ابي فترة ثم قال او ابتسم ان كان سأطوه جدا اني لا استطيع ان اخذك من زوجك قالت في دهشة ماذا تقصد وقال ابي في هدوء ان عبد الوهاد لا يريد ان يعمل معي فاقنعيه اولا بالعمل وسارحل بك معه لتكون معا ويكون نسرا عنك صعت امينة كأنها تهيشت مابي ممال عبد الوهاد ان لكل مننا عمله انه لا يعمل معي في مكتب سلكة البترول ولا يعمل معي وانا اكشف على مرض الليسا وانا لا اعمل معه فيما لا يقدري ما يعمله ان لكل مننا عمله الخاص قال ابي انك فلالت تسعة متى انه زوجك وعادت امينة تصيف وما دخل زوجي في هذا الموضوع هل تريد ان استدنه وقال ابي وهو ينضع اليها كأنه يطلب منها ان تنهي هذا الموضوع انه ابني ولا استطيع ان تعمل معي زوجة ابني وانا حائف ابني انها وضع غريب واسمعي ابنتي اني رجل مع الجوز دقا قديما ولي طبيعاتي الخاصة وماذا يجدونه عاديا عندكم في امريكا قد يكون غريبا عجيبا عندنا كيف تعمل معي زوجة ابني ولا يعمل ابني اني لا اصفيع كلما رأيتك امامي ان اتخلص من محساسي لابني فكيف ارتاح لك اذا رأيتك تعملين معي في عملك ورغم هذا زلت امينة تلح وابني مصمم على غضب الى ان قامت امينة من امامه راضبة ودخلت غرفتها الى زوجها الذي لم يخضر هذه الجاسة ولم يسمع كل هذا المقاش ولم يبدر عليها ولم يتناول معنى هما الاسنان طعام يعشى فتنهدت نظيرة فئاسة وقالت في صوت الحزين وقد تأكدت ان اسمع هذا الكلام ان اخي بحياتي ويضيع في فتحية جديدة ماذا تفهم من كلام روزالين او امينة ان كل ما فاهمته وانها لم تتزوج اخي لانها تحبه او لانها اصطلحت الى تدايونه وتتعوفه في الاسلام او انها اعجبت بشخصيته ابدا فقد تزوجته فقط لانه ابن الحج عبدالغفور البرعي وكانت قد جمعت كل المعلومات عن فراء الحج عبدالغفور فتزوجت ابنه لتستغل هذا الصلاة وقد حاولت اولا ان تقوم بهذا الاستخدام عن طريق ابنه الذي تزوجته واندما خيب الابن عملها حاولت ان تستغل الحج عبدالغفور مباشرة مباشرة بان تعمل معه اني لم اعرض اطيقها بل اني لم اعرض مقتنعة بانها اسلمت من اجل الاسلام لعلها ارادت ان تستغل الاسلام قلت كاني قررت ان اجادلها واتحدي ارائها ومن ادراك ان اخاك نفسه لن يتزوجها لانه يقعبها او لانها اسلمت او لانها اعجب بها انها ليست مبرد امرأة جميلة تسير الاجاب بل انه لن يتزوجها لحاجته الى امرأة اي امرأة فقد قضى عمره كله دون ان يمس امرأة انه تزوجها هو الاخر لتحقيق اطمعه قد يكون كل ما دفعه الى الزواج هو ان يسافر معها الى الميجة ويحقق مستقبله هناك بعد ان يحصل هو نفسه على الجنس باناكية بحكم الزواج قالت نظيرا ويتنظر الي في لون لا يهمني ماذا يريد اخي ان ما يريده خاص لي واطمعه لا تمثني ولا تؤثر فيه ولكن اطمع زوجته تمث كل عائلتي فانها اطمعه في استرجال ابي وهي اطمعه حرمتني انا واخوتي من ان نستطيع ان نعيش حياة عالية مثل كل الناس حرمتنا ان يتزوج اي واحد فينا من اجل صغير شخصي اننا لا نتزوج الا من اجل فيش حيث اعطي الغفور وقلت مش فقا هذه هي عقدتكم كلكم قالت ابناء تهم عن تبكي هذا صحيح قلت انا اقترب منها واحتضنها فقد فكرت في المشروع اللي اخلصت من هذه الوقت لان احررت من ابيكي وانا تزوج قالت بلا الموبايلات كيف قلت انا اضمها الى صدري وارفع رأسها وعينيها في عينيها اتزوجك بالابيكي اي اتزوجك الان دون ان نخبر بابا وتتركين البيت كينك تغربين ونعيش هنا معا زوجا وزوجا وطبعا سيصور بابا بعد ان يعلم وسيطردك من عائلتي لن يمدك باي مساعدة وسيقتع عنك مصورك وقد يحرمك من الميراض وبذلك تتكدين اني تزوجتك لشخصك لا لانك ابنة الحجعة للغفور البرك فلن اناد منه شيئا في حياته ولا بعد غفاته واستبنين كل شخصيتك الحرة بعيدا عن ابيكي وتتحررين من وقتك وتكونين لحبيبك لي ولان اقول هذا الكلام يمجرد ارضائها وتهدياتها في اسمالها ولكن كنت اتمنى فعلا زواجها حتى لو هربنا بزواجنا عن ابيها فقد اصبحنا نعيش بزوجين بلا زواج فهي تحمل مفتاح الشقة وتذهب اليها سواء كنت فيها اولى ما كنت فقد قلبت الشقة ويرت كل اساسها واحترمت اكثر بتغيير غرفة النار حتى انها اعادت في نوعها بلون اخضر فاتح كزبراوي كأنها كانت تمسح كل الماضي الذي عشته في هذه الغرفة مع الاخريات كنت انا الذي ادفع كل النفطات وربما كانت تتعمد ان تدركني ادفع تحت تأثير وقتتها بان الناس تنظر اليها لمجرد انها ابنة رجل غني وان كانت تدفع بجانب من ادفعه تشتري اسماسا من الاكلات او تحفة صغيرة من التحف التي تزين بها الشقة انا دائما الذي ادفع اكثر وكل هذا وامنياتي تشتد يوما بعد يوم بان اتزوجها اني اعبها وابتعدت نظير عن صدري وصحبت عينيها من عيني وقالت كأنها تحدث نفسها ليس مما يثبت حريتي وقدرتي على الاستقل بشخصياتي عن ادي ان اعرض منه ونتزوج بعيدا معنا بالعكس هذا سيجعلنا اكثر استسلاما له ونعيش زواجنا كأننا عاربان من القوة الاعظم التي هزننا امامها قوة ابي وبالعكس ان والدي قد يوافق على زواجنا بلا مبالاة لان ليس من طبيعته فرض اراضة على اولادها ولكن ما يجعلني اقيم شخصياتي الحرة هو ان استقيل عن ابي وانا حرة ان اعيش ولست في حاجة مني وان يكون لي اسم ليس في حاجة من العسم ان انادى باسم نظير عبدالغفور البرى فلا يتذكر احد ابي عبدالغفور البرى ولازلت في حاجة الى وقت حتى استطيع ان احقق الشخصيات التي اردها لنفسي وقلت فياس اقد اصبحت انا الاخر مؤقدا من ابيك قالت وهي ترتصق بي انك اصبحت انا وعطتني كل شفتيها من اكتنزتين بين شفتي كأنها تسكتني مرت اسابيع قليلة اسبوعين او ثلاثة وجاءت نظيرة يوما وعاقفت امامي تقول كأنها تتعمد ان تكون ساخرة خبر خبر جديد روزالين سافرت الى امريكا وقلت في دهشة مفاجأة لماذا؟ قلت قلت من خلال ضحكة ساخرة قالت من خلال ضحكة ساخرة قالت لاخي انها تريد ان ترى امها قلت من خلال المفاجأة والسافر اخوكي معها قالت وهي تجري الى المطبخ لا وصرت على ان تسافر وحدها انت انت احسنت قدوس لان اعيش في ترباب ابي الفصل الثامن كانت نظيرة قد تناقشت مع اخيها عبد الوهاد منعقشة حد كينهما يتشجرهم كيف يسمح لزوجات ييروزالين ان تسافر وحدها الى امريكا ولما ينقضي على زواجهما اكثر من اسبعين او ثلاثا اين الزواج؟ اين ما تطلبهم الحياة من ان يعيش الزوج بزوجته متقاربين ملتخصقين لان يصل كل منهما الى اعماق الاخر وقد رد عليها اخوها في فتور ان من حقها ان تسافر لترى امها على الاقل لتحكي لها حكاية زواجها وصحت نظيرة سائرة لماذا لم تكتفي بان تحكي لامها في خطاب او ضرقية او لماذا لم تدع امها الى مصد الاضطراها وتعيش معها دون ان تتركك وتفسد الحياة الزوجية وانتما فيه الاشعار العزل كانت تستطيع ان تدعو امها وتقيم معكما هنا في البيت وتخصص لها الحجرة التي تتخذانها حجرة جلوس ولم يكن ابي او احد في البيت سيعترض على تشرفها هذا اذا كنتما تريدان توفير المفقات القامتها في فجر وقال عبدالوهاب وهو لا يزال فاترا قلت لك ان شخصية الفتاة الاجنبية او الامريكية تختلف عن شخصية الشرقية ان شخصية امينة تختلف عن شخصياتك انت مثلا وكل ما تعيشين فيه من اراء وتقاليد احسيث لا تعيش على امينة وانا اعاملها بشخصياتها لا بشخصية الفتاة الشرقية وتقاليد الحياة الشرقية وعادت نظيرة الصيح ويماذا طرقتها تسافر وعدها لماذا لم تسافر معها اني اعلم ان من اعز امنيك ان تسافر الى امريكا فقال عبدالوهاب وهو يتنهد كأنه يتذكر احلامها انها لن تغيب طويلا قد وعدتني ان اسافر معها في المرات القادمة فتركته نظيرة وهي صاخته موقما لا عليه ولكن على روزالين لقد اصبحت نظيرة باسم روزالين لا باسم امينة لم تنقلس عشرة عيان او اكثر بيومين حتى جاءت ليا نظيرة وقالت وهي اعتلهت مبهورة وان كانت مبهورة في غل تصور فعلا ماذا حدث فسكت برها وقلت ضحكا نعملي معروف لا تعذريني بالتصورات وقالت كأنها لم تسمع كلمتي لقد عادت روزالين من امريكا ثم القت نظيرة بن الساعة والنقض كأنها محدودة وبدأت تحكي عكاية فقد عادت روزالين اليهم فجأة دون ان ترسل برقية ليستعد زوجها لاستقبالها وانتظارها في المطور عادت في بصوطة كما سفرت في بصوطة فانها لم تسافر الى اقصى الدنيا الى امريكا كأنها ذهبت الى خين الخليبي في مصر وعادت قد عادت دون ان يبدو عليها اي تغيير نفس الوكه المنصوص الابيط والشفتين الرفيعتين كأنهما خطان على وجهها والعينين الضيقتين اللونعتين كان كل ما يبدو عليها من تغيير ان الثوبة الذي كان يتدلى حتى قدميها مغلاز في تتبع تقاليد الاسلام قد ارتفع وان لم يرشف عن رجبتها كما ان الثوبة كشف عن ذراعيها وان لم نصل حتى كتفيها لا شك انها عادت تأثرت هناك من المجتمع الامريكي وقد عادت ويتحمي الهدايا لكل افراد العائلة وان كانت كلها هدايا رقيصة جاءت لكل بنت من البنات ببلوزة فاقعة الارض وجاءت الام بززاجة وتعترس ومن الام لا تتمسك بالعطور وجاءت الحاج عبدالغفور بعدة حلقة كاملة غالية نسبية وان يرى احبن ماذا جاءت به لزوجها منذ جاءت وهي تتقربت بعمل كل افراد العائلة وتحكي لهم حكاية عن امريكا وعن الاميان ونظيرة تحس بان هذا التقارب متعمد ومفتعل لابد ان هناك شيئا عاد به وتريده في نفسها الى ان عاد ابوها في المساء استقبلته روزالين في فرحة لعلها ايضا فرحة مفتعل ورد عليها ابوها بترحيب وحنوه وابتسام طيب حظا انها رجل طيب وان كان الطيباته لا تؤثر في ذاته وجلست روزالين معه في غرفة الكلوس كما هي العادة قبل العشاء وكل افراد العائلة حول العالم عادة زوجها ابت رعيب التي بقيا منعزما في غرفته وقدمت له روزالين هديتها واخذت تحكي له والاخر عن امريكا عن ابيها وامها وقالت ضحكا لقد كانت صورتك التي ارطتها العالي واميه اكثر الصور التي اعجب لي لقد احس بانك تمثل الشرق كله وقال الحاج عبدالغفور ضحكا اني ادعوهما الى الشرق حتى يكونوا منا والتشرق لقد اصبحنا نسائب مصر وامريكا وبعد كلام كثير سكتت روزالين برها ثم قالت في بعجة جادة وعينها وعينها الضيقتين تزدادان بريقا لقد عدت من هناك بمشروع اعتقد انه يهمك وقال الحاج عبدالغفور بالاهتمام خيرا وضارت روزالين عينها بين افراد العائلة والجالسين معها كأنها تتردد ولمح الحاج عبدالغفور بذكائه ترددها فقال لها من ابتسمى ابتسمى كهيد طيبة هل تفضلين ان نكون من فردين بعيدا عن التسرحان وقالت روزالين كأنها قررت لا لا يهم اني اعلم انه مشروع لا يهمهم ولا يدخس اختصاصاته ولا مانع من ان يسمعوا لعل لهم رأيين فيه ولكن الامن كادت تسمع هذا الكلام حتى قامت من الغرفة ولاحق بيها ابنتهي الكبرى نعمت عودة ان لا يسمع اي كلام خص بعمل الحاج عبدالغفور اما النظيرة فقد قررت ان تبقى وتتشبثت واتشبثت بمقادع لانها تريد ان تعاف واختاء الاخرى بقيت ايضا كتتسلى وكانت روزالين تسكت قليلا حتى انها تلتقط انفاسا تستعد العرض مشروعا ثم استطربت قائلة اني يقدر الاسواق الذي تدفعك فايل ان ترفض ان اعمل معك ما دم عبدالله يعمل معنا لك حق ولكني من يومه وانا افكر في شيء جديد استطيع ان اقدمه لك لاني مطهولة من اجاهك اقدمه لك لا كعمل معك ولكن كعمل خاص به قد استطيع فيما بعد ان اتراون فيه مع زوج العبدالغفور كان اول ما اكتشفته ان الحكومة المصرية تبيح القطاع الخاص ان يستغلوا القروض الاجنالية ويعمل بها لحسابه الخاص والقروض الاجنالية تتميز بشروط سهلة لا يمكن ان تتحقق من خلال القروض العادية ان هتوفر فترة سماحها ترد خلالها شيئا مما اقتربته مدة خمس او عشر سنوات كما ان ثوائد هذه القروض بسيطة الى حد لا يحصل حسابها وتسألت لماذا لا تستغلل انت هذه القروض وتبقيم بها مصنوع كبيرا دائما وبدل من ان تقتصر على عزمة الحديد الخردة وبيعا تتطور بنشواناتك الى برسمية هذا الحديد لا شك انك تعلم ان استغلال هذه القروض يجب ان يكون من داخل الدولة التي اقتربت اي انك اذا احصلت من القروض الامريكية فيجب ان تتعامل بما اخرته من داخل امريكا اي ان يكون الاستراض من امريكا ولذلك سافرت الى امريكا ولم اسافر لارى والدتي كما ذكرت وان كنت قد فريحت برئيتها ولكني سافرت لأستكمل المشروع الذي تمكن من خيالي وادرس مجالات الاستراض من امريكا وقد وصلت هناك الى الهجم ان انا لا نستطيع ان لا استورد الالات في حد لكن انا نستطيع ايضا استراض كتر من الحديد مصنع هنا وقد اقدرت ان انا نستطيع ان ندع وحصلنا من القروض الاجمبية ولو عشر كمليون دولار فقط وانا واثقة ان لك من الاتصالات والنفود ما تستطيع ان تصل به الى كل ما تقتنع به وقد اعددت كل ذلك في دراسة مكتوبة ساضحى امامك وكان الحاج عبدالغفور يستنع اليها وهو دهش وان كان لا يبدو عليه الاحتمام الشديد بينما نظيرة تستنع اليها كانها تستنع الى نصابة تبدأ عن غيرك لك قال الحاج عبدالغفور من خلال ابتسامتي الطيبة انك مدهشة طائعة كنت اتمنى ان تكون احدى بناتي او او حتى اوزادي سنة لذكائك ونشاطك قالت الوزالين تتعجله متفاعلة ما رأيتك في المشروع قال الحاج عبدالغفور وهو يبعد عنها العيني انها مشروع ضوءا مضموم لكنك يجئت متأشرة فمنذ عام دخل صديقي بهنا سنة لهذا المشروع واستضاع ان يأخذ لنفسه من القروض الاجمبية وبدأ ثانا في اقامة اعمال جديدة وعندما سمعت بدأت انا باخر في محاولات الحصول على النزل من القروض مع شريك كافا في هذه العمليات ولم نأخذ من القروض الامريكية ولكن من القروض الامنية وقد تطلب الحصول على هذه القروض جهدا كبيرا ومتاع باستمرت شهورا طويلة ولا شك انك تقدرين متاع للتعامل مع الحكومة والمبالغ الضخمة التي يكلفها هذا التعامل ورغم ذلك اقدمت بعد ان اقنعني شريكي ولن نرسل الى استكمال المشروع الى منذ شهر مرحب وصاحة الوزنين كان لها تصرف اني لم اعلم انك دخلت في مثل هذا المشروع وقال الحاج عبدالغفور في هدوء انك لم تسأليني قبل ان تبدأي في مشروعك قالت يا ناتكي ان زوجي عبدالوهاب لم يقل لي شيئا وقال الحاج عبدالغفور وهو يتنحى التنهيدا كأنه يصف المتعابه ان عبدالوهاب لا يعلم شيئا عن اي شيء وقالت في حدة اي انك ترصد ان تأخذ مني هذا المشروع وقالت انه يرسيها اني لا افضه واعلم ان عملتك منه تصل الى منسبة كبيرة تحقص لا كذلك حم ضخم لكني سبقتك اليه لا استطيع ان ابدأ مشروعا وقد بدأته فعلا قالت ورأسها يسقط على صدرها اي لا امل وقال ابي مشفقا عليها فكرت مشروع اخر وانا مستعد للتعاون معك اخذي هذا المشروع وعرضيه على احد اخر وانا معجب بك الى حد اني لا استطيع ان اصدق ان امرأت استطيع ان تهد نفسها وتبدل كل هذا الجهد في تحقيق مشروعات لرجال الامور بل اني بل اني من دهشتي احس انك تظنين نفسك قد كنت اعتقد ان كل نساء العالم حتى في امريكا ليس ليهم ما يجهدهن ويحق لهم السعادة الا البيت والاولاد وقالت رزالينك صفت انك تعيش ايامك ان كل نساء العالمي عملنا في كل المجالات التي كانت قصرة على كل الرجال ثم اكتسمت اكتسامة مسكينة كأنها تذكرت شيئا واستطلطت قائلة في صوت الخفيد كأنها تحدث نفسها ما عدا صديقتي فوزيه انها رغم كل ما تعلمتها ورغم كل الشهادات التي تحملها ما تحب ان تعملها وقال ابي مكتسما وهو يرفع الجد عن رأسه ربما لانها عقل واكثر واقعية من لقية المساء واحب ان اقول لك كلمة ان رجل الاعمال لا ينجح ابدا من اول محاولة ولا الثانية ولا الثالثة انها قد يفشل في عشرات المحاولات يعني يوفق في محاولة ويبدأ في بناء مجد مجد انا نفسي فشلت في محاولات كثيرة قبل ان يوفقني لنا حيث اسمعين عزاج الاعمال الرائع محمود عبد المحمود الذي وصل الى انه اصبح يحكم كل المشروعات مصر فقد بدأ بالفشل فشل في عمليات كثيرة منها عملية كان يريد ان يفركني فيها وقالت رزالين واقفة وقالت انهيارس عن اثنكم تصبح على خير وصارت الى غرفتها في خطوة مترنحة كأن احساسها بالفشل سيعدها صحت ورأها نظيرة وصيحتها فيها لدنة الشماتة العاش وقالت رزالين صاخطة دون ان تنظر اليها يشهد عش واختفت داخل غرفتها ونالها بكت على صدر غجية وسكتت نظيرة وهي تتنهد كأنها تلتقط انفاسها بعد ان حكت كل هذه الحكاية وان اسمعها غارقا في التحسة والتعادل وقلت لها لم اكن اعتقد ان هذه المرأة يمكن ان نصل بها طموحها جاهز الحد حتى ولو انها امريكية وقالت نظيرة في قرف كأنها تصحح معلوماتي انه ليس مجرد كنوف انه شذوذ انها تعيش كل حياتها في شذوذ لقد تركت عائلتها التي تتاجر في الاحذية التي تتعلم الطب وبعد ان تعلمت الطب تركت امريكا كلها وجاءت الى مصر لتعمل في مكتب احدى الشركات وتبيع احذية حملتها معها من بلدها وتكشف على مرضا لسا رغم انها لا تستطيع ان تمارس الطب ثم تزوجت اخي لانها عرفت انه ابن رجل الاعمال مدنيا وقررت ان تمارس الاعمال ان رأى غريبة شافة وستبقى دائما تعيش شذوذة وانا لم انتهي من حكايتها مع اخي بعد انك لا تدري ما حدث بعد ذلك وتنهدت مذيره في اسا ثم استطربت قائلة وتنهدت مذيره في اسا ثم استطربت قائلة اني في الصباح وجئت بامني رأيت رسالين تاخذ من البيت وهي تحمل حقائبها قد رأتني ولكنها لم تقل لي كلمة واحد ولا حتى كلمة صباح الخير ولم اقترب منها وجريت الى اخي صارحا لا تكرر حفيد وقال ورأسه منهار وعينها تكهدان تمتلقان بالدموع ذهبت الى فوزية وقلت اتعجله ليفسح لي متى تعود لقد خرجت ويتحمل حقائبه وقال كأنه يبكيه قال لا تعود ونفحت في دهشة لماذا لا تعود وقال اخي وهو منهار طلبت اطلاق وصرفت هل طلقتها وقال وهو ساهم لقد طلبت منها المهلا لأفكر ثم انهار اخير عقدا على وجهه كأنه يبكي ولو اني عندما جلست بجانبه وربت على كتفه وجدت لهم لا يبكي ولكنه في حالة انهار وبدأت تحسر الغيب والغيب ليعرفان أصور كيف تتبرع هذه المرأة على طلب القلاق من اخي قبل ان يمر شهر ونصف شهر على زواجهما اخذت اخي كأن اخذت اخي كأنها تتذوق طعمه وعندما لم يعجبها طعمه تلقي به في الشارع تحت اقدامها ان اخي يجب ان يعتذل شخصياته يجب ان يكون هو الذي يتحكم ويرقي عليها او يرقيها كيف تكون هذه الامريكية هي صاحبة الحق في التحكم كل امريكا بجلالة ادرها ليس لها الحق ان تتحكم في اخي لكن اخي منهار انه يزدم بصدمة اخرى من صدمات الفشل وقد عاش الفشل طوال حياته قد يقضي عليها بالفشل اخيرا لا لن يطلق روزدي واحسرت اني لا اريد الطلاق لاني اتخيل سعادة اخي معها لكن اني لا اريد ان تفرد عليه اراضتها سيعود بها الى البيت ويبقى معها شهورا او اكثر او اقل ثم يكون هو الذي يفرد اراضاته عليها هو الذي يطلقها ليست هيلة التي تطلقها ولكن كيف يستطيع ان يعود بها الى البيت وفكرت وفكرت ثم تركت اخي وخرجت اجري ما اجري من البيت ودلما اذهب الى الجامعة ذهبت الى ابي في مكتبه وفكرت ابي في حتى يفويل اليه ان مصيبة قد واقعت لنا فان احدا مننا لا يذهب ابدا اليه في مكتبه ولكنك تعلم اني اكثر اخوتي جرأة ولكنك تعلم اني اكثر اخوتي جرأة عليه وصراحة معه لذلك استطعت ان اتجرأ على الذهاب اليه في مكتبه وقال ابي وقد فضمت المفاجأة ماذا حدث؟ وقلت انا اجلس على المقعد بجانبه قبل ان احييه او استأذنه وابتسم له ابتسامة تخفف عنه واقع المفاجأة لا شيء ولكنها ليست مجرد زيارة قال وقد بدأ يستريح خيرا ماذا ورائك؟ قلت وانا قرر بجزي منهما انظر اليه في استجداء اخي عبدالرهاب في ازمة ويجد ان تنقذ قال وقد ازدادت مئنانا واحتاح اكثر كان اي موضوع العبدالرهاب لا يهمه انه في ازمة مستمر ما هي اخر ازماته؟ قلت كأني انهي عزيزا ان زوجته تطلب الطلاق وهو لا يحتمل الطلاق قال في حدة ليطلقها او لا يطلقها هذا لا دخلي فيه قالت بلهجة الاستجداء حضرتك تعلم لماذا تريد زوجته الطلاق ان حضرتك لن تعطيها فرصة للعمل معك وانا واثقة انها لو عملت في مكتبك كثيرة او مترجمة او مستشارة فستعدل عن قدر الطلاق فما رأيك يا بغضل واضعتها عندك سعين وظيفة صاحبه ومستحيل ان شكلها لا يريحني ولا يطمئني على ان اعاد اليها باي عمل وقلت انا اتظاهر باني اكاد ابكي ان قد رأيت عبدالوهاب بعد ان تركته زوجته انها منهارا انهارا كاملا فقد صدم بالفشل وخضرتك تعلم انه كان دائما فشلا واخشى ان يقضي عليه هذا الفشل الجديد ثم اني متأكبة ان هذا الزواج لن يفتمر لكن انا لو عيننا رزالين في وظيفة فان انا ممتن في اجله السطرة ثم يقع الطلاق بعد ان يكون عبدالوهاب اطوأ على احتماله واعتدل ابي في جنفته وقال وكنه يلقي علي المحاضرة يا ابنتي ما هو الزواج هو ان يستطيع رجل وانضاع ان يعطي كل منهما ما يريده الاخر لقد تزوجت انا وانا اريد من امك ان تفتح لي بيتا وان تعد لي الطعام وان تنجد لي الاطفال وكانت هي لا تريد الا الستر والامان والبيت والامومة ولهذا وفقنا في الزواج واحتملتني كثيرا واحتملتهم اما عبدالوهاب وزوجته فلم يستطع كل منهما ان انحقق ما يريده الاخر فقد اخطأ منذ البداية في سهم وتقدير كل منهما للاخر ان هذه الامريكية تزوجته لانها اعتقدت انها تستطيع ان تستغل عليها تستغل منه وهو تزوجها لانه يريد ان يكون كاخيه عبدالسلام يتزوج امريكية كما تزوج اخوه مبريزي لعله يصل الى تكوين نفسه ولكن الامريكية لم ترتح له الامل اني خننت هذا منذ اليوم الاول الذي سمعت فيه بهذا الزواج لهذا يجب ان ينتهي هذا الزواج ان يقع الطلق اليوم واليوم افضل الرد وقلت له في توسل يا باب اصحبني انا لا اريد ان يستمر هذا الزواج لكني اريد ان يكون عبدالوهاب هو الذي يطلق ولا ستير الذي يطلقه هذا اشرف له اشرف العائلة وسمعة اخي وسمعة العائلة ستعود اليه الان بعد ان تفرح بالعمل معك وانا واثقة انه بعد شهور وربما اسابيع سيطلقها عبدالوهاب هو الذي يطلقه وانا اضمن لك هذا وبعد الطلاق ستطلبها انت طبعا من العمل وصاح اريه لا يمكن مستحيل هذا كلام نسوان ولا بايل وانا لا يمكن ان نلوث نفسي بمثل هذه التحايلات طباق عبدالوهاب اليوم لا ينس في العائلة ما دخل العائلة في كل هذا اني اريد ان يتحمل عبدالوهاب نتائج المحاولات التي يجريها حتى لو فشلت كل تجاروه وعادي تطلبها فشلت فلنطرقه يبحث عن تطلبه اخرى هذا ما ترون حكم جميعا ولا اريد من احد من العائلة ان يثير امامي هذا الموضوع ادركوه وحده وهو وحظه ولا اقول هو شطرت لان نصيبي كان ابنا ليس شطرا ومع الثلانة اريد ان اتفرغ العمل وقالت نذيرا وهي تبدو وكأنها منهرة خرجت من الهند ابي يائسة مقتوضة اني لن استطيع ان استرد شرف اخي الذي اعطمته هذه الامريكية ثم القت نذيرا ورؤسانها بين زرعيها وبكت بكت فعلا بطموعا متشنج والواقع اني انا الاخر اصبحت مقتضر من هذه المرة لماذا تطلب هذه الامريكية الطلاق مدانا زوجها ساكتا على كل ما تفعله لتحقيق طموها ساكتا على جذبه بها وقررت بيني وبين نفسي ان اذهب لملاقات صديقتها فوزي صديقتي فوزي واستقبلتني فوزي بابتسامة خبيثة قائلة اين انت اني اعرف من اخذك من وقلت ضحكا من ووجئت بيها تقول ساخرة ما بصراحة نظير وبلعت ريك الذي اهتزد في الحلق من المفاجأة وقلت من دراك كيف اعرفتي القاضي الضاحكة اني اعرف كل شيء خصوصا ما يخص اصدقائي وقلت وهي تجلسني على المقاط قد قررت ان اكون صويحا معها على كل حال كبتس لا يهمني ان احططل بنظيرة سر لنفسي والواقع اني جئت اليك لموضوعي هم النظيرة لماذا تريد صديقتك امينة الطلاق مع دلوهاي استعملت اسم امينة لمراضات فوجية واختفت اتزامك فوجية واعتدلت في جلساتها قائلة هذا ما يجب ان يتم وقلت انا اغالي في ادعاء الدرشة لماذا قد كان يطلعوا في كل ما تريده كان يتركها لعملها وتركها تبيت معك وتركها تسافر وحدها فماذا تريد اكثر من ذلك حتى تطلب الطلاق وقالت في بهجة من جادة كما هي المسؤولة قد جاءت امينة الى نصر قررت ان تقيم فيها لانها احسد فيها بالامان والمرأة عندما تتزوج وهي تريد الامان فانها تبحث عن رجل قوي مكافر يجاهد حتى يضمن لها انه يستطيع ان يصنعها ويؤمن على حياتها ومستقبلها لقد اعتقدت امينة ان عدلها برجل قوي هكذا خيل اليها ربما لتدينه لكنها بعد ان بدأت تعيش معه اكتشفت انه رجل عاجي هو عطل يعيش اوهانه ولا يعيش الحياة وقد حاولت ان تقنعه بان يعمل مع ابيه ولكنه لم يقتنع وحاولت هي ان تعمل مع ابيه لانه يلحظ بها فلم تستطع حاولت اكثر من ذلك حاولت ان تكون نشيطة لابيه في تحقيق مشروع ضخم ففشلت وواجدت مساها ستعيش العمر كله مع هذا العاطل العجز تعيش خائفة لا تستطيع الاطمئنان على حياتها ولا على امنها ولا على مستطلة بعض معيشتها فقررت ان تهرب من هذا الجو المخيف وان تطلب الطلاق ولا حق ان السعادة الزوجية لا تتحقق المرأة الا مع زوج قوي مكفر عامل يحفر الصخور ليفتح ابواب المستقبل الزاهر كانت تتلم بحماس كأنها هي التي حراضتها على الطلاق وقلت كأني رافض من كلامها ان روزالين تعلم ان عبدالوهاد في ثلاث مع عاملها وقد قيل لها انه مستعد ان يسافر معها الى عامل ويعمل هناك ويقيم مشروع ضخم انها مستطيع ان يأخذ معه الى هناك رأس المال الكافي فلماذا لا تستجيب لمشروعات زوجها وطبعه واحلامه قالت فوزية في حتة كأنها تجتمع عبدالوهاد انه يعلم ان امينة لا تريد ان تعود الى امريكا بل لم تعود تستطيع قد سبق ان تقدم اليها خطة كانت تعلم ان كل منهم يريد ان يسافر معها الى امريكا ويحصل على الجنسية الامريكية هناك حكم الزواج من الامريكي فكانت ترفضهم فوزة ولكن خضرها عبدالوهاد ولم يقل لها شيء قبل الزواج ان من طبيعاتي الصمت الطويل كانت تعتقد ان صمته هو دليل عبر قريته الى ان خاب املها فيه وقلت كأني اتحداها وارد على اتهامها لعبدالوهاد بالتهام لجلي لقد قيل انها تزوجته لانها كانت طميعا في اموال ابيه لحاج عبدالغفور وصحت فوزية انه ليس طمعا ولكنها حاولت ان تعيش بالحق الذي يكفله لها الواقع ان اموال عبدالغفور هي اموال ادنه عبدالوهاد وبالتالي اموال زوجات ابنه من حق ابنه وحق زوجته ان يتدخل في كل هذه الاموال ويفهم كل قرش فيها حتى يستطيع الاستمرار من بعده ان هذه الاموال والمصنع والشركات ستكمن لهما ولأولادهما من بعد وفاة الحق فكيف لا يعيشان ويعملان فيها حتى الاموال من استقبل وحتى يخلد اسم عبدالغفور بعد موته واسم شركاته المصنع بل اسم امواله هذا ليس طمان ولكنها مسؤولية مسؤولية الوراثة ولكنها لم تستطع ان تحس بهذه المسؤولية زوجها لا يعمل وهو لا يستطيع ان تعمل كانت اتكلم بحماس صارخ عن رزالين دفاعنا وقلت انا فياس هل هناك امل في ان تعود اليها قالت في حدة كانها هي التي اتخذت القرار لا لن تعود وانا لا اتمنى لها ان تعود وسمعت المفتاح يدور في قفل باب الدخول ودخلت الرسالين ونظرت اليه ونظرت اليها كأني انظر الي انسانة الاخر ليست الانسان الغريب الشاذة انما اراها انسان قاسية تحققت محاها بقصوتها قلت لها بعد ان صفعتها باللغة الانجليزية كأني لا اريد ان اسمعها وهي تتكلم بالعكات العربية المكسرة هل استطيع ان انتحدث اليك وقالت وهي تصفحني ببلود وبالانجليزية ايضا اذا كنت ستحدثني عن الطلاق الذي اريده من عبدالوحيد فلا داعي قلت ان اتعمد ان انظر اليها في احتقاش فعلا اني اريد ان احدثك عن هذا الطلاق الذي تريدينه قالت بحفظي اذا لا داعي وتركتني دون ان توديعني بكلمة ودرك الى داخل البيت فوزية تنظر اليك انها شامت في خيبة املي خرجت وانا مقتنع بان عبدالوحيد يجب ان يطلق فعلا دين البحث الاسباب فان هذه المرأة لا تسبحك الزواج والسؤال القديم هذا اعتراضك في راسي ترى عمل الذي يجمع بين الوزلين وفوزية ويربط الواحدة بالاخرى كل هذا الرباط ان كلاما كثيرا يتردد حول علاقتهما المرأتين في حالة حب احتاهما بالاخرى رغم ذلك فاني لا استطيع ان اصدق قد نقلت كل ما جرى من كلام بيني وبين فوزية الى نظيرة قالت نظيرة في غلين وغايفين بعد ان بقيت فمت طويل لك الحق فاحرد اخي على توطيع الطلاق ان هذا الزواج يعيده ويعيد العائلة اكثر ما يعزنا الطلاق حتى لو كان بناء على طلاقه وتم الطلاق انت عرف الله الرحمن الرحيم احسان عبد القدوس لان اعيش في تلباب ابي الفصل التاسع والاخير اصبحت نظيرة منذ تم طلاق اخيها من زوجتي الامريكية وايع في حالة شابة انها تبدو في حالة عصبية عنها وهي تثلث معي ساهمة احيانا احيانا تتكلم كلاما غريبا كأنها ترئجة علي كأنها اصبحت تخافني او تشكتي او كأنها اصبحت تعتبر مسها ضحية دي كأنها تحس انها اصبحت تعطيني دون ان اصبحت طلعطاء دون ان نحقق قطاؤها اي مستقبل لها لانها تغيرت حتى في تصرفاتها فيأتي يوم لا تعد بي طعم الغذاء كما عودتني ثم في يوم اخر تعده وكأنها عادت كما كانت واحيانا كنت اطلب منها ونحن لعبثا الى المكتب هي تذاكر ونعمل في مشروعاتي اطلب منها ان تعد لي في انجل القهوة كما عودتني فترد بصراء لسا احسين حضر احوتك بنفسك انا اتعبانا واقوم صغيرا لعد القهوة على نفسي وحتى قبلاتها انها احيانا تقبلني قبلة بكل احساسها وكل حلوتها واحيانا تعطيني شفتها وشفتيها دون ان تقبلني وحتى وهي تذاكر انها لا تلقي نفسه بين الكتب في حماسا ومرحا كما كانت اني الاحظ انها تفتح الكتب وتسرح بعيدا عنها وكانت احيانا تغلق الكتاب وتعتدد لي بانها تريد ان ترى والدتها ثم تغلق الكتاب وتخرج والساعة لم تصد الى الخامسة بعد ان كانت لا تطلق من قبل السامنة قد قلت لها المرة ماذا بك انك لست طبيعية وقالت في صوت ضعيف ليس بالشيء وقلت مشفقا عليها انك متغيرة وكأنك تعانين شيئا تخسينها علي وقالت في حدة وهي تنظر الي سائرة لا ابدا اني على طبيعاتي فاما ان تتحمل هذه الطبيعة او لا تتحمل وفكدت انا متأكد انها ليست في حالة طبيعية ولم اكن دائما اسكت كنت احيانا اجادلها في عنف يرسل الى حد كأننا متشاجر الى ان كان يومه اتفرت بي نظيرة في التلفون وقالت لي انها لم تستطيع ان تأتي الى الشقة لانها مريضة بالانفلونزا فلم اصدقها لا شك انها تدعي المرض لانها لا تريد ان تراني واخترت ماذا افعل فلم افعل شيئا وكانت كل يوم تقطف الى بالتلفون مهلا ان الحاحت عليها فانها مصجرة ولا انها مريضة مرة اكثر من اسبوع وهي مصجرة على ان تكون مريضة وعطت اعتردد عناني للجزيرة كل يوم بعد الظهر وبعد ان تحدثني المظيرة في التلفون وفوضيت في احد الايام صديقة تبوض الاسنان لدكتور عطالله ومعه روزالين ودهشت ووقفت مجهولا ما الذي جمع الدكتور عطالله بالروزالين وان تكن روزالين ترتدي الثوب الاسلامي الذي ينسدل حتى يغطي قدميها ولا يكشف عن ذراعيها انه الثوب الذي عادت به بعد سفره الى الامريك الذي يرتفى الى تحترباتها ويكشف عن ذراعيها وان كان يغطي كتفيها انها لم تعود الى التطرر في المظاهر الاسلامية وناداني الدكتور عطالله وبعد ان تصفحنا قدمني الى روزالين في ذهب كأنه يتفخر ودكتور امينة ثم قال بعد ان كأوني وبحرق فيها وانا اصفحها انها دكتورة امريكية مسلمة وقلت انا اكسب له ولها اتسامة مفتعلة لقد سبق عن التقينا وتعرفنا وقال الدكتور عطالله بانه تذكر شاء شاء حرمه من لذة المصاخرة من مفاجأتي لصديقتي الامريكية صحيح لقد كانت زوجة من صديقك عبدالوهاب عبدالغفور ثم استطرد مبتسم الابتسامة السفرة ابن الحج عبدالغفور البرعي ملمهير وكالة البلح متوقف كأنه يتمتع بسخرياتي ثم استطرد قائلا لقد لا لقد حكت لي الدكتورة امينة كل حياتها ولا شك انك تعلم انها دكتورة متخصصة في الاجباتك وهي تعمل الان معي في عيابك وقلت هامسا في دهشة هل حصلت على اذن بمعارشة الطب في مصر؟ قال الدكتور عطل الله وعلي انظر اليك كأنه يرمني على هذا السؤال إن من حقي ان اقتر المساعدين في العيادة وهي تساعدني وقد استطعت في ايام قلاء قلت ان تكسب ثقة كل مرضايا من المترددين بل اصبح هناك زبائن لا يأتون الى العيادة الا لها رميط الحديث بيننا الذي لم تشترك فيه اوزهن ولا بكلمة واحدة هذه هي كما عرفتها لا تتكلم ابدا الا اذا كانت وراء مشروع يتطلب منها الكلام وقد تركتهم عن صرفا وانا في دهشة من هذه السيدة انها لا تكف عن المحاولة حتى لو فشلت وكانت اخر محاولة لها ان تكون سيدة اعمال عن طريق استغلال عبدالوهاب وابيه الحج عبدالغفور وفشلت وهي الان تحاول ان تحترف ممارسة الطب عن طريق صديقها الجديد الدكتور عطلة ومن يدري لعما اعتزوجته هو الاخر وقد كان عبدالوهاب صديقا في حكمها على الفاتات الاوروبية والامريكية انها لا تكف ابدا عن محاولة استثمال شخصياتها ولا اعتماد على نفسها واستغنال ذكاية ولا شك ان النظيرة ستدهش عندما تسمع ذي الاخبار الجديدة ولكن النظيرة لم تحدثني في التلفون مره يوم ويومين وثلاثة واربعة وهي لا تتحدث وانا اكاد وجمي قد حاولت ان اتصل بها انا في التلفون فيما ارتفع اني كلما اتصلت بها في التلفون شوفي تلفون البيت يقولون لي انها ليست موجودة وكنت اتعمد ان اقول اسمي لمن يرد من اصدع الى كاني اتعمد ان اصالح بعلاقتنا وافضحها وكنت اذهب كل يوم واقف امام باب الجامعة الامريكية لعلي اراها خارجا ولكني لم اراها ابدا والجنون يكادي اصف بي كيف تتصرف معي هذا التفرف حتى لو كانت قررت ان تنهي علاقتنا فكان اجب ان تقول لي وانا ابتفق معنا لا ان تطرد من كالكلب الذي ضاقت به كنت اقضي كل اوقات فراضي كل النهار وكل الليل وانا اطوف في الشوارع وحول الامار التي تطين فيها كاني ابحث عنها اني ابحث عنها في العام وفي صباح اليوم السامس وجئت بنظيرة التفلي بالتلفون وتقول في صوت سريع كانه لم يحدث بيننا ما يستحق الكلام حسين ساكون هناك اليوم سباية لنا مع السلامة وإلى اللقاء وألقت ثمات التلفون في وجهه دون ان تنتظر رضي عليها اتركتني ساعات وانا اعيني غيبي وتغطر اعصاب وكنت في الشقة قبل ان تأتي بساعات الى ان سمعت القفل البارية تخرج ودخلت يبدو عليها انها متغطرة العصاب قبلتني قبلة سريعة على فدي ثم ألقت نفسها على المقاط قلت لها وانا واقف في مواجهاتها وعناية انتقان بالغيث اين كنتي؟ ونظرت نظيرة بلي وهي تبتسم ابتسانة مسكينة وقال في رجاء حسين وعض وحدة وجلست وانا احاول ان ابتسم لها ابتسانة سفيرة كاني اتعمد ان اشعرها باني لا ابالي وقلت جلست ماذا ستقولين؟ وثكتت برها وهي تتناهد كأنها تصفر على عمها فما قالت في فوق خفيف حسين سيتزوج وصعت في فزع تتزوجين من؟ وقالت وهي تبتسم ابتسم ابتسمد عيثا وتنظر اليها ثم تعود وتبعد نظراتي يا عمي انت طبعا واصطرحت من قرد ان قالت هذه الكريمة وتنهتت عني اطلق انفاسي حمد الله ثم اقول في دعشة لماذا لقد كنت ترصبين الزواج؟ قالت في هجوء ثم ان تنظر اليه لاني قررت الزواج سنتزوج حتى قبل ان انتهي من الجامعة وقلت انا استعيد كل غروري وثقة بنفسي من الذي دفعك الى هذا القرار؟ رغم اني الح عليك من دشهور وبعد ان اتعت عني كل هذه الايام اتعت المرض ثم انقطعت حتى عن محاذزة دفتي في التلافون وانقط رأسها بين كفيها برها ثم رفعت وقالت وهي تتكلم بصوت خفيف هادئ وتنظر اليه بكل عينيها الحسين انت تعرف عقدتي العقدة التي اعانيها طوال حياتي العقدة التي بادرت في نفسيتي لاني ابن الحاج عبد الغفور المجمير ثم كان طلاق اخي من الوزرين ان الطلاق وقعت كاكثر للعقدة التي نعانيها كلنا العقدة التي تحطن كل زيجاتنا حتى لو كان اخي قد تزواجت من امريكي وحطمني انطلاق الاخر اشتد ضغط وقتتي على نفسيتي حتى انقلتني الى عاوية الاسر لن اتزواج ابدا اخت الكاكي لا تزوجت وفجلت في زواجها بسبب العقدة التي بزرحاتي واختي الثانية طلقت وتعذبت لنفسي السبب واختي الثالثة نفيسة تنازلت عن كل شخصياتها هي وزوجها وعاش زواجهما عبدين سادمين الاسر واخي الاكبر هاجر الى انجلترا هربا من عقدته المفسية وربما لا تعلم زوجته هناك اي شيئا عن ابلي وها هو اخي الافغر يضطر ان يطلق وهو يتعذب لهم انها تزواج امريكي وربما اختارها امريكي يضمن منه ان عقدة ابي لان تؤثر على زواجه على زواجه بها كمن التزواج نصري وانا من الذي يميزني عن اخوتي وانت من الذي يميزك عن بقية الازواج وحسفتك ان صراخ الحد من انطلق في صدف لا لن اتزوج ابدا لو انهيت درافتي وطلق شخصيات خاصة بي فلن اتخلص ابدا من شخصياتي لن اتخلص من الوقتة واذا تزوجت فسأتعذب واطلق حتى لا تزوجت كنت ولكني كنت اعود وهدأ الصراح في صدري ويحس كاني اذا استسلمت العقدة ولم اتزوج فكاني اضحي بنفسي واحرم نفسي من طبيعة الحياة المجرد صوفي من اوهام ثم كيف اعيش اذا لم اتزوج هل اعيش عشيقتا لك لا انا لا ارض ان اعيش محهمة بل كانت تمر علي لحظات اجد نفسي مقتنع بالكلام الذي قالته لك صديقتك فوزي لماذا لا نعيش انا وزوجي في فراء ابي حتى لو كان بخيرا كما يقول العنو ان كل ما يملكه من حقي او من انلاقي لان فراء ابي يطفي على اوجاده علي على نوعا من الجمال لولا هذا الفراء لما كنت اعيش هذه الحياة التي اعيش معها والتي تجعلني اجمع من كل البلات وليعتز واصخر واتبهى باني ابنة عبد الغفور البراي التي يجري وراءها كل الشبان حتى لو كانوا طمئين في فراء ابيها ولأقدم على التجربة دين خوف لأتزوج حتى لو فشرت فان الفشل ارحم من الهرب والاستسلام ارحم من الحربان كان كل هذا يدور في خاطري ثم لا يلبس الصراخ ان يعود ويرتفى في صدري لا لن اتزوج فقد قضيت هذه الايام انا معذبة بحيراتي بين وقتتي ووعدتي ولعلك لا خفت اني كنت اتي اليك وانا في حالة عصبية تشتدت ساعة وتخفت ساعة الى ان وجدت نفسي احاول ان ابتعد عنك فادعيت المرض ثم هربت منك وتعمدت ان لا احادثك في التليفون ولا اطلق ثلاثة وسيلة التفل بها وكنت اتعذب واشتد عذادي للانهدي كي انها بركان واطلق حممه ثم اصطراح منها ووجدت نفسي اتخذ قرارا نهائيا كائنا هادئا لان تزوج وكنت كأني اعلم معها كنت اعتقد ان الحب هو الذي يتفعك الى الزواج وليس الحرب من عقدتك وقالت وهي تميني محول وعينها تقدران الحب ان الحب هو الذي انتصر على عقدتي لولا حب كلمات عزقت كل هذا العذاب باعصير نفسي وثكت ساهما ووجدت نفسي افكر في الزواج كأني متردد كأني لم اكن اتمنى هذا الزواج ومن يصدق ان الححت عليها ان تتزوجني وبسرعة تخلصت من هذا التردد اني احبها واحبها كزوجة ونسكت بيدها بين يدي وقلت انا احس بكل كلمة تصدر من قلبي مطيرة ان كل ما قلت اقوله لك عن ابيكي هو واقع اعيش فيه انا أيضا واصربني بعقدتي نفسية انا لا احب ان يقول الناس اني تزوجتك تماما في صراعي ابيكي ولا اسمح بان يشعر هو نفسه باني تزوجتك بتأثير شخصياتي وصراعي ولذلك اردت عليك ان نتزوج دون ان نقول له او نستأذنه وننتظر موافقته وبعد ان يعلم بزواجنا فليتصرف كما يريد حتى لو طلبك وحرمك من الميران وانا ما زلت مصر مع ذلك قالت نظيرة وهي تبتسم واصابيع تقفز فو اقع اصابيع وتضغط عليها لا يجب ان نكون اقوى من ابي ونواجه بحقيقتنا لسنتزوج سواء واثق او من واثق وان كنت واثق من انه سي واثق على زواجنا قلت هما الادراقي قالت ابتسماتي اتتسع هذه هي طبيعته انه يترك كل بناته واولاده خطو كل من هما في حياته الخطوات التي يريدها يترك كل من هما حرا يترك كل من هما حرا مدام ليس في حريتي ما يمسه هو يمس العائدة انه يؤمن بان الحياة جعب سليجرد كل من هما حياته وهو سيعلم اني اريد ان اتزوج وان كنت لاي اعتبر زواجنا من جرى التقربة ابدا لا انا ولا انت يجرد كل من هما زواجه بالاخر المعد احس بالتردد ولكن نظيره اقوى علي من ترددين وقلت بعد برهات صمت اذا كان ابوكي يجب ان يعلم فليعلم ان زواجنا لن يكون عاديا كزواج باك الناس اني مثلا ادفع له مهروم اني لا احب ان احس باني كاني اضع نقودي في بنك وانتظر الاحباح من اول ابيك ونظير ذلك لم اقبل منه ان يشتري لنا اي شيء لا تجهيز به بايتنا كما هي العادة وصاحت نظيره في فره مواثقة وقلت في صوت جاد كاني افرط المعادات وليعلم بابا اذنيه حتى لم اشتري شبكة ليقدر بها قيمة فرواتي ولتزباه بها ماما واخواتك من صديقاتهم وانت تعلمين اني لست بسيئة وتستطيعين ان تعتبر اي هدية سبق ان اعديتها لذاك كانها الشبكة اني اريد ان احس ان زواجنا ليس مناسبة لتقديم هدية لكنه استمرار من محبولة الذي نعيش فيه وكل ما معي سيكون معك مخصصه لمشروعنا الكثير وانا واثق انك لن تستغلي ما نملكه خارج المشروع الا انت نطمئن على المشروع نفسه انه المشروع الذي كان لك انت الفضل في ان افكر فيه قطبت نظيرة قبلي قبل سريع وعرة القرص موافقة وقلت ان اكثر غرورا بنفسي وان ابحث عن شقة ان نقيم فيها بعد زواجنا وان اقبل من اديك ان يخصص لنا شقة في احدى اماراته او يشتري او يستعجل لنا شقة سنقيم في هذه الشقة صحيح انها قديمة وفي شارع مزدحم وفي وسط البلد انه ليس شارعا انه خار لكنها الشقة التي اتقينا فيها ونمع حبنا بين البدرانها ونحن نعيش الحب حتى بعد الزواج ولا تنفي ان ليس لدينا في هذه الشقة الى غرفة نوم واحدة ومعنى هذا ان انا يجب ان نحرم انفسنا من الاولاد حتى نستطيع بعد ان ننجح بان ان نجد بنجاحنا شقة الاخرى وهلا لست موزيرة موافقة اني لا اريد ان يكون لي اولادي الا بعد ان انتهي من الجامعة انك موافقة لاستمرار في دراستي قلت وانا فرح بها طبعا مشروعاتنا في حاجة الان تنمي دراستك وانا لست في حاجة الان الا ان اكون افضل حتى احتفظ بشبابي وقالت وهي تقبلني يا عزي القبلة السرية انه شباب دائم ما دمنا معنى شبابك وشبابي وشددتها الي واستعدتها الى صدري وقبلتها قبلة تكاد لا تنتهي الى ان شددت شفتيها المكتمازتين التين احبهما من غين شفتي وقالت وهي تلقي نفسها على مقالها متى ستقابل بابا وصمت في حد وصمت في حدة كاني قبلت لن اقبله لا اريد ان احس امانه باني شحاب جعاش حزنه ابنته ماذا اقول له هذا اقول اني اريد ان اتزوج ابنته دون ان اصعى ولا مالدين ولا حتى ان نقيم حفل زفاف لان الحب هو زفاف مخاص لا يحتاج الى حفل ان يشهدوا الناس لان اقبله اليك لن يرع وجهي او ارى وجهه الا بعد ان يوافق ساعا على زواجنا واذهب اليه كما اذهب الى المأذون قالت نظيرة انها تحادث نفسها وكانها لا تدهش من اي كلام لي فاعتمد على ماما لتبدأ الكلام مع بابا قد مرت اكثر من عشرة ايام ونظيرة تروي لي في كل يوم ما يدوه في البيت من احاديث ان امها واثقة اباها لا يزال يفكر ويدخف لكنا خلال هذه الايام في قمة السعادة نضحك ونمرح ونعمل ونظيرة توطيني اكثر حتى اني في لحظة من اللحظات لا ركت برفعتني الى قمة النشو حاولت ان تكون هذه هي ساعة الدخلة ولكن نظيرة بمرحيها استطاعت ان تهرب مني انها بامانها ومعتقداتها لا تزال مصر على ان لا تكون الدخلة لا بعد كذب الكتاب الى ان ذهبت يوما الى الشقة ووجدت نظيرة قد سبقتني اليها ومعكادت طواني حتى اطلقت زغروتة عليها زغروتة بلدي وانا واقف امامها مذهولا احس كاني اريد ان التقت لسانها الذي يرقص داخل فمها المفتوح وهي تزغرد وقال الضحك بعد ان انتهت الزغروتة اني يزغرد العريس لقد وفق بابا وهو في انتبارك غدا قلت فرحا وكأن الفرحة تثغرد في الداخلي انا الاخر وسنكتب الكتاب قال الضحكة حرام عليك اندع وراك ويعرفك اولا ولو اليوم الوحد قلت انا اميل عليها واحضطنها واضمها الى صدري بقوة المهم لقد وصلنا وانتحينا وتزوجنا قالت وهي تنزع نفسها من بين احضان المتجري الى غرفة النوم وضحكاتها هذا بعدك سننتظر كتب الكتاب وما من ايام والله حرام حرام ان انتظر ولو ايام ثم وقفت تقبلني وانا حوام ونحن موقفان بجانب الفراش ثم عادت الى غرفة المكتب قائلة من شدال الضحكتها ضق الجرس لنبدأ المذاكرة وذهبت في اليوم التالى للقاء الحاج عبدالرسور القرآن قد تعملت ان اكون في حالة عزمية مرتدية من الحلتي الكاملة وجدا متكهما في كل حركاتي لكن ارتقبني بترحاب الكبير وابتسام اكلم عن شفتيه واتكلم قبل ان اتكلم قائلا فقد سمعت عنك كل ما يطعم اني بل كل ما يشريكي لنكون عائلة واحدة ان الزواج الذي اتمناه لبناتي هو الزواج الذي يقوم على ان يحقق كل من الزوجين ما يريده من اخر وانا واثق انك ستحقق لنظيرة كل ما تريده منك انها صغر بناتي وعزهن الذي اعتقد انها اذكاهم وعلى بركة الله قلت وانا لا ازال في حالة رسمية وفقنا الله ببركة تعواتك وقال ضحكا متران ضحكته في اذنك انها ضحكة مزيرة هل تريد ان تعرف اكثر من الاكاديم فيك انهما قالوه لي انك لا تريد حفل الزفاف قلت انا جاد اني لست مقتنعا بحفلات الزفاف يكفي افراد العائلتين تشهود واستمر الحديث بيننا الى ان تحررت قليلا من احساسي بصفتي رسمية ثم قال لي ولا ادري هل كان يختبرني ام كان صدقا هل تفضل التفرغ للعمل في الشركة الهندسية التي تعمل بها اني في حاجة الى مهندس قلت باني اتباهى امامه اني لست متفرغا للعمل في الشركة اني اعد مشروع خاص وقالت حماسك اي رجل اعمال اي مشروع قلت وانا لا ازلت متباهيا اني على وشك ان انتهى من رسم اعداد بناء امارة كبيرة ثنان وثلاثون دورا وسابيعها قبل ان ابدأ في بنائها واقنعت الشركة التي اعمل بها ان تشترك في المشروع المشروع وانا كبير الامل في ان اجد المشتري وقال في حماس ساشتري في عمراتك عددا من الادوار وقلت انا اتعمد ان اثبت له اني فيزا عنه ياسف لا انا ولا زوجتي نظيرة سيكون لنا شيئا في هذه الامار وفضل ان اكون افحاد مشروعات لا اعمل لكن وقالك انه دهش مني ليس زوجتك التي تشتري انا الذي اشتري قلت كاني اصدوه انك والد زوجتي افضل ان اعرض العائلة المتعزفة في مشروع لم يتم بعد قلتها كاني اقول له اني ارفض اموالها ونظر الي ساكتا في اعجاب واحترام كما تأكد اني لا اتزوج ابنته طمعا في ماله وثراره وقد تم الزواج بعد اكثر من شهر فقد كانت نظيرا خمنينه على ان تثنع في العرص لنفسها وان تعد استقبالا خاصا لعائلتي ساعد كتب الكتاب وان تلتقت لنا صورا فوتغرافية فان اكثر ما اعتز به هو هذه الصورة الفوتغرافية لنا محدثنا وهي بتوث الزفاف وانا ابدو رشيقا في حلتي التي اعددتها خصيصا لهذه الساعة بعد الحاح نظيرا فقد مضى على زواجنا ثلاث سنوات ونحن في قمة السعادة ونحن تقريبا متباعدان عن عائلك وعائلتي وان كان كل افراد العائلتين موكبين لنا وشد اعجابا وشدهم اعجابا الحج عند الظفور انه يعرف اني اقوى من ان احتاج اليه ونقيم في نفس الشقة القديمة لو اننا بدأنا نبحث عن شقة اخرى واسعة لننجد اولادنا بعد ان نجح مشروع بناء العمارة وبدأت عد لبناء عمارة اخرى ونظيرة خرجت في الجامعة الامريكية وانحقت عليها بان تتفرغ العمل معي اني اعتمد عليها اعتمادا كاملا في كثير من الابحاث والاتصالات التي احتاج اليها وهي تبدل كل جهدها في معاونتي وان كانت لا تزال تحتفظ بما احبه فيها وهي طبيعتها المتصلة كامرأة بلدي لا يثير الحساسية بيننا الا عندما نتحدث احيانا ويوصي فترات متباعد عن الميراس ميراسها من ابيها الحاجة الغفور ان النظيرة سترف ارثا هائر يكفي بتغطية مشروعات ضخمة لكننا كلما تعرضنا لهذا الموضوع انهيه بنكتن ونضحك وتذوب ضحكتي ونفكر في المشروع الضخمة التي يمكن ان نحققها بعد ان ترث زوجتي نظيرة اباها الحاجة الغفور النهاية لن اعيش في جلباب ابي قراءة ماجد علي اشتركوا في القناة انطرして اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة